الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم مرة أخرى بكحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض فإن القرآن الكريم يلح على الناس عاما وعلى المسلمين خاصة أن يتدبروا في خلق الله والآيات القرآنية التي تحث على ذلك أكثر من أن تحفى في هذا المقام والسيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الخلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات التي تلح على هذا التدبر كثيرة ولعل هذا الإلحاح له دلالته فإن الله تبارك وتعالى قد ترك في خلقه ما يدل على عظيم قدرته وعلى بديع حكمته وعلى عظيم صنعه وعلى حاجة هذا الكون في كل وقت من أوقات وجوده إلى رحمة ذلك الخالق العظيم وإذا أدرك الإنسان ذلك خضع لخالق هذا الكون ولخالقه بالطاعة والانصياع لأوامره فلذلك يعتبر النظر في الكون والتدبر في آيات الله فيه من أعظم وسائل التربية للنفس البشرية ذلك الإنسان المخلوق ذو الإرادة الذي لو لم تضبط هذه الإرادة لكان اعتداده بنفسه وغروره بتلك النفس عاملا من عوامل إفساد حياته في الجنية وضياعه في الآخرة ولذلك التفكر في الكون وسيلة إيمانية عظيمة تدل الإنسان على خالقه وتخضع إرادته لإرادة ربه ولن تأمل سويا يعني ماذا في هذا الكون نحيا على أرض هائلة ضخمة تبلغ قتلتها ستة آلاف مليون 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 طنا معلقة بالفضاء وهذا في حد ذاته وحده يكفي للإنسان أن يرجو رحمة ربه في كل وقت من أوقات وجوده وفي كل آن من آنع عمره كرة من الصخ معلقة في الفضاء تبلغ قتلتها ستة آلاف مليون 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 طن هذه الفرة لها غلاف صحري يبلغ سمكه بالمتوسط خمسراشر كيلو متر خمسة إلى ثمانية كيلو مترات تحت قيعانا بحرو المحيطات وخمسة وتلاتين إلى خمسة أربعين كيلو مترا فوق القارات متوسطه حوالي خمسراشر كيلو متر يسمى بالغلاف الصخري أو بالكشرة الأرضية هذا الغلاف الصخري يطفو على مادة لا إيجادة شفة منصهرة عالية الكفافة عالية المزوجة ونجد أن درجة الحرارة في ارتفاع مستمر من سطح الأرض إلى مركزها حتى تصل إلى أكثر من عشرة آلاف درجة مائوية قبل أن تصل للمركز وأن الكفافة تزداد بطريقة مضطردة حتى نصل في لب الأرض إلى أكثر من 12 جرام لسنط متر المكعب وقد استطاع الأولماء أن يمايزوا في هذه الأرض سبع طبقات متميزة القشرة الخاربية يليها إلى بداية الست طبقات أربع طبقات من البشاح تتمايز في خساتها في كفافتها في تطريبها الكميائي والمعدني وفي حالتها من اللزونة والصلابة أو الصلابة ثم لد كائل من صهر عالي الكفافة تصل كفافته من 9 و 12 جرام لسنط متر المكعب يعني 12 ضعف كفافة الماء 12 مرة ضعف كفافة الماء ثم لد صل مكون أساساً من الحديد والناك وهذا اللد الصل يمثل أغلب كتلة الأرض تصل درجة الحرارة في المشاح المشاح الأرض إلى أكثر من 10 ألاف درجة مئوية طبعاً هو أيضاً تحت ضغوط هائلة تصل إلى ملايين المرات الضغوط على فطح الأرض الضغط الجو المعروف ولذلك تتبين سلوك المادة تبين سلوك المادة فيها تحت هذه الضروف ضغوط هائلة وحرارة هائلة ولذلك تكون هذه الطبقات في حالات من الاتزان حالة اتزان أقل خطر أقل تغير في هذا الاتزان يخرجها عن نمطها العادي فطنصاهم ويؤدي ذلك إلى اهتزازات أرضية رهيبة كالذي حدثت في نصف منذ أيام خليلة عفان الله وعفاكم من آثاركم هذه الأرض التي نحيا عليها آية من آيات الله فنقولها تبقى معلقة من فضاء وهذه الصورة بهذه الكتلة الهائلة في حب ذاتها آية من آيات الله وهي محاطة بخير كثير وبمخاطر عديدة محاطة الأرض بغلاف غازي يصل إلى ألاف الكيلومتران منه ثلاثين ألف كيلومتر واستمر بعد ذلك وإن كان لا يكاد يدرك وغلاف مائي يبلغ متوسط عمقه أربعة كيلومتران ووزن الغلاف الغازي ووزن الغلاف المائي أيضا أوزن هائلة لا أريد أن أشغل بلكم به يا معي ولكن لا أريد أن أشغل بلكم به كتل هائلة على الأرض وهذا الماء وهذا الهواء بغيره لا تستقيم الحياة على الأرض وذلك من علينا ربنا تبارك وتعالى في آية قصيطة للغاية بتكوين هابين الغلافين الهامين للحياة المبين بدونهما لا تستقيم الحياة على الأرض الغلاف الهوائي والغلاف المائي يقول ربنا تبارك وتعالى بحمد الله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وحينما سئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما معنى دحاها قال فسرها ما جاء بعدها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها ولم يكن للإنسان سبيل لإدراك من أين أتى الغلاف الغازي للأرض ومن أين أتى الغلاف الماء للأرض لم يكن للإنسان سبيل في إدراك ذلك على الإطلاق إلا منذ سنوات قليل القرآن الكريم الذي تنزل قبل 14 قرب يوضح للناس من أين أتى الغلاف الأرض الهوائي وغلافها المائي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والعلماء الآن يقولون أن كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغلاف المائي للأرض أفضله من جوف الأرض وحينما تنشط البراكين وتخرج منها الغازات والأتربة بملايين الأطنان يؤكد العلماء أن أكثر من 75% مما يصعب من الأبخرة والغازات المتفاعد عن نفوات الغراكين هو بخار ماء والباقي يغلب عليه ثاني أفصيل الكربون وأول أفصيل الكربون وغازات المائي بروجين غازات كثيرة هي التي كونت هذا الغلاف الغازي وأنك أكد الآن أن كل الغلاف الغازي للأرض وكل فضر كله من جوف الأرض وهذا في حد ذاته آية عظيمة بغيرها لا تستقيم الحياة على الأرض على التخلاص ثم إن هذه الأرض حماها ربها تبرك وتعالى بأحزمة متعددة في غلاف الغازي نجد طبقة الأوزون على 25 كم تقريبا من سطح البحر طبقة يتأكسب فيها الأكسجين ويتكون ثالث أكسيد الأكسجين كما نسموه ألف ثلاثة أو أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة ليعكف الأشعة فوق الماسجية الضارة وهي أشعة إذا دخلت إلى النطاق الجانبية الأرضية ووصلت بالطبقات السفلة من الأرض تحرق الحياة الإنسان والحيوان والنباب وتصدد صلاطنات في الجلد أعادنا وأعادكم الله منها تصدد أمراض للعيون لا يتحملها الإنسان ولا تعالى جعل ربنا فبارك الله علي هذه الطبقة شماية لنا من خطر هذه الأشعة فوق الماسجين وليس هذه فقط لكن لعلكم سمعتم أن العبث الإنساني بتلويف الغلاف الغازي للأرض تلويف جو الأرض قد أدى إلى حدوث ثقبين هائلين في هذه الطبقة أحدهما وأكبرهما فوق الطب الجنوبي والآخر فوق الطب الشمالي وأن هذان الفقبان يتسعاني بطريقة مستمرة ويشكلاني خطرا على الحياة على الأرض فهذا من عبث الإنسان وأستاذ الأرض لهذا النظام الرباني العظيم بما تطلق فوهات المصانع ومداحن المصانع وعوادم الصائرات والبواثر والسيارات من كميات هائلة من ملوفات وفي مقدمتها غازات الفلورو فلورو كاربون كما يسمونها الفلور والفلور والكربون التي تكسر هذه الطبقة فتحدث فيها هذا الفقب وتهدد الحياة على الأرض جعل لنا ربنا طب أردت على فوق ذلك طبقة أخرى من طبقات الحماية هي طبقة حزامين من أحزمة الأشعع حزامين من أحزمة الإشعاع تعمل كمرآة لصبر الأشعع الحونية المتسارعة التي تدخل في نطاق الجذرية الأرضية فذا من هدان حزامان يمنعاني عن الأرض وعن الحياة طبق فطحها كميات هائلة من الجسيمات الكونية المتسارعة التي لو دخلت إلى نطاق الغلاف الصفلي للأرض لأثنة الحياة على فطحه ثم فوق ذلك حزامان آخران من الأحزمة متأينة تعملان كذلك على فضل جزء كبير من هذه الأشعع الحال الكونية طبقاتنا الحماية جعلها ربنا طبارك وفعله رحمة بالإنسان والخيمان والنبات على فطح هذا الكوكب وتأكيدا على حاجة الإنسان في هذه الغربة التي يحياها على فطح هذا الكوكب كرة معلقة بالفضاء تدور حول نفسها وحول الشمس وفي حركات متعددة بهذه الكتلة الهائلة ستة آلاف مليون 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 فاند وهي معلقة بالفضاء ومخاطب هذه المخاطب الأشعة الكونية الأشعة طوقة المنسجية هذا من فوقهم من تحتها تحت هذه القشرة اليابسة التي نخي عليها تحت نياه البحار والأنهار والمحيرات الرقبة النبية تحت الحقول القدراء الزاهية نجد أن الصخور تنصهر في درجات حرارة عالية ونجد تفاعلات نووية تفوق في حدتها أي تجارب نووية قم بها جسام على فضح الأرض في كل لحظة وينبئنا عن ذلك فوهات البراكين حينما تفور الأرض وتفور هذه البراكين ويخلط منها الحمم في درجات تفوق لألف درجة ماوية وتنبسع على فضح الأرض وتحرق الأخضر وبيابس وينبئنا عنها أيضا الهزات الأرضية وكما أشرت أن المادة تحت قشرة الأرض في حالة من الاتزام لأنها في درجات حرارة عالية ولكنها تحت ضغوط مستفعة جدا يصل الضلط في لب الأرض إلى ثلاثة ونفت مليون ضلط جو ثلاثة ونفت مليون مرة الضلط على فضح الأرض تحت ضغوط هائلة تمنعها من الصهار هذه الحالة من الاتزام لو ذابت الخرارة قليلا أو قلت ضغط قليلا تتطلب فتنفهر هذه الصخور يزداد حجمها لأنها تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الثائلة أو الحالة الغافية فترج قشرة الأرض رجا شديدا وهذا أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الزلازم اختلال أو الصهار هذه الصهور الظهارة من شفح كامل أو كامل أو كامل مما يؤدي إلى زيادة حجمها وإلى ضغطها على القشرة الأرضية التفاعلات النووية تحت القشرة الأرضية لا يتخطروها فقط في عملية الخرارة مناتجة عن هذه التفاعلات ولكن أيضا الجسيمات التي تنطلق عن هذه التفاعلات النووية لها أخطارها الرحيم ونجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قشرة الأرض هذا الغلاف الصخر للأرض مصدع بشبكة هائلة من الصدور تنتد لعشرات الآلاف من الكيلومتر طولاً وعرضاً وأن هذه الشبكة من رحمة الله أغلبها تحت نياه البحار والمحيطات وتتدفق الحمم البركانية من هذه الشبكة بملايين الأطناع والذين قاموا بتصوير قيعان البحار والمحيطات التي تصدعت قيعانها بهذه الصدور يقولون أن الصوران البركاني فالصطعان البحار والمحيطات يفق في شدته أي نشاط بركاني على صفح الأرض وما كان أحد يتصور أن الماء والنار يلتقيان يجفنعان في مكان واحد فهما من الأبضاء ويعجب الإنسان على هذه الإشارة القرآنية الرقيقة لهذه تلك الحقيقة الكونية التي نعلمها الآن أن مصطفات الأرض الأساسية أنها ذات صدور ويتنزل قرآن الكريم يقول والأرض ذات الصد والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصد من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذات صدور منعكم منبأاً بالغير معلماً من خلال الله سبحانه وتعالى هذه الصدور لو كانت كلها على الأرض على اليابسة مستقامة الحياة نحن نعلم أن الأرض أغلبها ماء مغطاً بالماء وأقلها مغطاً باليابسة 70% من مساحة طفحة الكرة الأرضية مغطاً بالمياه و30% فقط والذي مغطاً باليابسة والسبب في ذلك أن الأرض بدأت كلها مغطاة بالمياه بالشابة وأن اليابسة تكوّن فوق صدف الأرض من مشاطر البراكين فوق قعام البحار والمحيطات فكأن هذه الصدوء لازمة من لوازم الأرض عن طريقها تكونت مادة الخرارة بغير هذه الصدوء ما تكونت مادة الخرارة وهذه الصدوء وهذه الصدوء أيضاً هي خمامات أمام للأرض لو لها للحجرة الأرض على هيئة قنبلة نووية منذ زمن طويل ومستقامة الحياة على سطحة على العطلاء فهذه أيضاً لكة كونية هامة تقرر الإنسان مدى الخطر الذي يحيط به في وجوده فوق هذا الكوكب في هذه الغربة التي يحييها في هذه الدنيا هذه الصدوء طمشط فينطلق منها الحمل البركاني في مئة هائلة ونجد أن بعض قعان البحار والمحطار متأججة بهذا الحمل البركاني وفي ذلك يقول أيضاً ربنا تبارك تعالى في سورة الخور يقصد ربنا تبارك تعالى وهو الغني على الخسن يقول والبحر المسجون البحر الذي يتقد قاعه بالنار وهذه مرحلة من مراحل تكون البحار ليس بكل البحار هكذا ولكن أغلب البحار في مراحلها تنفتح وتنفتح في إقعانها فيندسع منها الحمل البركاني بكمية هائلة ويتقد قاع البحر ولعل سبق أن أشرت إلى أن البحر الأحمر يتعرض بظاهرة مماثلة وأن بعض الزملاء كانوا اتجهوا للفصول على بعض عينات من خلال البحر الأحمر وهناك كباش من المعدن يأتي بالعينة من خلال البحر كان يبقى بالساعات في الجو لا يفقق أحد أن يقربه من شدة حرارته عشرات الساعات لا يفقق أحد أن يقربه من شدة حرارته وهو طالع كل ماء في ماء عبق ثلاثة ألف متر أو يزينه ما كان أحد يعلم ذلك وهي إشارة إلى شيء من الأحطار التي تخيط بالإنسان وفيها أيضا كثير من المنافع والخيرات فعبر هذا الصوران البركاني تغنى الأرض وتفرى بالصروات الهعدنية كلما مضبت هذه الصروات على أرضها وعلى اليابسة منها هذه الأرض التي نحي عليها تخيل الناس في وقت من الأوقات أنها هي كل الكون والآيات فيها كثيرة وسأعود إليها مرة أخرى لأن ربنا يقول سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أثلا تبصرون الأرض آية من آيات الله الكبرى بل إن فيها من الآيات ما لا يستفع هذا وقت المحاضرة لاستعراضه بأكمله لكني أريد أن أتجول بكم جولة أوصى قليلا قل أن الأرض هذه كان يتخيل للناس أنها هي كل الكون وأنها مركز الكون وأن الإنسان من إحكاسه باعتزازه بنفسه كان يتخيل أن أرضه هي مركز هذا الكون فإذا بالعلم يؤكد لنا أن الأرض عبارة عن كوكب صغير ضمن مجموعة من الكواكب التي تدور حول الشمس لتكون ما يعرف المجموعة الشمسية وأن هذه الكواتب التفس عطارد والصهرة والأرض والمريخ والمشتري والزحل ويورانوس ونفتون وفلوتو هذه تكون مجموعة من الكواتب كل منها يدور حول نفسه ويدور حول الشمس في مدار ثابت محدثا الدوران حول نفسه حول مشوره يشكل يومهم والدوران حول الشمس يشكل سنةهم وأن المسافات بين هذه الكواكب والشمس تتباين بين 58 مليون كيلو مترا يعني أقرب الكواكب للشمس بمجموعاتنا الشمسية يبعد عنها 58 مليون كيلو مترا والأرض تبعد عن شمس 150 مليون كيلو مترا تقريبا وأن أبعد الكواكب يبعد عن شمس 6000 مليون كيلو مترا 6000 مليون كيلو مترا وأرضنا تدور حول مشورها أمام الشمس بسرعة تصل إلى 30 كيلو متر في الدقيقة تقريبا لتتم هذه الدورة في 24 ساعة يتقاسمها ليل ونهار ولولا تقاسم الليل والنهار ما استقامت الحياة على فتح الأرض لا للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات لو كان يوم الأرض كله نهار أو كان يوم الأرض كله ليل ما استقامت الحياة على فتح الأرض على الإطلاق لا للإنسان ولا للنبات ولا للحيوان ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الظاهرة بقوله عبد من قائل في صورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليلة والنهار اللي تسكنه فيه ولتبثنه من فضمه ولعل لكم تشكرون آية من آيات الله لو كان النيل مستمر على مدى البعضين ساع ما استطاع النبات أن يقوم بعملية التمثيل الضوئي وطبعا على النبات تقوم الحياة الحيوانية وعلى النبات والحيوان تقوم الحياة الإنسانية فلو لم يكن هناك ضياء ما كان هناك نبات إلا بعض الأنواع الدنيئة التي لا تستطيع أن تقوم بعملية التمثيل الضوئي ولو كان الضياء مستمر إلى مدى نهاية ما توقفت كثير من الأمشطة الحيوية ما استطاع الإنسان أن يأخذ راحته في النوم ما استطاع الحيوان أن يأخذ راحته في النوم ما استطاع النبات أن يغير من عملية التمثيل الضوئي ويأخذ الأكسجين ويطلق كارمون لا تستطيع من حياة فعملية انضاء الدوران هذه وانقسامها بين ليل والنهار من الآيات التي تشهد بعظمة هذا الخالق العظيم والذي تمن علينا ربنا تبارك وتعالى الليل والنهار وتخيرهما للإنسان ومن العجيب أن العلماء قد أدركوا أن يوم النهار كان في القديم طول النهار كان في القديم أو نهار الأرض كان أكثر بكثير من ما هو عليه الآن واستنتجوا من ذلك أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أسرع من ما هي عليه الآن ومن الأمور الغريبة أنه ما من أمر من أمور هذه الأرض ولا هذا الكون إلا وهو مدون في صفحة هذا الكون وفي صخور تلك الأرض ما من حدث مر على الأرض إلا وهو مدون في صفحة ما في هزة أرضية ولا صوران بركاني ولا حركة بنية للجبال ولا نمط من أنماط الحياة الذي عاش على طف الأرض إلا وهو مدون في صفحة الأرض وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة من صور التفجيل في متناول القدرة الإنسانية في متناول عقل الإنسان وفي متناول حس الإنسان ولعل هذا معنى من معاني التفخير حينما من علينا ربنا تبارك وتعالى أنه صخر لنا الأرض وصخر لنا الكون وصخر لنا السماوات وصخر لنا شمس والقمر يمن علينا بأنه جعل هذا في متناول القدرة الإنسانية في متناول عقل الإنسان وإدراك الإنسان ونحن نعلم أن طول اليوم وطول الليل والنهار في اليوم وعدد الأيام في الأسبوع وعدد الأسابيع في الشهر القمري وعدد شهور القمرية في السنة كل ذلك مدون في الحلقات السنوية في جذوع النباتات وفي خطوط النمو في هيات الحيوانات مدون بالكامل وستطيع العلماء الآن أن يستقرئوا أي فضلة لكائن حي محفوظة في الصخور يحدد عمرها من خطوط النمو في هيكلها أو من الحراقات السنوية في جذوع النباتات يستطيع العلماء أن يصلوا الآن كم كان طول اليوم كم كان طول الليل وطول النهار كم كان طول اليوم كم كان طول الأسبوع وطول الشهر وكم عدد شهور في السنة بمنتهى الوطول وطبع من ذلك أن الأرض كانت تضور حول محضرها بسرعة هائلة في القديم وأنها أبطأت الآن ويحاول علماء تفخير كيف أبطأت الأرض حركتها يقولون أن عملية المد والجذر تعمل كالفرملة التي تبطئ من حركة الأرض سرعة دوران الأرض حول محورها وهذا البطل يجعل الحياة أكثر افتقراراً لأننا كما نعلم الألواح الصحرية هذه التي تكون القارات وتكون خعان البحار والمخيطات والتي يتكون منها مغلاف صحر الأرض تطفو فوق مادة لذجة شبهة صهرة عالية الكساسة فيتنزلق عليها وحينما تضور الأرض حول محورها بسرعة هائلة يكون معدل للنزلق هذا سريعاً للغاية وهذه السرعة لا تمكن الطربة أن تتجمع لا تمكن نبتة أن تخرج لا تمكن أي منشاء أن تقام لا تمكن الحياة أن تستقيم والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك في حديثه الصحيح في الصحيح مصد أحمد بن حمل يقول عندما خلق الله الأرض جعل التمين فأرساها بالجبال والذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أيضاً في أيات كثيرة بإرساء الأرض للجبال يقول والجبال أرساها متاعاً لكم والأنعامكم ألقى في الأرض رواسية أن تبيد لكم منا عظيماً قد لا تسأل مقام الأن شرح كيف أن الجبال تثبت هذه القشرة الأرضية ولكن آيات اللحة الأرض كثيرة منها الجبال الزلافل البراكين الغلاف الغازي الغلاف المائي فشرة الأرض الاختلاف في طبيعة الأرض من فطحها إلى مركزها الذي يحضر لهذه الطبقات المختلفة تحت الظروف المختلفة من الضغط والحرارة الذي يحيط الأرض من مخاطر من تحتها ومن فوقها هذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى في الأرض وأقول أن هذه الأرض التي كانت تدور بسرعة هائلة بحيث أن يوم الأرض كان فيه منذ فترة ليست ببعيدة يعني بسرح الأرض أربع ساعات فقط لأربع وثين ساعات فقط اليوم الآن أربع ساعات فقط ويتنبأ العلماء أن البطء في سرعة دوران الأرض حول مشوارها كل ما تبطئ يطول النهار أن البطء هذا سيوصل الأرض في وقت ما الأوقات إلى أن تغير من اتجاه دورانها بدل من أن تدور من الغرب إلى الشرق فنرى الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب ستغير هذا الدوران تدور من الشرق إلى الغرب فتشرق الشمس من الغرب وتغرب في الشرق وهذا من علامات الساعة كما أن بأنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه آية من آيات الخلف وأقول أيها الأحباب أن اختلاف طول اليوم والنهار مدون ومسجن لنا في سخول القشرة الأرضية في بقايا النباتات وفي بقايا الحيوانات التي يطفق في سخول القشرة الأرضية وهي آية من آيات الله فدلنا على هذه النعمة الفضرة يعني قبل أن يخلق الله فعلا على الإنسان كان قد هيأ الأرض تهيئة كاملة لسلامة هذا المخلوق ولسلامة من حوله من المخلوقات ومن ظن هذه التهيئة ضد مدة الليل والنهار أيضا نقرأ في سورة الإسراء قول حقصة الله فعلا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيل وسبق لي أن أشرت بمخاطرات كثيرة سابقة عن أن هذه الآية لم تفهم إلا في هذه الأيام فالعلم الآن يؤكد أن الأرض كانت في بدء خلقها لم يكن غلاف الغازي قد تكون بهذه الصورة التي نراها الآن كان تركيب الغازي مختلف وأيضا كل فترة من فترات الأرض كلما يختلف تركيب الغازي نجد فقاعات من هذا الهواء محفوظة في الصخور أو محفوظة في الجليل ويحللها العماء سيجركون كيف تغير تركيب الغازي من فترة إلى فترة ومن زمن إلى آخر حين لم يكن تركيب الغازي الغازي بهذه الهيئة الآن كانت الأشعة الكونية تدخل إلى نطاق الغلاف الغازي وإلى الطبقات الدنيا من هذا الغلاف الغازي فكانت توهج الأرض غلاف الأرض في الليل كما توهجه الشمس بالمهار أو أشب فلم يكن هناك ليل ولا نهار كانت الشمس تضيء الأرض طبقات سفلة من الأرض في النهار ووهج الجسيمات الكونية يضيءها بالليل وإذن يقول القرآن الكريم واجعلنا الليل والمهار آياتين فمحونا آية الليل حينما تقوانت هذه الطبقات التي ترد عنها الجسيمات الكونية الضارة القاتلة المفنية المبيدة توقف هذا الوهج ويبقى فضل من هذا الوهج يراها الإنسان لأن هذه الأحزمة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى لقاية لنا ولقاية من حياة على طفل الأرض فرق كثيرا عند القبين فإذا وصل الإنسان للقبين الشمالي والجنوبي في طب الأرض يجد بقية لهذا الوهج ظاهرة يسمونها ظاهرة الوهج القدري تتوهج السماء في ظلمة الليل بوهج يفوق في شدته إضاءة الشمس له في المنطقة في النهار آيان الله يرينا كيف حفظ كيف جعل السماء لنا سقفا محفوما وكلها من آيات الله التي إذا تتبرها الإنسان أدرك من أمور هذه الدنيا أنه في غربة على هذه الكرة الصخرية المعلقة في الصداء المحاطة بالمخاطر من كل جانب من فوقها ومن تحتها وأنه في كل لحظة من لحظات وجوده على هذا الكوفر محتاج إلى رحمة هذا الخالق العظيم بالذلك كان من أحد أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه طرفة عينه ولا أقل من ذلك الضوء الذي نره من أشعة الشمس في النهار أيضا نعمة من نعم الله الكبرى لأن هذا الضوء لا يطرأ إلا في المتين كيلومتر السفلة من غلاف الغازي فقط وسببه أن أشعة الشمس في الأفض ذرقاء وحينما تتشتث على الجخيمات الترابية الموجودة في غلاف الغازي الصبخ السفلة من غلاف الغازي تعطي هذا الضوء الأبيض الجميل الذي نتمتع به في النهار وإذا خرجنا عن نطاق هاتين المتين كيلومتر توقف صفح البحر نجد أن السماء بلما شديدا وأن الشمس تبدو كرصا أظهر في صفحة سوداء ولذلك يقول الحق فضارك وتعالى إشارة إلى تلك الحقيقة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم مستورون وفعلة الأرواب الفضاء الذين خرجوا إلى الفضاء لأول مرة صعقوا لأن بعد مئتين كيلومتر توجئوا بإظلام كام وأن السماء ففحة سوداء تبدو فيها الشمس أرصا أزرخا لا يكاد يضيط ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم مستورون لعل في هذه الإشارات السريعة ما يشير إلى شيء من آيات الله في الأرض ونحن نعلم أن كل أمر في هذه الأرض صغيرا وكبيرا آية من آيات الله حركة الرياح المد والجن سقوط الأنطار دورة المياه آية من آيات الله يعني ننظر مثلا نجد أن أصطح البحار والمحيطات مكتوحة فالبخر منها بثالي أشعة الشمس يفوق كثيرا ما يضطح عليها بالمطر بينما على اليابسة نجد أن المطر يضط على اليابسة بمعدلات أعلى مما يضط على البحار والمحيطات والبحر من اليابسة أقل من البخ من أصطح البحار والمحيطات والفارق هنا والفارق هنا ثمانا لتظل هذه الدورة مستمرة ثابتة لو أدرعنا أن الغلاف الغازي يحمل في كل ثانية تلتمية واربعين ألف طمنا من الماء ألف كيلو متر مكعبا من الماء تلتمية واربعين ألف كيلو متر مكعب في هذه الصحب الخفيفة التي تضر من حولنا حول الأرض فأقول لي أحباب أن كل فغيرة وكبيرة من أمور هذه الأرض آية من آيات الله وتشهد بقدرة هذا الخالق العظيم وبحاجة الإنسان إلى رحمته وإلى رعايته وإلى عطفه في كل لحظة من لحظات وجودها في هذه الدنيا قل إذا خرجنا من هذا المطاق ونظرنا إلى مجموعات الشمسية وإجدنا أن الأرض أحد كواكب تسعة تدور حول الشمس لتكون مجموعات الشمسية المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلو متر بين الأرض والقمر 380 ألف كيلو متر ذلك الذين وصلوا إلى القمر يعني خطوة بنسبة المسافة بيننا وبين الشمس شيء قليل المسافات بين الكواكب التي ضرحها للشمس والشمس تبدأ من 58 مليون كيلو مترا إلى ستة آلاف مليون كيلو متر هذه المجموعة اختارة باسم المجموعة الشمسية وقد تخيل الناس في بدء الأرض عن هذه المجموعة هي كل الكون فإذا بالعلم يؤكد أن هذه المجموعة ما هي إلا هباءة صغيرة في حشب هائل للنجوم قد ضرعما عدد النجوم فيه بأكثر من 300 ألف مليون نجم ليكون ما يعرض اسم المجرة والمجرة التي تبدعها مجموعة الشمسية عرفها المسلمون الأوائل وسموها فكة السبانة أو ضرب النبانة تشبيها لحامل السب الذي يسير في ظلام فتتنافر منه قطع السب وذلك النجوم تبدو يعني نقاط متنافرة من الضوء في ظلمة السماء أو حامل الحليب فتساقض منه قطرات الحليب في طريق أسود فقالوا سموها تكة السبانة أو ضرب اللبانة هذه المجرة عبارة عن قرص مفلطة يبلغ قطره مئة ألف سنة ضوئية وحينما نخرج من نطاق المجموعة الشمسية يصعب على الإنسان أن يستخدم الكيلومتر والمئة لا تصلح هذه القياسات فاتفق العلماء على أن يقترحوا وشل للقياس الكون سموها بالسنة ضوئية والسنة الضوئية هي المسافة التي يقضعها الضوء بسرعة المعروفة ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا ولكي أحفظ هذه المسافة لا بد لي أن أضرب ثلاثمائة ألف كيلومتر في ستين في ستين ليصبح في الساعة في أربعة وعشرين ليصبح في اليوم في ثلاثمائة خمفة وستين واربع ليصبح في سنة ووقعا بخط يبلغ تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر بسكة التبانة أو ضرب اللبانة هذه المجرة المجرة التي تتبعها مجموعة الشمسية يبلغ خطرها مئة ألف سنة ضوئية مئة ألف في تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر ويبلغ صمقها عشر ذلك تقريبا وتقع مجموعة الشمسية عند منتصف أحد أفراقها على بعد ثلاثين ألف سنة ضوئية من المركز وعشرين ألف سنة ضوئية من أحد أفراقها وحصل علماء في هذه المجموعة أكثر من ثلاثمائة ألف مليون نجم كشمسنا بعضها أكثر من شمس قليلا وبعضها أقل من شمس قليلا ونحن نعلم أن شمسنا وهي شيء عظيم كتلة مجتهبة من الغاز متوهجة متأججة مضيئة بذاتها تبلغ درجة حرارة فرشها ستة آلاف درجة موية وتبلغ خرارة جوفها أكثر من عشرين مليون درجة موية وأن وقود هذه الشمس هو غاز الإدروجين يتحد غاز الإدروجين مع بعضه البعض بعملية معاكفة لعملية الإشطار النووي يسميها العلماء عملية الاندماج النووي فينتج عن ذلك أنصر الهيلين وتنطلق طاقة هائلة التي ترفع عشعة الشمس إلى هذه الدرجة العالية ستة آلاف درجة موية على الفطر وأكثر من عشرين مليون درجة موية في الداخل وتبلغ خطلة الشمس ألفين مليون 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 طن أربع مرات مليون ألفين مليون 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 طن أيضا معلقة بالفضاء متأججة ملتهبة لملايين السنين لا تنضبئ لها جنوة ترتفع عشرة سيئة اللهب على سطحها لآلاف الكيلومترات سمونها الرياح الشمسية وتؤثر حتى على الفضلات على سطح الأرض هذه الكتلة تبلغ تلتمية وتلاثين ألف مرة كتلة الأرض تلتمية وتلاثين ألف مرة كتلة الأرض وكون الكتلة هذه تبقى معلقة في الفضاء محتفظة بكينونتها متأججة بهذه الخرارة العالية تشعر في كل اتجاه ولولا هذا الإشعاع ما استقامت الحياة على فضح الأرض فالأرض تتلقى جزءا هائلا من الطاقة اللازمة للحياة على فضحها من هذه الشمس هذه الشمس ليس بها حبيب تستحد العناصر فيها طريقة انتظمة حسب الجدول الدوري للعناصر دروجين هو أخف العناصر المعروفة في الكون وهو المكون لأغلب مادة الكون المنظور يتحدى دروجين لكون الهيليم يتحدى الهيليم لكون الليفيوم وهكذا لكنها لا تصل إلى أكبر من مجموعة الكربون لا تصل لمجموعة الحديث وقد علمنا أن الأرض أغلب مادتها الحديث فمن أين أسى حديد الأرض أي من أين أكبر والمعروف أن الأرض والكواكب الأخرى كلها انقصلت عن الشمس والشمس ليس فيها حديد فمن أين أتى حديد الأرض فكر العلماء كثيرا حتى رأوا من ضمن نجوم هذه المجرة التي يسمونها ثقة اللبانة أو ضرب اللبانة نجوم تصل فيها درجات الحرارة إلى آلاف الملايين من الدرجات الحرارة المئوية يسمونها المستعيرات أو فوق المستعيرات نوبي أو سوبر نوبي هذه النجوم تصل فيها التفاعل إلى تكوين مجموعة الحديد الحديد ومجموعته من أسقل العناصر المعروفة حينما يتكون الحديد بنسبة كبيرة ومع ذلك النجوم ينفجر النجوم وتتناثر أشلاء ذلك النجوم فيدخل بعضها في نطاق جذبية الأرض التي بدأت كومة من القراء كومة من القراء والحديد بثقله وصل إلى لب الأرض إلى مركز الأرض ثم انصفت فأدى إلى تكوين هذه الطبقات السابعة من الأرض التي نعرفها لب صل يليه إلى الخارج لب سائل ثم أربعة أو شحة متباينة في الصافية ثم قشرة الأرض سرن هذا الحديد وانظروا إلى قول الحمقى تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقد تخيل كثير من المفسرين في بادي الأمر أن أنزلنا بمعنى قدرنا بمعنى خيرنا بمعنى كونا وما كان أحد يتخيل أنها عملية إنزال ثان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فالحديد في القهرة الأرض في أرضنا هذه آية من آيات الله لأنه من خارج نطاق هذه المجموعة الشمسية سكة التبانة أو ضرب اللبانة بها أكبر من 300 ألف مليون نجم كشمس بعض هذه النجوم أعلى حرارة وأشد إضاءة بعضها أقل حجما من الشمس بعضها أكبر حجما من الشمس بعضها موجود في ثنائيات سموها binary system كل نجمين سوية بعضها موجود منفرد وأتكون هذا الحشر العجيب المرتبط ببعضه برباط الجاذبين هذه النجوم أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقعها ولم يقسم به كما تلت الإمام في الصلاة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ويعجب الإنسان لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم ولم يقسم بمواقعها والنجوم في ذاتها شيء عظيم للغاية في مدخال نجم فتم فيها عملية الإجماج النووي تصل فيه درجات الحرارة إلى آلات الملايين من درجات الحرارة النعوية تندمج فيه العناصر الخفيفة لتكون هذه العناصر الثقيلة لو تصل إلى أكثر العناصر الكفافة ثم انفجر ونحن نرى النجوم هذه تنمو تولد وتنمو وتصل إلى درجة جهولة ثم تنفجر نرىها في فرحة السماء لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم على عظمها يقول العلماء أن أقرب نجم إلينا في هذه المجموعة في هذه المجرد في كتبان أقرب نجم طبعا إلينا هو الشمس لكن أقرب نجم غير الشمس يبعد عنا أربعة واثنين من عشرة ثانا ضوئية بمعنى أن ضوءه إذا صدر الآن لا يصل إلينا إلا بعد أربعة واثنين من عشرة من السنين فالحقيقة أن الإنسان لا يرى من تطوط الأرض من النجوم إلا الشمس أما باقي النجوم فلا يرى لها إلا مواقع كانت فيها النجوم ثم غادرتها وتترك أثرها في تلك المواقع فنحن لا نرى من فقصة الأرض من النجوم أبدا إلا مواقعها ويعزم الإنسان من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك لو لن يكون مصولا بالوحي منبأا من قبل الخالق ألا سبحانه وتعالى قد خير الناس أن هذه المجرة سكة الدبانة أو ضرب اللبانة هي كل الكون فإذا بالعلم يثبت أن بالسماء من أمثال مجرتنا تقريبا بعض مجرتنا من نجوم مئة ألف مليون مجرة على الأقل وأن هذه المجرات تسبح في رقم من الكون يستطيع العلماء أن يقدروه الآن ذلك الرقم الذي تسبح في المجرات قطره قطره سبتة وثلاثين ألف مليون سنة ضوئية سبتة وثلاثين ألف مليون في تسعة ونصف مليون مليون كيلومترا لكم أن تتخيلوا ذلك مئة ألف مليون مجرة بعضها أكبر من مجرتنا وبعضها في حجم مجرتنا وبعضها أصغر من مجرتنا قليلا كل مجرة فيها بين مئة ألف وثلاثمائة ألف مليون نجم كل نجم له توابعه كما أن لشمسنا توابعها كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشبب ونيازف وقد أبرك العلماء لحالات المادة تكون حالات كثيرة منها أشباه النجوم ومنها النابضاء ومنها الثقوب السوداء ومنها السدم الشيء ذلك خلق عجيب يبنى فسحة هذا الكون ويؤكد العلماء على أن هذا الكون أو هذا الجزء المدرك من الكون يصمونه الكون المدرك من الكون مبني كله على وسيرة واحدة وعلى نفق واحدة وعلى نظام واحدة إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرة الكون وحدة هذا الكون هي المجموعة الشمسية إذا اخترنا واحدة أكبر يتكن المجرد إذا اخترنا واحدة أكبر التجمع المجرد التجمع المجرد يدور يعني الأجرام هذه كل منها يدور ضوارات متعبدة فالأرض تضر حول مشوركة أمام الشمس وتضر حول الشمس وتضر مع الشمس حول مركز للمجرد وتضر مع المجرد حول مركز تجمع المجرد وتضر مع المجرد حول مركز للكون لا أعلمه إلا الله حركات كثيرة جدا تدل على الانتظام وعلى الوحدة في هذا الكون المباني يشيراني إلى وحدة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته العلماء يقولون أن المادة الغالبة لبناء الكون المنظور هو غزر إدروجين غزر إدروجين أقصد العناصر المعروف لنجم في ذرته بروتون واحد وإلكترون واحد وهو أقصد عنصر العنصر الرقم واحد في الجدل الدبري للعناصر يليس الكثرة غاز الهيليم الذي ينتج باتحاد الإدروجين باندماجه غرتين إدروجين تنتج غرة إدروجين وتنطلق الطاقة وهو ذلك أوقود النجوم وباقي العناصر المجتمعة يعني الإدروجين والهيليم بشكلة لي معا أكثر من 98% من مادة الكون المنظور وكل العناصر الباقي الحديد والنحاس والرصاص والفلاتين والذهب والفضة واليورانيوم والثوري كل هذا يشكل أقل من 2% ذلك وصلوا إلى نظرية تسمى فقاص للعناصر أن العناصر المعروفة على طرف الأرض كلها أصلها غاز الإدروجين وإن بل ذلك على شيء فإما ما يدل على وحدة الصامع سبحانه وتعالى الذي يبدع كل هذه العناصر أكثر من 100% نعرفه في فسعة هذا الكون نشأت كلها من غاز الإدروجين وهو الغاز البسيط صاحب البروتون الواحد والإلكترون الواحد نشأت كل ما نعرف عن العاصر بصفاتها المتباينة وخوافتها المتعذبة من هذا الغاز إن دل ذلك على شيء كإنما يدل على وحدة ذلك الخالق العظيم وإذا عدنا إلى الأرض مرة أخرى نجد أن على فضح الأرض هذه بلايين الأنواع من أنماط الحياة حياة من فلق صورها منها وحيد الخليل ومنها الذي يتكون من ملايين الخلايا وكلها مبني أيضا على نفس النظام وحدة بناء الحياة أو صور الحياة هي الخلية الحية والخلية الحية تشبه تماما بناء العناف العناف الوحدة بناءها الضر بروتون في الوسط وإلكترونات تدور حولها كل منها يدور حول محوره ويدور حول النواة تماما كما هو الحياة مجموعة شمسية والخلية الحية ما في الشيء نواة الوسط تتحكم في نشاط الخلية الحية ويسيماس تظلوا تفتح من حولها في سائل المال روتوبلازم أو سيطوبلازم وحدة واحدة تؤكد على وحدة الخالق الذي أبدع هذا الكون الخلية الواحدة تقوم بكل أنشاط الحياة تعاطي الطعام وهضمه وتمثيله وإخراجه وتكاثر ودفاع عن النفس والتنفس وكل شيء تقوم بكل أنشاط الحياة تماما كما تقوم بها الأجساد التي تتكون من ملايين الخلايا والبيت بابر المال يقولون أن الإعجاب في خلف الخلية الواحدة قد يفوق في شدته هذه الكائنات المكونة من ملايين الخلايا تنطلمها أنفجة متخصصة وأجهزة متخصصة تتعاون فيما بينها للقيام بهذه ووضاعة الحياة المختلفة يعرف الإنسان من صور الحياة أكثر من مليون ونصف نوع من أنواع الحياة كل نوع مثل ببلايين الأفراد كلها مبنية على نفس الممط وعلى نفس الوثيرة وعلى نفس النظام الأرض مكونة من صخور والصخور مكونة من عناصر أو من جزيئات والجزيئات مكانة من الضراء والضراء مبنية على نفس نظام المجموعة الشمسية على فضحها أنماط من الحياة مكونة من خلية واحدة أو من ملايين الخلايا والخلية مبنية على نفس نظام الضراء ونفس نظام المجموعة الشمسية دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الذي أبدع هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر محداته هو ذلك الخالق العظيم الذي ليس كمثلني شيء قل أحبابا أن الله نحن فعل الذي أمتع هذا الكون بعلمه ورحمته ورحمته هو الذي خلقه مكان وهو الذي أبدع الزمان فلا المكان حصوله ولا الزمان حصوله ربنا الله تعالى فوق المكان وفوق الزمان هو الأول وفي لا هداية والوأثر في لا مهد هو الله هو الله ضرح ليه لأنه هو مهضب المكان هو خارق المكان فكيف يحكمه المكان هو مهضب السمان فكيف لكله السمامة؟ هو اللي يمزع المامة بثلاث صورها وآياتاتها فكيف تخلوه بالمامة؟ هو اللي يمزع سعطاة بتعذج ميآتها وطلقاتها وصورها فكيف تشكمه بالطلقات؟ وإذن حينما أرد ربنا فرمت على أن يطلق بابه العليا قال ليس كمثله شي شي شيء وهو خمير الحصول وعلماءنا اخوا lookingالي كل ما خطر البارئ فالله مغيون البابه ورسول من الله ان يحلب هو صار أن نتكذكر في صفات الله ولا نتكذكر في بعده نتكذكر في صفات الله ولا نتكذكر في ذاتك لا أريد أن أخبرك هذا الموضوع قوي وجواني الخدرة المعليمية في كل جزئية في هذا الكون هي آية ناطقة بوحدة هذا خلق العظيم وبعلمه وحضرته وحنك أفرقوا أباك الأمور لأولادكم لعلقها نفع الحق بالشحظة وأسأل الله تعالى في هذا الجبعي الكريم وفي هذه البيضة المباركة وفي هذا المكان الصهر العظيم أن يجعلني وإياه من أفرقون القول فأتبعون أحسنه وأن يعيني وإياه وعلى حمل آمانك التبريد وعلى فهم هذا الدين وللعزاج به حتى نظر الله تعالى وهو رب العمى وأخذ تعواته الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واداه ودعا بدعواته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب في الله وحييكم مرة أخرى بالخية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يتساءل الكثير كيف يمكن لنا أن نجعل عنوان هذه المحاضرة المفهوم الجيولوجي للجبال في القرآن الكريم وقد يثير العنوان من التساؤلات الشيء الكثير هل يمكن للقرآن الكريم أن يحتوي على معلومات جيولوجية وهذا فرع من فروع المعرفة الإنسانية لم يتطور ولم يتبلور إلا منذ سنوات قليلة المضب وهنا أقول أن محاولة فهم الإشارات الكونية في كتاب الله ضرورة ولكنها لها ضوابطها فالقرآن الكريم في الأصل كتاب هداية كتاب عقيبة وعبادات وأخلاق ومعاملات كتاب نزل من رب العالمين ليجيب للإنسان على التفاؤلات الكلية التي لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يجد لها إجابة صحيحة الإنسان مهما كان مستواه الفكري وثقافته وعلمه مهما كان مستواه الخضاري مهما كانت إمكاناته الشخصية لا بد له أن يجد إجابات شافية على عدد كبير من التفاؤلات التي تتربد في قلبه من أنا من الذي أرسلني إلى هذه الحياة ما هي رسالتي فيها كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأنفل ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة هذه قضايا كنية لا يستطيع الإنسان مهما أوثي من أسباب الفكر ومهما أوثي من أسباب الذكاء ومهما أوثي من أسباب المعرفة أن يصل لوحده فيها إلى إجابات صحيحة ومن هنا كانت ضرورة الأديان السماوية ومن هنا كانت ضرورة الرسالات التي أخذت تطرى رسالة بعد رسالة ومن هنا كانت ضرورة هذا الوحي السماوي الذي ظل يتنزل عبر أجيال من الرسل حتى تكامل في بعثات المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نقول أن القرآن ليس كتاب علم ليس كتاب جيولوجيا وليس كتاب خلق وليس كتاب كيمياء وليس كتاب فيزياء وليس كتاب رياضياء ولكنه بيان من مبدع المجود وفي خياق لاستشهاد على عظمة الخالق العظيم وعلى وحدانيته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى تقديره وتدبيره وإبداعه فيه كل ما صنعه يتعرض القرآن الكريم في إشارات عاجلة إلى أشياء هذا الكون إلى كل ما في هذا الكون الإنسان الحيوان النباة الأجرام السماوية على اختلافها الشمس القمر النجوم الأسلاك المياه الجارية الرياح العاصفة والحامية الصخور مكونات هذه الصخور تأثير الرياح والمياه حينما تجري على هذه الصخور الجبال السحب كل هذا يتعرض الله القرآن لكن لا يتعرض لهذه الأشياء بمفهومنا العلمي الآني على أنها وصف لهذه الأشياء وصفاً علمياً كما ينظره تحت المناهج العلمية التي تدرونها الآن ولكنه يعرض فيها في إشارة عاجلة إلى خدرة الخارس سبحانه وتعالى وإلى إبداع صنعه وإلى إحكامه وإلى ثبيره وبما أنها بيان من الله فهي حق مطلق حق لا يأتيهم باطلهم بين يديه ولا من خلفه حديث الذي خلق والذي أبدع وهو الذي أدرى بصنعته ممن سواه ولذلك نقول أن هذه الإشارات لم تقصد لذاتها وإنما أتت في معرض الإشهاد على عظمة الخالق وإبداع صنعه ويقى القرآن الكريم مميزاً عن كل حديث البشر وكل كلام الناس لأنه كلام رب العالمين فيه ميزة واضحة القرآن يعرض لأفكاره المختلفة وبياناته ومعلوماته المختلفة في صياغة غاية في البساطة وغاية في الشموط تأتي آية في ألفاظ قليلة ليرى فيها أهل كل جيد فهماً معيماً وتظل هذه الأسهام المتتالية من آية الواحدة تتسع عبر الأجيال دون تماكن في تكامل واضح دون أدنى تضاف وليس هذا بغير كلام الله ولذلك يعلمنا رسولنا صلاة الله وسلامه عليه أن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كفرة الرب بمعنى أنه كلما نظر فيه الناظرون رأوا فيه شيئاً جديداً وليس هذا بغير كلام الله من هنا أرى أنه من الواجه على كل متخصص في حقله وكل إنسان رزقه الله شيئاً من العلم في جنبات هذا الكون أن يضغف هذا العلم في فهم جديد لكتاب الله لا يجب أبداً أن نبقى قافرين على التفاثير القديمة على ما فيها من علم جديد وعلى ما فيها من جهد عظيم وعلى ما فيها من جهاد صادق لفهم آيات الله وتفلح هؤلاء الأفاضل هؤلاء المفسرون هؤلاء العلماء بكل أسباب الفهم لكتاب الله فحماً للغة وقواعدها وأصولها فحماً لأسباب النسون فحماً بما شرحه رسولنا صلوات الله أسلامه عليه ورواه التابعون وفارع التابعين وضفوا ذلك كله في فهم لكتاب الله ولكننا تحقيقاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب المعجز لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كفرة الرد لا بد لنا في كل عقص وفي كل جيل أن نوظف كل ما توفر نبأ البشرية من صور المعارف في فهم لكتاب الله وتظل معاني فرآن الكريم تتسع جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر وأمةً بعد أمة حتى تتحقق هذه النبوءة المحمدية الصادقة أن هذا الكتاب لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كفرة الرد وقد كتبت منذ سنوات طويلة مقالاً عن ضرورة فهم هذه البشرات العلمية في كتاب الله لأنه لا يجوز أن تتسع مدارك البشر في مجالات العلوم المختلفة ويبقى المسلمون يحيون على هذا الفهم القديم على رحته وعلى سلامته وعلى ما فيه من صد ولكن لا بد لنا أن نوظف كل ما يتوفر لنا من صبل الإدراق لأشياء هذا الكون في فهم كتاب الله ونحن نسلم بأن القضايا الأخلاقية والقضايا التشريعية والقضايا العبادية تعبدية وقضايا المعاملات قضايا ثابتة ولكن الذي أريد أن يتجدد فيه الفهم هو فهم الناس لهذه الإشارات إلى أشياء هذا الكون في ظل من هذه الدائرة التي تتفع بطريقة مستمرة عن أشياء هذا الكون وهنا وهنا ودي أن أؤكد أن المحاذيص التي أثارها كثير من المخلصين بأن لا نتسع في هذا الاتجاه ربما كانت لها وجهتها في القرون أو في السنوات الأولى من هذا القرن ربما كانت لها وجهتها في الأزمنة السابقة حينما كانت معرفة الإنسان بالكون وأشياء محدودة للغاية أما الآن وقد وصلت العلوم الكونية والعلوم التجريبية إلى شيء من النظر لا نقول أنها وصلت إلى الكمال ولكنها إلى شيء من التكامل نتيجة لهذا المنهج العلمي المنتظم المنضبط الذي وضع أصهه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والذي وضع أصه المسلمون حقيقة في مطلع أصه المهضة الإسلامية استطاع الإنسان أن يخذ بهذا المنهج المنضبط الملاحظة والاستنتاج والتجربة والملاحظة والاستنتاج إلى كم من المعلومات وصل في آوينتنا هذه إلى شيء من النظر لا بد من توظيفه في فهر هذه البشرات إلى أشياء الثور في كتاب الله لا أريد أن أتوسع في هذه القضية ولكنني أردت أن أوضح موقفي لهذه القضية أنا ممن يؤمنون بأن التسخير عمل بشري يصدق فيه الإنسان ويصيد ولا ينتقف ذلك أبداً من كمال القرآن الكريم ككتاب إلهي كبيان سماوي من رب العالمين أبداً ليفسر المفسرون كما يشاءوا بضوابط ثابتة لا بد لهم من فهم دقيق باللغة وأساليبها وقواعدها وأسرارها فهم دقيق بأسباب النزول فهم دقيق بالآيات التي تهرب رسوله صلى الله عليه وسلم بشرحها في حياة شريفة صلى الله عليه وسلم والفهم الذي استوحاة فحابته الكرام عليه الله والتابعون وتابع التابعين كل هذا لابد من استفائه ثم إذا تركت قضية لم تتعرض لها هذه التفاسير القديمة لا بد لنا من استعيث تهمها في إطار ما توفر لدينا من معارض في هذه الآورة والخوف من أن يخطأ المفسر أو يصير لا محل لها لأن التفسير كما عشر جنه دون بشرين وكما أخطأ المفسرون في الماضي باستخدام اللغة وقواعدها أخطأ كثير المفسرون من المفسرين وأمامهم الضغط ولم يتقص ذلك من شأل الصعام الكريم كبيان رباني سنوي صحيح من هذه النقطة بدأ نفر من المسلمين في هذه السنوات القليلة يحتمون بالإشارات الكونية في كتاب الله وكنت أحد المساهمين في هذا المجال وعدت لتوي من مؤتمر وقد في فاكستان ومشاهر تقريباً عن الإعجاز العلمي في تابع القرآن الكريم والسنة النبوية المضخرة وعرض في هذا المؤتمر عبد كثير من البحوث في مختلف مجالات المعرفة من علماء أفاضل متخصصون وأفهمت في هذا المؤتمر ببحث عن الجبال في القرآن الكريم أو المفهوم العلمي والجيولوجي للجبال في القرآن الكريم وأردت أن أوجز هذا إليكم في عجالة سريعة وأطرق الباقية لإستثاراتكم إن شاء الله تعالى يعرض القرآن الكريم للجبال في 39 آية صريحة ثم بالإشارة غير الصريحة في عشر آيات أخرى هذه الآيات التس وأربعين التي وردت فيها الإشارة إلى الجبال وردت في مضامين كثيرة متعددة منها ما تحدث عن الجبال بوصفها مرتفعات على فطح الأرض شابهة ومنها ما استخدم هذا الشموخ في سبيل الاستعارة والإشارة ومنها ما تعرض لجبال لها أحداث تاريخية معينة أو كانت مصرحا لمعجزات حدثة كجبل موسى عليه السلام ومنها ما أشار إلى استخدامات الجبال بواسطة الإنسان والحيوان على حد السواء ومنها ما أشار إلى وظيفة الجبال على فطح الأرض وإلى تركيبها وهذا الذي أقصد به مفهوم الجيولوجي للجبال ومنها ما أشار إلى مصير الجبال في الآخرة ومنها ما أشار إلى الجبال على أنها من المسبحات لرب الأكوان ورد ذلك في إثنة عشرة آية صريحة منها قول الحق سبحانه وتعالى رحمة الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وهذا هو المفهوم الأول المفهوم العلمي الأول من الجبال كما يعرض له القرآن الكريم منذ ألف وأربع مئة سنة الجبال أوتادة ثم نقرأ في صورة الرعب قول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها ذوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجعل فيها رواسية وهي الضغيفة الثانية للجبال على صف اليد ثم نقرأ في صورة الحجم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وألبتنا فيها من كل شيء موزون تأكيد مرة أخرى على أن الجبال رواسي ونقرأ في صورة النحر قول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسية أن تميذ بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون رواسي وأنها تحفظ الأرض من الميت وفي صورة الأنبياء يقول الحق سبحانه وتعالى وجعلنا في الأرض رواسية أن تميذ بهم وجعلنا فيها سجاجا سبلا لعلهم يهتدون مرة أخرى رواسي تحفظ الأرض من الميت وفي صورة النم يقول الحق سبحانه وتعالى بالله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وفي صورة رقمان يقول سبحانه وتعالى بالله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد فرونها وألقى في الأرض رواسية أن تميذ بكم وبث فيها من كل باب وأنزلنا من السماء ماء وفي صورة فصلة يقول الحق سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وفي صورة قاف والأرض مبدناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ويقول الحق سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كثاثة أحياء وأمواثة وجعلنا فيها رواسية شامخات وألقيناكم ماء تراتا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صورة نازعان ثم يعرض الصالي الكريم إلى العبرة من وقوف الجبال بهذا الشموخ وهذا الاستفاع على سطح اليابسة سيقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصرت وإلى الأرض كيف رفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بالنصر فأن الله تعالى يريد أن ينبه الأذهان الإنسانية إلى مدلول مقوف هذه الجبال منتصلة فوق سطح الأرض بهذا الشموخ وهذا الاستفاع وأن في ذلك عبرة ما بعدها عبرة وآية تشتدع النظر والاعتبار والتفكر ثم نقرأ في صورة صاصر قول الحق سبحانه بالله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الله عزيز رفور نتحدث عن تركين الجبال من جدد بيض وهم مختلف ألوانه ثم نقرأ وترى الجبال تحسبها جاملا وهي تمر مر السحاب وهي هذه الآية على رغم اختلاف المفسرين في أمرها تدل دلالها بقاطعة على دوران الأرض وعلى تحركها وتحرك الجبال بحركة السحاب بليل على حركة الأرض وحركة الجبال وحركة السحاب في حركة واحدة هذه الإشارات التي نزلت منذ أربعة عشر قرنا تحدد بدقة بالغة وظيفة الجبال على فطح القرق الأرضية أنها ألفات وأنها رواسي مثبتات وأنها تحفظ الأرض من الميت وأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى انتصاد هذه الجبال فوق صفح ريابسة على أنها آية تستحق الاعتبار وتستحق النظر وتستحق التفكر وأنه يؤكد على حركة الجبال مع حركة الأرض وحركة السحاب هذه هي المفاهيم العلمية التي وردت للجبال في القرآن الكريم ونزل بها هذا الكتاب السماوي منذ أربعة عشر قرنا في صيازة شاملة دقيقة معجزة بالغاية ووزم الإعجاب هنا يتلخص في أن العلماء على الرغم من نظرهم إلى الجبال وبراثتهم لها عبر قرونة طويلة لم يصلوا إلى فهم شيء من ذلك إلا منذ سنوات قليل فلو أمسكنا بأي قاموس في الجيوريجي أو في الجغرافي أو دائرة معارف من الدوائر المطبوع حديثاً بين أيدينا وقرأنا عن الجبال وجبنا أن هذه القواميس وهذه المنصعات لا تزيد في وفط الجبال عن أنها نطوءات أرضية أنها مرتفعات على فطح الأرض تزيد عن 600 متر فإذا قلت عن 600 متر أصبحت تلالة وإذا قلت عن 300 متر فتصبح تلال صريحاً ليس أكثر من ذلك ورد ذلك في إثنتي عشرة آية صريحة منها قول الحق تبارك وتعالى في سورة النزعات لله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض من هذا والجبال أوتاداً وهذا هو المفهوم الأول المفهوم العلمي الأول من جبال كما يعرض له القرآن الكريم منذ 1400 سنة الجبال أوتاداً ثم نقرأ في سورة الرعب قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواكية وأنهار ومن كل السمرات جعل فيها ذوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجعل فيها رواكية وهي الوظيفة الثانية للجبال على صفح اليابثة ثم نقرأ في سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواكية وأنبتنا فيها من كل شيء موزوم تأتيب مرة أخرى على أن الجبال رواكية ونقرأ في سورة النحر قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواكية أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون رواكي وأنها تحفظ الأرض من الميت وفي سورة الأنبياء يقول الحق تبارك وتعالى وجعلنا في الأرض رواكية أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون مرة أخرى رواكي تخفظ الأرض من الميت وفي سورة النمن يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواكية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله من أكثرهم لا يعلمون وفي سورة رقمان يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمر فرونها وألقى في الأرض رواكية أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به نبات كل شيء وفي سورة فصلة يقول الحق تبارك وتعالى وجعل فيها رواكية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وفي سورة قاف والأرض مددناها وألقينا فيها رواكية وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وفي سورة النابعات ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواكية شامخات وألقيناكم ماءا فراتا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم سورة نازعان ثم يعرض القرآن الكريم إلى العبرة من وقوف الجبال بهذا الشموق وهذا الاختفاع على سطح اليابسة فقل حق صبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف هلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تنكحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليكم بمساق فأن الله تعالى يريد أن ينبه الأدهان الإنسانية إلى مجلول مقوف هذه الجبال منتصلة من فطح الأرض بهذا الشموق وهذا الاختفاع وأن في ذلك عبرة ما بعدها عبرة وآية تستدع النظر والاعتبار والتفكر ثم نقرأ في صورة خاطر قول الحق صبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جبد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه وكذلك إنما يحشى الله من عباد العلماء إن الله عزيز نصور نتحدث عن تركيب الجبال من جدد بيض وهم مختلف ألوانها ثم نقرأ وترى الجبال وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر الصحاب وهي هذه الآية على رغم اختلاف مفسرين في أمرها تدل دلالها القاطعة على دوران الأرض وعلى تحركها وتحرك الجبال بحركة الصحاب ذليل على حركة الأرض وحركة الجبال وحركة الصحاب في حركة واحدة هذه الإشارات التي نزلت منذ أربعة عشر قرنا تحدد بدقة بالغة وضيفة الجبال على فصح الكرة الأرضية أنها أوتات وأنها رواسي مثبتات وأنها تحفظ الأرض من المين وأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى انتصاد هذه الجبال فوق فصح اليابسة على أنها آية تستحق الاعتبار وتستحق النظر وتستحق التفكر وأنه يؤكد على حركة الجبال مع حركة الأرض وحركة الصحاب هذه هي المفاهيم العلمية التي وردت للجبال في القرآن الكريم ونزل بها هذا الكتاب السماوي منذ أربعة عشر قرنا في طيازة شاملة دقيقة معجزة للغاية ووجه الإعجاز الهدى يتلخص في أن العلماء على الرغم من نظرهم إلى الجبال ودراستهم له عبر قرونة طويلة لم يصلوا إلى فحش شيء من ذلك إلا منذ سنوات قليلة فلو أمسكنا بأي قاموس في الجيولوجيا أو في الجغراق أو دائرة معارض من الدوائر المطبوعة حديثاً بين أيدينا وقرأنا عن الجبال وجبنا أن هذه القواميس وهذه المنصعات لا تزيد في وص الجبال عن أنها مطوءات أرضية أنها مرتفعات على سطح الأرض فزيد عن ستسمائة متر فإذا قلت عن ستسمائة متر أصبحت كلاماً وإذا قلت عن ستسمائة متر تصبح كلام صريعاً ليس أكثر من ذلك وقد حاولت أن أستعرض في عشرات من الخوامي العلمية واللغوية وعشرات من دوائر المعارف نفهوما عخريا للجبال لم أجد شيئا أكثر من ذلك أنها بروزات على فطح الأرض تتعدى فاستفاعها 800 مم فإن مقفقت عن ذلك أطلحت ثلالا وإن قلت عن 300 مم كانت ثلالا صغيرة وعجبت من الذي أدرى محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرما بأن الجبال أوتاد وهذه الحقيقة لم يتوصل إليها العلم إلا منذ سنوات قليلة بدأت موادرها في النصف الأخير من قبل التاسع عشر حينما كان عدد من المساحين البريطانيين يقومون بعملية مساحية في الهند بالقرب بالجبال الزمالعي فلاحظوا أن الأجهزة التي يستخدمونها تنجذب إلى الجبال فتؤدي إلى أخطاء الخراءات فقدروا كتلة الجبال المساحة في الارتفاع ومتوسط الارتفاع قدروا الكتلة في متوسط كثافة مادة فخرية المكونية للجبال فوقلوا إلى كتلة الجبال ثم فوجئوا بأن جذب الجبال لهذه الأجهزة لهذا البين المندون المتدلم على الجذة أقل بكثير من كتلة الجبال واحتاروا كتاب من ذلك كيف يمكن لهذه الكتلة الهائلة التي تتفع إلى آلاف الأمطار خدمة إفرس فتفع إلى ثلاثة 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 ثانية واربعين نترة فقططح ليابتك كيف يمكن لهذه الكتلة أن لا تتمكن من جذب البندون إلا بهذا القدر الضئيل فقالوا هل يمكن أن يكون جوز الجبال هذه فارغة أن هذا شيء من سحر الهند واستمر هذا الاختراض سمون هذه القضية بمشكلة الهند مشكلة الهند أرض السحر وأرض الأمور الغامضة الكثيرة لم يستطيعوا أن يتفهموا حقيقة ندلون عدم جذب الجبال لبندول الأجهزة المساحية جذبا كافيا إلا بعد ذلك بسنوات طويلة واسترد العلماء لذلك فروغ متعددة هل يمكن للجبال أن يكون لها أوتاد تنغرس في مادة أفقى وتغوص هذه الأوتاد بمادة خفيفة ويؤدي ذلك إلى أن حساباتنا لكثلة الجبل تصبح أقل بكثير من الحسابات التي تتفرض بمتوحف الكثافة الأرضية هكذا أرادوا أن يحلوا هذا اللج وأن يصلوا إلى تصور لفه وعينهم على فه لماذا لا تجذب الجبال بقدر قتلتها بندولات أجهزة المساحة المختلفة وظل هذا الأمر في مد وجد ويختلف حتى وصل العلماء في أواخر الستينات من هذا القرن يعني منذ أقل من عشرين سنة توصل العلماء حق القطن إلى أن الجبال لها أوتاد وأن هذه الأوتاد قد يصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى أكثر من عشرة إلى خمستاشر ضعف ارتفاع الجبل على فطح الأرض بمعنى أن جبل مثل إبريس قمة إبريس تصل الصاحة إلى حوالي 9 كمترات تقريبا لابد أن لها في عمق اليابسة وسدا يبلغ عمقه 90 كمتر وأن بعض الجبال يصل لهذا الوسد إلى خمستاشر ضعف ارتفاعها فبدأوا يفسرون لماذا هذه الجبال وكيف تتكون لماذا هذه الأوتاد تسموها الجبال أما التعبيد القرآني هو الأوتاد والوتد تعبيد القرآني في غاية الدكر لأن الجبر قد يتفرع وهذه لا تتفرع الوتد وصف ذقيق والوتد بطبيعة وصفه طبيعته ينغرس أغلبه فيما يدق فيه والجبر بغير ذات فقد ينغرس كله فالتعبير بالوتد تعبير في غاية الدكر وهو بالضبط لو نظرنا إلى الجبال على أنها متوقات أرضية لها انتداد إلى ما هو تحت السطح يطيق إلى عشرة إلى خمستاشر ضعف هذا الاسبع سطحي كان الوصف بالوتد وصفاً في غاية الدكر نظر العلماء يدرسون الجبال سنوات طويلة ووضعت فروض كثيرة لتصنيف أنواع الجبال وصف أشكالها وهيئاتها ووضع نظريات لتكونها ولكن كانت هذه الفروض كدها تصطدم بملاحظات كثيرة تحول دون تمام التهم حتى خرج علينا العلماء كما أشرت في أواخر الستيناس بنظرية جديدة قلبت علم الأرض على رأسه غيرت كثيراً من المفاهيم في علوم الأرض وكانت المفاهيم القديمة تقول بأن الغالبية العظمى من حركات حركات رأسية وقد كان هذا استقاءاً من وضع الجبال صورة رأسية فقالوا أن الغالبية العظمى من الحركات الأرضية حركات رأسية فأتت هذه النظرية لتؤكد بأن الحركات العظمى على خطر الأرض هي حركات جانبية وأن الأرض تتكون من قشرة صخرية تحتها مواد لذنة وتتمايز هذه المواد تحت قشرة في نطق متعددة اللب الداخل وهو فل يغلب عليه الحديد والميكل كما سأريد في بعض الشرائح الآن ثم اللب الخارجي وهو مادة فائلة والوشاح الخارجي الوشاح الداخلي وهو صلب الوشاح المتوسط وهو مادة لجنة والوشاح الخارجي وهو مادة صلبة تكون مع قشرة الأرض هذا المطاق الصخري الذي يغلب هذه الأرض وأن هناك ممصان من قشرة الأرضية قشرة تكون القارة وهي قشرة خفيفة نسبية وقشرة تكون قعام البحار والمحطاط وهي قشرة ذات كثافة عالية قليلا وأن العلماء تخيلوا أن قشرة مادة القارة قشرة نسبية حديدة أنها كانت في الأصل كلها غلالة من مادة قعام البحار والمحطاط تكونت منها مادة القارة وأن هذه الغلالة أو هذا الإطار الصخري من المواد البازلفية التي تكون مواد فقيلة التي تكون قشرة قعام البحار والمحطاط تشقفت فتحولت إلى عدد من الألواف منفصلة بصدوع وأن هذه الصدوع يخرج منها الصهارة الصخور المصهرة مما هو تحت القشرة فتؤدي إلى ذكع بعضها بعيدا عن بعض وارتصامها في أطرافها الأخرى ببعض ومن هنا أصبح لكل لوحة من هذه الألواح نمطان مختلفان طرفان مختلفان تماما طرق تتباعد فيه الألواح عن بعضها باندفاع صهارة صخرية جديدة مما هو تحت القشرة وتكريب قشرة جديدة بطريقة مستمرة وهذا يتم فوق قعان البحار والمحطاط ولاحظ العلماء أن هناك صدوة كبيرة شقوق هائلة تصل أطوالها بآلاف الكيلو متران تشوق قعان البحار والمحطاط تنبعث منها الصهارة الصخرية لتكوذ خور جديدة بطريقة مستمرة فكأن قعان البحار والمحطاط تتمدد بطريقة مستمرة ولما كان حجم القرار الأرضية ثابت فلابد أن هذه الألواح تفتضل ببعضها في الاتجاه الآخر وتنزلق بعضها تحت المعض الآخر وتنصهر لتهضم بالكامل ولذلك تتجدد مادة خعان البحار والمحطاط بطريقة مستمرة وحينما يحدث ذلك يكون أغوار أغوار المحطاط ليست في وسط المحيط كما كان يتخيل الناس الماضي ولكنها عند الثقاء لوحين بعضهم دوا لأن حينما ينزل لوح صحري تحت لوحة تخصير آخر يتكون أعمق عماق المحيط كما يحدث عند جزر الفلسطين أو يحدث عند جزر اليابان أو يحدث عند أطراف الأمريكاتين أطراف الغربية للأمريكاتين هذه أعمق عماق المحيطات وكان الناس الماضي يتخيلون كما كنا ندرس في دروس الجغرافية قديما أن أعمق أجزاء البحار والمحطاط هي أواصفها وهذا ليس فحيط العماق السحيطة للجحار والمحطاط حينما يتحرك لوحة من هذه الألواح تحت لوحة آخر وفي هذه المنطقة تتجمع كميات هائلة من أصخور الروسوبي ثم حينما يندسع الروس تحت لوحة آخر يزيش من الصهارة من الصخور المطهرة كميات هائلة فيؤدي إلى فوران بركاني وإلى وجود فوهات بركانية كثيرة إما في وسط البحار والمحطاط أو على اليابان هذه الجزر البركانية هي بداية تكون الخارع يرى العلماء أن أول ما حدث تكون شيء بارز ضوء المياه مياه البحار والمحطاط كانت مجموعة من جزر البركانية هذه الجزر البركانية ظلت سنة حتى كونت كارة صغيرة وظلت تزين في الحجر حتى كونت كارة عادية ثم بدأت تلططن بغيرها من القارات أو تلتحد مع غيرها من القارات حتى تكونت المادة القارية أو المادة القشرة القارات التي نعرفها الآن حينما تصطدم هذه الألواح ببعضها ويكون هذا الغور الشديد الذي تتجمع فيه صور رصبية بآلاف الأمطار عشرات الآلاف من الأمطار وتداخل ثورات بركانية صور بركانية كثيرة ومداخلات نارية كثيرة نتيجة للإزاحة التي تؤديها نرح الهابط ونتيجة لانصهار هذا النرح أيضا حينما يحدث ذلك ستتكون ثلاثة جبلية عادة وتمر هذه الثلاثة جبلية في دورات كثيرة بزاية بالجبال البركنية المحر ثم الجبال البركنية التي تختلط معها صخور رصبية ثم الجبال البركنية التي تختلط معها صخور بركانية وصخور نارية وصخور متحولة وهذه لا تحدث إلا حينما تصطدم قارة بقارة أخرى كما هو الحال بين الهم وآسل وحينما يسم ذلك تتوقف حركة الألحين المصطدمين تماما ويقول العلماء أن اللوحان المتحركان يأثيان إلى مصة التوقف وثباث كامل وحينما تتكون الجبال بأوسابها العميقة التي تنغرف في مادة لدنة تحت القشم الأرضية هذه الجبال تكون في حركة حياة مستنافة حينما يتكون الجبال في شبابه في مهده يكون عاليا للستفاع شامخا للغاية مثل جبال الهملاي والجبال في قمة إفرس ثم تبدأ عوامل التعارية تأكل من قمة هذا الجبل وتوقي في المنخفضة من البحار المسلطان فحينما تهدف هذه الرسوليات في مكان المنخفض فتحرك الصورة الصخرية بنفس القدر الذي أطيت به هذه الرسوليات إلى قاعدة الجبل فترفعه إلى أعلى ويظل الجبل بهذه الصورة كلما أكلت من رأسه من خمته عوامل التعارية ارتفع إلى أعلى ويظل هذا الهمتع مستمرا حتى يصل سمك الوسد الجبل سمك القشرة الأرضية فيتوقف الجبل عن حركة بالكامل يظل الجبل يرتفع كما كان هناك يعني يشبهونه بجبال الزليل في وسط البحار كلما يعني الجبال جزء منها ظاهر وجزء منها ظائف سميان فكلما ظهر من جبل الجليل كمية من الجليل ارتفع ويظل هكذا حتى يذوب الجبل بالكامل هكذا الجبال الصخرية لها أوساد عميق تنغرب في مادة مدينة أعلى كفافة وتظل هذه الجبال كلما أكلت من خدمها عامل التعريح ترتفع كلما أكلت من خدمها ترتفع حتى يتساوى سمك الوسد بسمك القشرة الأرضية التي لا تعرضها 30 إلى 40 كم فإذا وصل الأمر إلى ذلك توقف الجبل عن حركة تماما واعتبر ميتا وتظهر هذه الأوتاد على سطح بفعل عامل التعريح ونرى فيها أنماطا من الصخور مغايرة تماما لصخور التي لعرفها على طفح الأرض فيها صخور الزايا هند الألماس والليافوت والمعاب التي تحتاج إلى ضغوط عالية وحرارة عالية في تكوينها ولذلك توجد في أوتاد الجبال ونحن نرى هذه الأوتاد في أواصف القرار الآن الأوتاد القديمة في أواصف القرار مما يؤكد على أن العملية التي تمت بها بناء القرار هي عملية بناء الجبال وأن القارة لا تستكر في مكانها إلا بعد أن تكون هذه الجبال قد وصلت إلى قدر من النمج وقدر من التعريح أدى إلى ارتفاع وفدها ليصبح جزء من أشرف الأرضية ولذلك نجد أنها اليوم نجد أن جميع الثلاثة الجبالية توجد على حواف القرار لو نظرنا إلى الشواطئ الغربية للأمريكتين الرقض والأنديس إذا نظرنا إلى الشواطئ الشمالية لأفريقيا وشواطئ الجنوبية لأوروبا جبال الأطلق في شمال أفريقيا وجبال الألب والبرانس في جنوب أوروبا جبال طوروس في جنوب فركيا جبال فاجروس بين الجزيرة العربية وإيران جبال الهملايا بين الهند والقارة الأسيوية نجد أن الجبال تتكون على حواف هذه الألواح على حواف القرار عند اصطدام هذه الألواح بعضها ببعض فأثبت العلم الحبيب أن هذه الجبال لها أوتاة وهذه الأوتاة رسمت بدقة بالغة عن طريق أساليب فيزيائية كثيرة المغناطية الكهربائية الموجب الصوتية رسمت بدقة بالغة واتضح لنا أن هذه الأوتاة لها عشر إلى 15 داع ارتفاع الجبال على طفل ياريكي ومن هنا يقف الإنسان متعجداً خاصة من غير المسلمين المسلم يؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله وهو الوحو السماوي الذي لا يأتيه الباصل من بين يديه ولا من خلفه فحينما يقول حق تبارك وتعالى أن الجبال أوتاة فهي أوتاة ولكن غير المسلمين يقفون مدهولين كيف كان أمسن لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لأحد من معاصري أن يدرك هذه الحقيقة التي لم يدركها العلماء إلا بعد جهاد طويل مستخدمين أدفت الجزء والأدوات ليصلوا إلى تصور أن الجبال لها أوتاة ثم يأتي التعبير القرآن بهذه الدقة البالغة أنها أوتاة بينما العلماء يكونون جذوب هذه الإشارة للمسلمين ولغير المسلمين على حد سواء إلى أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بحفظ من الله بنفس اللغة التي نزل بها كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة الإشارة بينما ضيعت كل الكتاب السماوية السابقة أو حرفت أو جذلت أو غيرت فخرجت عن قطارها الرباني وفقدت هذا جلال الربوبية هذا ليتراء لنا في كلمة القرآن الكريم ثم يقول حقبارك تعالى ممتنا على عباده بأنه أرسى الأرض بالجبال والقرآن الكريم يتحدث كثيرا عن الأرض بمعنى هذه القشرة اليابسة التي يحيى عليها الإنسان والحيوان والنبات فتقول حقبارك تعالى الجبال أرسى وأن تليد بكم خشف أن تليد الأرض بنا ويقول العلماء أن هذه الألواح تتحرك بمعدلات هائلة تنزلق على المادة التي توجد تحتها وتتحرك بمعدلات هائلة خاصة في الأدنات الجرية السحيقة كان دوران الأرض أسرع من دورانها الحالي وكانت معدد تحرك هذه الألواح أسرع بكثير من معدلاتها الحالية والذي تبلغ بضع الصمتين تراضح السماء يقولون أن حركة الألواح هذه كانت أعنى ما تكون قبل تكون الجبال فحينما تتكون الجبال هذه الأوتاد تبطئ من حركة الألواح من انزلاقها فوق المادة اللذنة التي توجد تحتها نتيجة لاستضامها فهذه الأوتاد تبطئ من الحركة وبذلك يصبح لهذه القشرة إمكانية أن يتم عليها نمط من الحياة ولو لم تكن الجبال موجودا لكانت هذه الحركة على بطئها لا تسمح برص طريق أو بذرع نبتة أو ببناء بيت أو حتى إكشف ما كان يمكن بذلك لأن كل هذا كان ينهار لأننا ندرك الآن أن هذه الثلاثة التي تتكافر عند حواس القرار عندما تلتقي هذه الوحة بعضها يعني بالرغم من وجود الجبال وتثبيتها ويعني انتصاصها للكثير من هذه الصدمات تظل هذه المناطق مثل مناطق الفلبين واليابان وإندونيسيا والساحل الأربية للأمريكتين مناطق بركانية نشطة ومناطق زلزادية نشطة يضيح فيها مئات الألات من الناس لنتيجة لهزة أرضية أو لهوران بركاني وكنت أتحدث مع طلابي بالأمس قبل الأمس عن رجل يصف بركاني صار في جزب المارتينيك في البحر الكريمي يقول في خلال خمس دقائق أبين أربعين ألف نسمة خدثوا تماما خمس دقائق من فوران بركان واحد أبين أربعين ألف نسمة فأقول أيها الأحباب هذه الجبال هي التي أدت إلى إرساء الألواح الأرضية والتي مبتنة الإنسان والحياء والنباب من العيش بإرادة الله سبحانه وتعالى من العيش على هذه اليارثة ولولا هذه الجبال ما أنكمل الإنسان أن يجني عشصا لنفسه لا أقول أمارة عالية عشصا لنفسه أو أن يضطف طريقا أو أن يزرع نبخة واحدة بل كانت هذه الحركة كفيلة بهجم كل شيء من أمور هذه الحياة التي يحتاجها الإنسان والحيوان والنباب في وجوده على طفل هذا بإنجاز المفهوم العلمي للجباس الثاني الكريم أنها أوساد وأنها مثبتات للقشر الأرضية وأنه بدونها لم يكن هناك إمكانية للحياة على فتح القشرة على الإطلاق لا أريد أن أطلع أفضل ذلك أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يسمعون القولة فاتبعون أحسنا ومن ينفعون بكل آية من يراها في جانبات هذا الكون وأخذ دعوانا عن حد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور الفاضل كثرة في الآوينة الأكيرة من يقول باستخراج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وذلك من خلال ما أثبته العلم الحديث من نظريات فماذا تقولون لو أثبت العلماء إحدى النظريات ثم استخرجنا ما فيها من إعجاز أشار إليه القرآن الكريم ثم تبين خطأها بعد ذلك خاصة أن هؤلاء العلماء بشر يصيب ويخطئ فماذا تقولون في ذلك وأجزاكم الله خيرا لعلي حاولت أن أشير إلى هذه النقطة بالذات في مطلع حديثي فقلت أن رسولنا صلى الله عليه وخلامه عليه علمنا بأن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلقه على كفرة الرد وفي هذا تحريض لنا على أن نعيد النظر في فهم لآيات الله من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان وأكرر مرة أخرى أن التسير يبقى جهدا بشريا يمتابه ما يمتاب العمل البشري من نقص وعظم كمال فإذا أصاب المفسر له أجران وإذا أخطأ له أجر ولا يمس ذلك كرامة القرآن ولا شرف القرآن ولا عصمة القرآن من قريب أو بعيد لأن يبقى التفسير عن البشر أحد حتى لو استخدم الإنسان في ذلك نظرية ثبت قطلا وأنا لا أقول أننا ننوضف الفروض والنظريات في فهمنا الإسلام الكريم لكن يجب أن لا نوضف إلا الحقائق التي ثبت والتي ثبت أن هناك ما يدعمها من الملاحظات الحسية في جمال هذا الكون الشيء الكثير لا نستخدم الفروض ولا النظريات في فهمنا الإسلام الكريم ولكن نستخدم ما ثبت لنا من حقائق علمية فمثلا تفجر قعام البحار والملاحظات بالناس واتساعها بحريقة مستمرة ظاهرة ثابتة يقيصها العلماء في أماكن مختلفة من خطح الأرض فلماذا لا يوضف ذلك في فهمنا البحار الكريم خاصة أن يتحدث عن تسجير البحار وإذا البحار صجرا وإن كان ذلك في يوم القيامة لكن هذه صورة من صور إمكانية تسجير البحار يأقسم رب العم البحر المسجور كأن البحر مسجورا مشقوقا متصدعا تتصاعب النار من خلاله فما الذي يمنع من ذلك وهناك ضوابط يعني أنا أقول في المطمر الذي كنا فيه في فلسطان اجتهد عديدنا الإخوة المهتملين بقضايا في السيفة القرآن الكريم بوضع ضوابط لذلك يعني ليس كل إنسان خطر بباله فكرة أن يوضفها في السيفة القرآن الكريم إن تكون هذه من الحقائق التي أثبتها العلم وتؤيزها وتدعمها شواهد قابلة للفكرار والإعادة وقابلة للقياس يعني يتعطف الإنسان اللي نستخدمها في هذا الأمر أن الأمور الثابتة اليقينية المؤكدة التي يدعمها الدليل ويعني تؤكلها الحجة ما الذي يمنع من استخدامها في فهم جديد لمعاني آيات القرآن الكريم لأجل ذلك أحرجنا عن الإطلاق حتى لو لو ثبت أن هذا الكلام غير صحيح لا ينصف ذلك من شأن القرآن الكريم أنا لا أنادي بتفسير القرآن بالنظريات ولا بالفرور ولكن أقول حتى لو استخدم لو لم يجد أحد المفسرين أمامهم من طريق إلا نظرية مقبولة في الوقت الحاضر وثم قام بعد ذلك على هذه النظرية ما يخضها لا ينطق ذلك من القرآن في شيء أبدا وابد أن أؤكد مرة أخرى أن الإخوة في المطمر عطرضوا على قل القنية الأعجاز وقالوا أن القرآن يشير إلى هذه أنها آيات أو بينات فيقول الآيات القرآنية أو الآيات العلمية في القرآن الكريم أو البينات العلمية وهي بينات يجتهد أهل كل العصر في فهمها بما أوتوا من علم وما أوتوا من تجربة وما أوتوا من فروة فكرية من الله عليه إذنها في عصر سؤال الثاني كما تفضلتم وقلتم أن المناطق التي تكون على حواس القارات هي التي يتكون عليها الجبال تكون هذه المناطق بالذات أضعف مناطق في الكشرة الأرضية وهي المهيئة لحدوث البراكين والزلازل بها فما هو سبب ذلك أطراف القارات تكثر عندها الزلازل والبراكين وتكثر عندها الاندفاعات النارية وتكثر عندها يعني الحركات الأرضية المختلفة كالصدوع والمداخلات النارية لكن هذه في المراحل الأولى تكون الجبال يعني ليسا هذه المرحلة النهائية المرحلة النهائية من تكون الجبل هو حينما تصطدم قارة بقارة حينئذ تتوقف هذه المنطقة بالكامل كما هو الحادث في هبغ التبت وفي جبال الهملاين كما هو الحادث في جبال الألب يعني تخمض هذه حركات خموضا شديدا نتيجة لاستقام قارة بقارة وعظم إن كانية القارتين أن تتحرك إحداثهما تحت الأخرى لمسافة كبيرة ففي المراحل الأولى بالإستضام ينشط العمليات الجيولوجية المختلفة في المراحل المتأخرة حينما تنضج عملية زناء الجبال فتوقف هذه العمليات توقفا كامل سؤال الثالث ذكرتم في مجمل حديثكم حضور مؤتمر باكستان للإعجاز العلمي نرجو أن تخبرون عن بعض الأوراق التي قدمت في هذا المؤتمر وإلقاء بعض الضوء على المؤتمر بصفة عامة وجزاكم الله خيرا المؤتمر دعت إليه الجامعة الإسلامية الدولية في إسلامباد ورادوها في العالم الإسلامي وحضره أكثر من 600 عالم في تخصص مخالفة من خارج فاكستان وربما عدد أكثر من ذلك من داخل فاكستان ألقي فيه قرابة المئة بحث كانت غالبية ها في النواح الطبية لأن الإخوة الأطباء كانوا نشطين في هذا المجال أكثر من غيرهم فقص من المؤتمر تقيما إلى البحوث الطبية وصيد الظلامية ما لها علاقة بالممارسات الطبية ثم البحوث العلمية التي تتنبى بالقضايا الكونية الفلك وعلوم الأرض وعلوم الطبيعة وعلوم الطربة وعلوم المناخ وعلوم البحار وقص مثالك ناقش مع القضايا الأخرى قضايا الزراعة والمحاصيل وبحوث الجينات والهدفة الجينية وتطور وقضايا العلمية أخرى مختلفة النظرية النسبية إلى ما شبه ذلك والإخوة الذين حضروا الندوات الطبية كان هناك سراء كثير تحدثوا عن مراحل الأجنة في تطور الإنسان في خلق الإنسان وسمعت إلى عدد كبير من العلماء من غير المسلمين يقولون من كبار علماء علم الأجنة مارشل جونسون وتيف مور وعندد كبير من غيرهم يخطرني أسماءهم يقول كل منهم في نهاية بحثه أن الثلاء الكريم قد تعرض بهذه المراحل بدقة وشمول لم يستطل العلم المعاخر أن ينال شيئا منه يقول حتى التعبيرات العلمية للمراحل المختلفة في النمو الجنيني للإنسان عبر عن الثلاء الكريم بتعبيرات غاية في الدقة وغاية من الشمول وهذه سمة القرآن نحن كمسين لا نتغرب ذلك لكن نال الإنسان لدينا يعني عرضوا لهذه الفضياء إلا واختتم بقوله أن القرآن الكريم قد عرض لذلك بدقة المشمول يعجز العلم المعاصر أن يصل إليه وإن ذلك على شيء فإنما يدل على أن محمد صد الله ريوحلم كان مرصولا من وحف وأنه كان يأتيه خبر السماء من لدن الذي أبدع هذا الكون ولذلك فهو علم شمولي لا يأتيه شيء من نقص الذي يرتابل عن البشر على الإطلاق تحدثوا عن العلم الوقائي في الإسلام تحدثوا عن الناصية ودورها في الإسلام عدة بحوث تحدثنا هذه القضية تحدثوا عن قضية الغيض عدة بحوث عن قضية الغيض وقضية يعني ويعلى الماء في الأرحام كلام كثير طيب جدا من المسلمين ومن غير المسلمين على حد سواء وليه كان من أجمل المحوث الطبية التي قدمت المطمر بحث قام به أحد الإخوة المسلمين الذين هاجروا إلى أمريكا منذ زمن طويل وأقام عيادة شاملة في ولاية فلوريدا صدق رحمة القاضي وهو طبيب ابن طبيب ورجل المسلم له جهاده الطبيب في سنة الإسلام في عالم ورد قال أنه مر عليه حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحمدة السوداء شفاء من كل داء إن السام وثام هو الموت فقال بحث الطبي تساءل كيف يمكن أن يكون في حبة واحدة شفاء من كل داء يعني هو الإنسان فبحث الطبي قال لا بد أن ذلك له علاقة برخء المناع في الجسد فقام بتجارة طويل أنه يأتي له مرضى بأمراض مختلفة في هذه العيادة الشاملة وبعض هؤلاء المرضى يعني عجز الطب العصري في علاجه تماما فبدأ يداويهم بالحبة السوداء حدود اثنين جرام يوميا قبل الأكل يعني منزع قبل ثلاث وجبات أو قبل أجبتين منهما واجبة واحدة بيخلطها بشأن العصر النح وجرد ذلك على بدى شهرين وجد أن المناعة ترتفاد معدلات هائلة فتقدم يلتمث من الأمريكان ميديكال بور مجلس الطب الأمريكي أن ينتج هذا الدواء فطبعا ليس بسهولة أن هذا المجلس يصرح بإنتاج دواء على مستوى شعبي أو مستوى عام فظل المجلس يجري تجارب ثلاث سنوات متصلة وزبت لهم حقيقة أن الحمد السوداء ترفع المناعة في الجسد بمعدلات خيالية لا يستطيعها أي دواء ترتيب قمبيني الإنسان إلى الآن وقد عرض الأخ الكريم شرائف مصورة من صل فروني ماذا يعتري الخلية ماذا يعتري كرات الدم البيضاء في داخل قطرة من دم المريض بعد أسبوع من تناول الحمد السوداء وبعد أسبوعين وبعد ثلاث أسابيع تغير مذهل للغاية وفجل ثالث ولذلك فرح له المجلس الطب الأمريكي بإنتاج الدواء وأنتجهه فعلا وأبلغني أنه له وكيل الآن هذا له لكنه شهادة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما الذي أضرى محمد صلى الله عليه وسلم محمد السوداء فيها وأتى بالإسم العلمي بجلة ستيفة إسم الحمد السوداء وعمل بحث طيب جدا كان لهو مرجود هائل في نفس الناس وده موقف إيجابي يعني ربا مع الأخ الكريم الذي أثار السؤال الأول يعني إحنا تقيقة نتيجة لتخلفنا العلمي عبر قرنين من الزمن أو قرن على الأقل يعني قرن من الزمن من مئة سنة وحنينين ولا عالم يقدم من حوالينا فنحن ده باستمرار في موقف اللاهث الذي يجري وراء كل اكتشاف ليكتشفه غير المسلمين هو هذا الرجل بحكم إمكاناته الهائلة وإقامته في الوقت المتحدة وحرصه وغيرته على دي لأخذ يعني جارب المبادرة ولو أن المسلمين فعلوا ذلك منه زمن لكانوا أصدق من غيره باكتشاف كثير من فقاف الألمي كثير من فقاف الألمي يعني وقف أستاذ أمريكي اسم وليام هين أعرفه من مدة قويلة يتحدث عن عمر البحار حديثا مزهرا للغاية كيف أن القرآن الكريم يتحدث عن هذه الحقائق بهذه الدقة الشاملة وهذا علم حديث جدا عمره أقل من 50 سنة فما من عالم هؤلاء الإعلام وقعنا نتكلم إلا وأشار ختم كلامه بأن هذه الاختشافات العلمية إذا كانت حقيقة قد وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة فهذه شهادة بفتق محمد صلى الله عليه وسلم وبفتق القرآن الكريم أنه وحل سماوي منزل من رب العالمين الذي خلق هذا التوز والذي هو أبرى بما فيه ممن سواه ويخضرني أن في موضوع الجبال أن رسول صلى الله عليه وسلم قال حبيثا عجيبا قال عندما خلق الله الأرض جعل التمين فأرساها بالجبال يعني كل إكرام ما قلته وحاولت أن أعرضه يعني لا يستطيع أن يحمل أو يقول أكثر مما في هذا الحبيث بل أرى أن الحبيث أشمل من ذلك حقيقة حينما خلق الله الأرض جعل التمين فأرساها بالجبال العلماء الآن يقولون كانت هذه الألواع في الماضي في حركة زائدة عميسة شديدة لنتيجة أن الأرض كانت تضرحة ولمشورها بسرعة أشبت وأن عضل الأيام في السنة كانت أكثر مما هو الآن يعني كانت 425 يوم في السنة اللي عملنا أن الأرضها 365 يوم فلابد أن معتلات دوران الأرض ولمشورها كانت أعلى مما هي عليه الآن وبالتالي هذه الألواع التي لم تكن قد أرسيت بعد بالجبال كانت حركتها عافية للغاية فأرساها الله تعالى بالجبال وهذه الجبال منا يمتن رب العالمين علينا بها لأنه بغيرها ما أنتمن الإنسان ولا الحيوان ولا النبات عن يحياء أو يتباجع على صفح هذا الكون القضايا الأخرى كثيرة يعني لا أريد أن أفصل قضايا العلمية تحدثوا في الفلك وفي علوم الأرض وفي علوم البحار وفي علوم المناخ وفي علوم التربة وفي قضايا التطور ضدرة الإسلام إليها وفي قضايا النصبية والخرطة صورة العامة وبعض الإنشارات القرآنية وإنشارات الحديث النبوية لها تحدثوا عن قضايا كثيرة جدا كان هناك أكثر من قربة 100 بحث تقريبا 85 بحث قدمت واختيرة من 100 الأبحاث واتخذ المؤتمر قرارا بأن يتكرر عقد هذا المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات هذا المؤتمر العام الشامل وإن كان لوصون لأن يكون هناك مؤتمرات تخصصية يعني في المؤتمر الطبي أو العلوم الكونية أو العلوم السلك وكذلك هناك مؤتمرات تخصصية كل سنة أو كل سنتين نحا 750 إلى 5 سنوات فمثل هذه المؤتمرات بتحيي مواة القلوب وتحيي في نفوس معاني كثيرة أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إلى هذه الظواهر التونية بعين الاعتبار فيعلمون أن هذا الكون الذي نحيا فيه الكون المحاطب المخاطر من كل جانب لا يعطمنا فيه من هذه التوارث إلا رحمة الله سبحانه وتعالى ومن هنا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من أحب الأدعية إلى خل الشريف اللهم لا تكن لأنفسنا ولا لأحد من خلقك فرفة عيني ولا أقل من ذلك اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصد الله على شهدنا محمد والسلام عليكم أيها الاخوة الأحباب والله أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن هذا قد يسأل سائل لماذا الخوض في قضية علمية متخصصة كهذه في محاضرة عامة وللإجابة على ذلك أقول إن من مآشي الأمة العربية في هذه الأيام أن يكون تدريس العلوم وغيرها من المعارف بلغة غير اللغة العربية وقد أدى ذلك إلى عز السواد الأعظم من الأمة عن كم هائل من المعارف بالكون الذي نحيا فيه والنبي يحتاجه كل منا لكي يتذبر أمر وجوده في هذه الدنيا وأمر عاقبته بعدها من هنا كان لزاما على أساتذة الجامعات أن لا يحرموا جماهير الأمة من التعرخ على هذه القضايا العلمية الهامة وثانيا بدأت المنطقة على الرغم من خروجها عن نطاق حزام الزلاجد بدأت في السنوات القليلة الماضية تتعرض إلى قدر من الهزاف الأرضية نحن نعلم أن حزام الزلاجد يحيط بالمنطقة العربية ولكن غالبية الدول العربية باستثناء الجزائر والمغرب خارجة عن نطاق حزام الزلاجد وبالرغم من ذلك بدأت تتعرض المنطقة لعدد من الهزاف الأرضية ونعلم أيضا أن الله تعالى قد حبى هذه المنطقة بوسائم شماية متعددة منها أن العلماء قد أثبتوا في السنوات الأخيرة أن أعلى درجة حرارة تحت الغلاف الصخر للأرض في منطقة الحجاز وقد نشرت خرائط لهذه الحقيقة دون تفسير منطقي لها وكلما زادت درجة الحرارة لانت الصخور فانتصت الهزاف الأرضية هذا بالإضافة إلى سمت هائل من الأملاح أو ما يسمى بالصخور أو معادل المتبخرات التي تتكون عن طريق التبخير مثل منح الطعام سمت هائل من هذه الصخور يبطن قاع البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة مما يحمي هذه المنطقة أيضا من الهزاف الأرضية لأن هذه الصخور الملحية لها مرونة هائلة تنطص لفزازات الزلزالية نعلم كذلك أن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية تتناثر فيها مساحات شاشعة من الحرار حقول الطفوح البركانية وأن هذه الطفوح البركانية تغطي مساحة تزيد عن تسعين ألف كيلو متر مربع في أرض المملكة وحدها ويتمتد من عدم في الجنوب إلى هضة الجولان في الشمال وهذه الطفوح البركانية التي تغطي أكثر من تسعين ألف كيلو متر مربع في المملكة وحدها بمتوسط سمت ثلاثمائة متر تمثل فترة طويلة من الثورانات البركانية التي عمت هذه المنطقة ويتناثر في هذه الطفوح البركانية مئات من فوهات البراكين وهذه الثورة البركانية استمرت عبر سبعين مليون سنة وكان بعضها حديثاً لا يتعد عمرهم آلاف قليلة من السنين وهذه الفوهات الحديثة تنذر بشيء من الثوران يعني يمكن أن تثور في أي لحظة من اللحظات لأنها براكين حديثة التكوين ومن هنا كان لزاماً على أهل منطقة كالجزيرة العربية لديهم هذا الكم الهائل من الطفوح البركانية أن يتعرفوا على شيء من مخافر هذه الظواهر الأرضية الهامة ذرت في جنوب شرق حايد مدينة معطابة بناء على توجيه من المسؤولين في حايد هذا منذ عدة سنوات بعد زلزال جمار الذي حدث في اليمن قال أهل هذه القرية أنهم يشعرون بهزلات أرضية في المنطقة فقمنا بزيارتها وفجأت بأمن القرية مبنية بالكامل في فوهة البركان في مخروض بركان وأنهم تثروا جالب هذا المخروض وعملوا طريق ويقومون بعمران على نطاق هائل في عمق يتيب عن خصوية متر وهذا من البراتين الحديثة التي يمكن أن تفوق ونفعتهم أن يبقوا الزراع ويبقوا الحيوانات ولكن يخرجوا بالناس وجبنا حول هذه القرية سبعة فوهات مشابهة فوهات لبراتين حديثة يزيد عمق الواحد منها عن خمسمائة متر في نساحات تعد لبضعة كيلومترات ومنذ شهور قليلة زرت أيضا في حرة كشف فوهة بركان يبلغ قطره أكثر من سبعة كيلومترات وعمقه أكثر من ستمائة متر من شدة ثورانه نسف المخروض البركاني المخروض البركاني نسف بالكامل وقد يبلغ ارتفاع هذا المخروض بضعة مئات من الأمثار ولذلك هذه الظواهر الأرضية الهامة من الصورانات البركانية والهزات الأرضية ظواهر تستدعي الاهتمام وتستدعي الدراسة وتستدعي الحرص في التعامل معها وتحذير الناس من مخاطرها بطريقة علمية سليمة ويظن كثير من الناس أن الأرض التي نحي عليها رافقة مستقرة وحقيقتها غير ذلك فهي تدور حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة تقريبا بسرعة تصل إلى حوالي 30 متر في الثانية وتعرض هذه الحركة باسم الحركة المغزلية والأرض كذلك تدور في مدار محدد لها حول الشمس بسرعة تصل إلى حوالي 30 كم في الثانية لتتم هذه الدورة في سنة من سنينا المعروفة حوالي 365 يوم ورب وتدور الأرض مع الشمس والمجموعة الشمسية في مدار لها حول مركز المجرة سكة التبانة التي تتبعها أرضنا تدور المجموعة الشمسية حول مركز لها مرة كل 250 مليون سنة وقد أثبت العلماء أن الأرض والشمس ومجموعة الشمسية يصل عمرها إلى 5000 مليون سنة لذلك يعتقد العلماء أن مجموعة الشمسية قد أسمت 20 دورة حول مركز المجرة منذ لحظة خلقها إلى الآن هذه الحركات الخارجية ليست إلا جزءا يسيرا مما يعلمه الإنسان فنحن نعلم أن المجرة تسير أيضا حول مركز للتجمع المجر وأن تجمع المجر يسير حول مركز بالكون لا يعلمه إلا الله وأقول في هذا الجمع الطيب الكريم أنا الأوان لأمة الإسلام أمة العلم الأمة التي نزلت أولى آيات كتابها أمرا بالخراءة والكتابة أن تؤمن بأن الأرض تدور وأن كل ما في صفحة السماء يدور وأن هذا الدوران هو صورة من صور الإعجاز في الخلق تقوم عليه شواهد كثيرة وأذلة منطقية مقبولة لا يجوز لعاقل أن يختلف معه هذه الحركات الخارجية يصاحبها حركات داخلية عنيفة فالغلاف الصخري للأرض والذي يقدر سمكه بمئة إلى مئة وخمسين كيلو متر في القارات وستين إلى خمسة وستين كيلو متر تحت البحار المحيطات هذا الغلاف الذي يتكون من صخور صلبة يطفو فوق طبقة من الصخور الذين شبه المنصهرة عالية الكفافة عالية النزوجة تتم فيها تفاعلات نووية عنيفة تؤدي إلى رفع درجة حرارتها بالسمرار وقد يعجب الإنسان أن العلماء يحصون أن درجة حرارة الأرض تتزايد بالسمرار مع العمق حتى تصل درجة حرارة في لب الأرض إلى ما يساوي درجة حرارة عند فرح الشمس ستة آلاف درجة معوية والصخور في داخل الأرض توجد في حالة من حالات الاتزام الدقيق بين الضغط والحرارة إذا زادت الحرارة تنصهر وإذا زاد الضغط تتوقف عن الانصهار هذا الاتزام الدقيق إذا اختب ولو بنخبة ضئيلة الغاية تنصهر الصخور يعني إذا قل الضغط أو إذا زادت الحرارة تنصهر هذه الصخور فيزداد حجمها زيادة هائلة وتؤدي هذه الزيادة إلى انفجار القشرة الأرضية أو الغلاف الصخري إلى الأرض لتتم الثورانات البركانية ويصاحب ذلك الهزات الأرضية والثورة البركانية والهزة الأرضية من الظواهر المتلازمة سببهما واحد وارتباطهما معا ظاهر إلا أنه في بعض الحالات قد تتفوق الصوران البركاني على الهزة الأرضية وفي بعض المناطق قد تكون الهزات أعنق وأشد من الصورة البركانية لكن في كثير من الأحيان تتلازم الصورة البركانية مع حدوث هزات أرضية كما تتلازم الهزات الأرضية إذا وصل حدا من العنف إلى انفتاح الأرض على هيئة طفوح بركانية هائلة الحركات الداخلية هذه قد يتخيل كثير من الناس أنها حركات مدمرة حركات هدمية مدمرة ولكنها في الحقيقة حركات بناء وإفراء للأرض عجيبة فنحن نعلم أن عوامل السعرية تأخذ من سطح الأرض بما يساوي ثلاثة من مئة من المن لمثل سنوية ولولا ثوران البراكيد ولولا الهزات الأرضية ولولا تكون الثلاثة الجبلية والعمليات الثلاثة متلازمة لأكلت عوامل التعرية سطح الأرض وغمرت هالمياه ولكن نجد هذا الاتزان الدقيق بينما تأكله عوامل التعرية وما تبني الصورانات البركانية والحركات البانية للجبال هذا الاتزان يؤكد لنا على أن هاتين الظاهرتين من ظواهر العمليات الأرضية الآزمة ثاني لاستقامة الحياة على هذا الكون لابد من الصورانات البركانية ولا بد من الهزات الأرضية ولا بد من الحركات البانية للجبال حتى تستمر الأرض كوكبا معمورا صالحا للحياة عليه متجددا في ثرواته محميا من عامل التعرية حتى لا تسويه بصفة البحر فتغبر البحار اليابسة بالكاد ولكننا لا ننسى في غمرة ذلك أن هذه الحركات أيضا حركات مدمرة حركات لها شيء منفجائية لها قوى هائلة تصاحبها تنطلق معها صاقات هائلة تؤدي إلى دمار كامل في بعض الأحيان وإلى مئات الآلاف من الضحايا البشرية بين القتلى والجرحة والمشربية فالخسائر البشرية والمادية التي تنجم عن الصورات البركانية والهزات الأرضية لا تستغرق إلا ثواني محدودة وقد قدروا الضحايا فيها لمئات الألف كما ذكرت يعني أذكر أن فور هزة أرضية حصلت في الصين منذ عدة سنوات لم تستغرق إلا ثواني محدودة وكان ضحاياها أكثر من ثمية وثلاثين ألف قتيل في ثواني معدودة أكثر من ثمية وثلاثين ألف قتلوا في ثواني معدودة لهذه الأرضية واحدة وأن الأضرار المادية التي صاحبت ذلك تعز بمليارات الدولارات آلاف الملايين من الدولارات هذا يعني غير عدد الجرحة ومشردين ويعني الأضرار الأخرى التي أصابت المنطقة وفي زلزال آخر حدث بالصين عام ستة وسبعين ملادية كان عدد القطرة أكثر من ستمائة وخمسين ألف قتيل وجرح أكثر من ستمائة وثمانين ألف جريح وخدرات الخسائر المادية أيضا بمليارات الدولارات وفي زلزال سابق بنفس المنطقة يعني الزلازل هذه محصة برقة شديدة ساقط الخسائر هذه الأرقام التي أشرت إليها وندي إحصائية بخسائر الزلازل كبرى في العالم يذهل للسان حقيقة على خسائر هذه الزلازل والبراكين وهي من العمليات البانية لسطح الأرض والأرض التي نحي عليها تتعرض سنويا لحوالي مليون هزة أرضية بعضها هزات لا يدركها الإنسان ولا نسجلها المراقب وبعضها هزات خفيفة أو متوسطة لكن منها مئة هزة على الأقل شديدة التدمير خاصة في المناطق الآهلة بالسكان وهزة واحدة يعني كل خمسة إلى عشر سنوات تبلغ قمة التدمير الشامل لهزات الأرضية وتتعرض الأرض أيضا لحوالي عشرين ثورة بركانية كبرى كل خمسين سنة تقريبا يعني بمعدل كل سنتين ونص فورة بركانية كبرى وفي فورة بركانية حدثت في غرب أمريكا الشمالية صبيحة الأحد من 18 مايو سنة الثمانية نصف بركان جبر كانت هيلن في ولاية واشنطن نصف المخروط بالكامل كما ذكرت في حفرة كيشب هذه نصف المخروط هنا بالكامل نصف المخروط بالبركان كان يرتفع لأكثر من 1900 متر ولكم أن تتخيلوا القوة التي تنصف مخروط ارتفاع 1900 متر تنصفه بالكامل من الموضوع بينخبط في لحظة وجيذة إلى حفرة لذيذ ارتفاع جدارها عن 410 مترا وتنطلق طاقة تفجيرية تفوق في شدتها بمئات المرات الطاقة الناتجة عن تفجير قنبلتي كيروشيما ونجازاكي التي ألقتهما الطائرات الامريكية على الجزر اليابانية بعد استسلام القوات اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية وقد نفج عن هذا الصورة البركانية تدمير الغابات في دائرة تزيد بساحتها عن 400 كيلو متر وغطت الغازات والأبخرة والرماد البركاني في درجات حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية مساحات سبيرة من اليابسة والماء مما أدى إلى قتل عداد سبيرة من الناس والكائنات الحية الأخرى قتل بعضهم من شدة الحرارة أو بفعل الغازات الخارقة وقذف الانتجار بعضهم من قمة الجبل إلى سفوحه ودفن البعض في الأوحال الناتجة عن ذلك التبتير وقد قدرت كمية الرماد المبكيني الذي اندفع من داخل الأرض حوالي 3 إلى 4 كيلو متر مكع من فوهة واحد 3 إلى 4 كيلو متر مكع وقد اندفع بعض هذا الرماد البركاني إلى 18 كيلو متر اتفاعا في الهواء فوق سطح الأرض وقد حمل في الرياح هذا الرماد إلى مسافات بعيدة بلغت عدة ولايات إلى الغرب وإلى الشرق من هذه الولاية كما فرسم هذا الرماد البركاني بسمت يزيد على المترين في كثير من المناطق المجاورة وهذه الكمية من الرماد البركاني التي انطلقت من فوهة بركانية واحدة تساوي تقريبا كمية الرماد البركاني الذي انطلق من فوهة بركان جبن في زوفيا الذي طمر مدينة اسمها مدينة بومبي مدينة قديمة بالقرب من نابولي في جنوب غرب إيطاليا ساس 9 ومن العجيب أن الرماد البركاني حينما فقط على المدينة قتل كل من فيه طمرهم تماما وما تمنات في نفس الوضع الذي كان فيه الذي يخبز كان يخبز والذي يأكل كان يأكل الذي يمشي كان يمشي وتحجرت أجساد الناس قامت الحكومة الإيطالية برفع هذا الرماد عن المدينة وهي متحف من أن يزوره الناس أجساد الكائدات تتمافيذ الحجرية تحجرت بفعل الرماد البركاني وطمرت المدينة بكابلها الإنسان والحيوان والنبات وكله قد تحجر وتحول إلى سيليكا تحول إلى كتل من الحجر في نفس الأوضاع التي كانوا عليها لحظة أن طمرهم الرماد المركاني وقبل فورة بركان جمال سانت هيلين بشهرين حدثت سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة في المنطقة وتلى ذلك تصاعف كميات قليلة من الدخان والرماد أخذت في التزايد تبريجيا حتى تم نسف المخروط البركاني بأكمله وقد صاحب عملية تصاعب الدكان والرماد الأولى زحف الأوحاء بكميات هائلة وهذه كانت ناتجة عن انصهار الجليد الذي يعلو عادة خمم هذه الجبال العالية وزحف هذه الأوحاء أيضا من الكوارث التي قد تصيب الناس بعدد هائلة من القتلى والجرحى والمشردين في أغسطس عام 1883 ميلادية اختفت جزيرة بركانية اندونيسية صغيرة كانت تقع بعد جزيرة إجاوة وصومة وكانت تعرف بجزيرة كاراكاتوا ومثل اختفاؤها أعنف انتجار عرفته البشري ونفجت عن هذا الانتجار قفرة يزيد عمقها عن 300 متر في قاع البحر حيث كانت تقع الجزيرة ومن شدة انتجار سمع عدويه على بعد 5000 كيلومتر وارتفع الرماد البركاني إلى 80 كيلومتر فوق سطح الأرض وغطى سفنا في البحر على بعد يزيد عن 2000 كيلومتر من موقع الجزيرة وأظلمت السماء لمدة يومين متثاليين وقد صاحب ذلك إسلزازات عنيفة للأمواج البحرية أدت إلى ارتفاعها 40 متر وتسببت في إغراق 35 ألف شخص وتدبير 300 مدينة وقد أدى تطاير الرماد البركاني الدقيق في الطبقات العليا من الغلاف الغازي إلى غروب الشمس في كل أوروبا بلون أحمر قاني وإن انخفاض درجات حرار الغلاف الغازي بحوالي نصف درجة معوية لعدة ثنوات تالية هذا لتصوير خفر هذه الزاورات البركانية والهزاة الأرضية ومن قبل اختفت جزيرة سعارة بين جزيرة سانتورين أو تيرا من المنطقة بين اليونان وجزيرة ستري في حوالي ألف وصمية قبل الميلاد وقد كانت جزيرة بركانية أدى انفجارها إلى تصاعد سميات من الرماد البركاني تبلغ ثلاثة إلى أربع مرات مصادر عن بركان كراكاتوة مما أدى إلى تنصيص المساحات شاسعة من حض البحر أو المتوسط بالرماد البركاني شملة شمال مصر وفلسطين وشمال المملكة العربية السعودية هناك نظر عامة يعني يمكن يسأل هل يمكن أن تنبؤ بالزلازم هناك نظر عامة الحقيقة ممكن أن توضف حتى يدرك الإنسان هل فيه ثانيا الزرزال يحزي منطقة الاختنافات المفاجئة في منسيق سطح الأرض لو لاحظنا أن سطح الأرض يرتفع فجأة أو يتخفض فجأة لأن الزلازم قد يطاعدها خسوف وقد يطاعدها حركات بانية للجبال فإذا حدث اختلاف في منسيق سطح الأرض يمكن أن ينبئ ذلك بإمكانية حدوث هزة أرضية في المنطقة الميل المفاجئ لطبقات الأرض يعني دائما في المناجم العلماء يحاولوا يرصدوا ميل للطبقات فإذا زاد هذا الميل أو قلب يتنبئوا أن يمكن أن يكون هناك حركة تحت الأرض قد تؤدي إلى هزة أرضية التذبب المفاجئ فيما فيه المياه في الأبار والبحيرات والخلجان تصاعد كميات مدركة من غاز الراب غاز الراب يخرج من جوف الأرض في المناجم أو الأبار الهروب المفاجئ لبعض الحيوانات يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن كثير من الحيوانات تدرك الزلزال قبل أن ينركه الإنسان ستحاول أن تهر ويستخدم العلماء في مناطق الزلازل خروب الحيوانات وسيلة من وسائل التنبؤ بحدوث الزلزال هناك احتياطات لا بد من أخذها القيام بالرصب المستمر لظواهر الأرضية القيام بعملات مسحة سطح الأرض لإدراك تحيارات الصارية عليها وضع ضوابط دقيقة لعمليات البناء تحاشي مناطق الصدعات الأرضية والثلاث الجبلية الحديثة ومناطق الهنائرات الأرضية وخطوط الإنسان المائية والحواف الصخرية حريفة التكوين الحرص على إقامة المنشآت العمرانية فوق صهور ثابتة نتبيا وتحاشي البناء فوق الرمال السائبة والطربة الضعيفة والسباك وغيرها يعني مثلا مدينة جيزان مقامة على صدع من الصدع الكبير ولا بد من تحاشي هذا الصدع في إقامة أي منشآت كبرة سوى مثلا طرق أو جسور أو مباني وإلا طبعا تحرق هذا الصدع وهو قريب من البحر الأحمر قد يؤدي إلى كوارث قدر الله عندما يحدث الزلجان لا بد من المبادرة بإغلاق كل من الغاز والكهرباء ويستحسن التحكم فيهما مركزيا حتى يسهل لأسهل ذلك الإغلاق في حالة وقوع الزلجان عدم استخدام المطاعب عدم الوقوف عدد بأركان الحوائب أو المداخل في المنازل لا يمكن في الفواصل تكون أشهل في المهيان لاتجاه إلى الخلاء والاتعاد عن المباني عدم استزاحهم وانهرع إلى السلالم لانهرب أثناء الزلجان لاحتماء تحت مقعد أو طاولة قوية لما قد يتصاقط من الأسقف التوقف عن قيادة السيارات ونعلم أن بلاد مثل اليابان وهي منطقة زلجانية معروفة يحدث فيها يوميا من 15 ملايشين هزة أرضية يوميا ولكن نظرا لإحتياطات الشديدة التي أخذوا بها في المباني والتعليم الذي يعلمونه بشعوبه كيف يتصرفون في أثناء وقال هزة الأرضية فالإصابات ستكون يعني قليلة للغاية هناك صور كثيرة لتصنيف الزلازل يعني يمكن أن تصنف زلازل بحسب موقعها كما أشرنا في الصور السابقة أن أعنى في الزلازل تكون عند الحواب التي يتم فيها صدام بين قارة وقارة أو بين قاع بحر وقارة مناطق الصدام هي أكثر مناطق الأرض تأثرا بالزلازل بالزلازل ولذلك نقول أن هذه المناطق لا بد أن يتحاشى الناس في قامة العمران فيها مناطق الصدام طريقة مستمرة ممكن أن نرى زلازل تحدث في اتساع المناطق التي يتسع فيها في عام البحار والمحيطات يحدث ذل ولكنها أقل بكثير فعندنا 80% تقريبا من الهزات الأرضية تحدث في مناطق الصدام و10% تحدث في الجزر البركانية في وسط البحار والمحيطات وال5% الباقية تتوزع على مختلف أجزاء الأرض وعلى الرغم من إدراكنا بأن هناك أحزمة محددة للزلازل والدراثين إلا أن لا يخطي الإنسان أن يستثني أي جزء من على طفح الأرض من إمكانية أن يحفظ فيه هزة أرضية أو ثورة بركانية لأننا كما ذكرت نطف فوق هذه السهارة التي تتعدى درجة حارة إلى ألف درجة ناوية والتي يمكن أن تفعل بالخشرة الأرضية ما يخدره لها ربها طبارك وتعالي فأقول أننا ممكن أن نقصر الزلازل من ناحية هل هي عند حواف الألواح الأرضية أو أنها في داخل الألواح الأرضية وعند الحواف لدينا حواف الصدام وحواف الاتساع وحينما ننظر إلى اللوح الأرضي نجد أنها له حافة اتساع وحافة الصدام والحافتين الأخرين يتحرك الألواح عبر بعضهم البعض دون صدام ودون اتساع يسمى حواف الانزلاك فحواف الانزلاك يمكن أن يحدث فيها أيضا هزات أرضية مثل الهزة التي حدثت في نوفمبر الماضي في خليج العقبة لأن خليج العقبة والبحر الميت وبحير الصبرية إلى مردين في أين فركيا عبارة عن خط صبعي تنزلق عبر الجزيرة العربية عن أفريقيا وعن الجزء بتاع الأردن وفلسطين والشام فممكن أن تحدث هزات أرضية عند حواف الانزلاك ولكن أعمق هذه الهزات الأرضية عند خطوط للإصدام كما عشرت وممكن أن تتحدث هناك هزات أرضية في داخل اللحظة في داخل اللحظة في داخل اللحظة نفسه كجزال مصر الذي حدث عام ٢٣ ميلاد فعبر صبع كبير ينر من الفيوم إلى القط حدثت هذه الهزة التي كان بقياها عدد غير قليل نتيجة تحرك الصبع وهذه هزات في داخل اللحظة الأرضية وتسمى هذه بالهزات التكتونية الهزات البنيوية المتعلقة بتحرك ألواح الغلاف الصخري من الأرض يمكن أن تكون هزات نتيجة للثورات البركانية كما عشرت نتيجة للثورات البركانية تحدث هزة أرضية كما أنه يمكن أن تحدث هزة أرضية نتيجة للانهيارات انهيار كبير في منجم من المنازل أو ارتطام ميزة كبير من المنازل بالأرض يمكن أن يؤدي ذلك إلى هزة أرضية يمكن أن يكون هناك هزات أرضية صناعية يعني يصنعها الإنسان يعني يحفر حفرة في الأرض ويفجح كمية من المواد المتفجرة فيؤدي الى حدوث موجات اهزازية يمكن ان تستخدم وتوظف في دراسة باطن الارض والتعرف على فرواته يمكن ان يستخدم الانسان مطارق مطارقها كبيرة تطرق الارض فتؤدي الى حدوث هزاز بلدانية يوظفها ايضا في دراسة داخل الارض لكن ممكن من ناحية عمق الهزة الارضية نفسها كما اشرت اذا كانت الهزة منطلقة من دقرة قريبة من الصف تسمى هذه زلاجل ضخلة المنشأ وزلاجل ضخلة المنشأ هي اكثر الزلاجل تدميرا لقربها من سطح الارض وهي عادة تكن بين خمسة وخمستاشر كيلو متر وقد تصل الى سبعين كيلو متر ولكن ممكن ان تحدث الهزاز الارضية من عمق اكبر من ذلك بين سبعين وسبعة مائة كيلو متر واتسمى هزاة متوسطة النشأ انها تنشأ من دقر متوسطة في العمر وهذه اقل تدميرا من الهزاة التي تنشأ في المناطق الحريبة من الصف وهناك هزاة عميعة في المنشأ تنشأ الى سبعمائة كيلو متر من سبعمائة مائة الى سبعمائة كيلو متر وهذه اثرها اقل من الهزاة المتوسطة ودخلة المنشأ بعد 100 سلو متر ينصهر الولايات الصخرة ولا يستطيع ان يهز الارض ولا يكون له اي تأثير على الاطلاق كذلك يمكن تقسيم الهزات من ناحية كوة او يسمى بالنجم فيون ووضع رختر احد علماء الجلاجل ووضع بصياس من واحد الى تسعة ووضع بصياس لغريتمي هو رجمي بحيث ان الهزة رقم سبعة تكون عشر اضعاف رقم ستة ومئة ضعف رقم خمسة والف ضعف رقم اربعة يعني لقياس لغريتمي تتضاعف فيه القيام بص عشرة بطريقة مستمرة والهزات التي يدركها الانسان لابد ان تكون اثنين كما فوق اقل من اثنين لا يدركه الانسان ترصده المرافض لكن لا يدركه الانسان ولكن رفضها مفيد لانه تكرار حدود هزات حتى اقل من اثنين تنظر بشيء من الخطأ ماذا يمكن ان يحدث في منطقة تعتدردد فيها حدوث الجلازب حتى لو كانت بقوة بسيطة وهناك مقياس للشدة والشدة يفض بها حجم التجمير الذي ينتج على الهزة الارضية من واحد الى اثناشر مقياس مركاني واحد طبعا لا يؤدي الى اثر واثناشر دمار شامل ومن بينهما المراحل المتوسطة وهناك وسائل اخرى يعني لتصنيف الجلازب غير ذلك نفدعي من خوض فيها لكن نبرك ان الهزة الارضية الرئيسية دائما يسبقها هزات سابقة ويلحق بها هزات لاحقة ثمان فور شوكس وآثر شوكس والهزة الرئيسية قد تأخذ مضع ثواني ولكن قد يسبقها من رحمة الله سبحانه وتعالى ان يكون في وسائل للانفار يسبقها هزات اقل في شدتها انه قادم هزة اكبر من ذلك ثم يتبعها بعد ذلك هزات لاحقة عادة تكون اقل منها في شدتها وتتسمى بالهزات الارضية على اليابسة في ريوعة الصربة بشكل واضح مما يؤدي الى نيارات شديدة لكل ما الصربة وما تحمله فوقها من مباني ومنشآت لمئات الانفار عبر مساحات شافعة وينفج عن ذلك تدمير المساكن والطرق والجسور واختوض الثقة الحادية ومنشآت الطاقة والمواني والمرافق وغيرها خاصة الان فيه محطات توليك كهرباء بالطاقة النووية لكم ان تتخيلوا لو حدث صدع في في محطة من هذه المحطات ومحطة في يعني ليك الجزيفات شيرنوب المثلا يعني ممكن ان يؤدي الى دمار بتاعها شافعة من الارض وقد يضحب ذلك تدمير اشتعال الحرائق وتصرب الغازات السامة والمواد المشعة وتدمير الخزانات المائية واختلال مناسب المياه في الابار والبحيرات الداخلية وضوق ذلك كل قتل وجرح وتشريل الالات المؤلفة من البشر والكائنات الحية من حولهم وهذا قليل من كثير من الكوارث الهتنفج عن الهزات الارضية لا اريد ان افصل كثيرا في ميكانيكية حدوك الهزة ولكن بايجاج شديد ان الموجات الداخلية حينما تصل الى صف التأثير يعني لدينا موجات تتحرك في داخل الصفور وموجات تصل الى صف وحينما تصل صف تدى الى الداخل مرة اخرى وهذا الذي يؤدي الى تحريك المنشآت من اساسها ويؤدي الى تدمير كامل ما هو منظورنا كمسلمين الى هذه الظواهر الارضية هذه من سنة الله في الارض وكما اشرت هي سنة لها دور عمراني في جعل الارض صارحة للحياة فالهزات الارضية والصورانات البركانية والحركات البانية للجبال تجعل الارض صارحة للعمران وبغيرها لا تستقيم الحياة على هذا السوق ولكن في نفس الوقت هذه الظواهر لها مخاطرها ولها اطارها ولها اضرارها نتخيل البعض اننا بمجرد فهمنا لميكانيكية حدوث الهزة الارضية او ثورة البركانية اننا اخرجنا ذلك من نطاق قدر الله ولكن الذي يقرأ القرآن الكريم والذي يقرأ السنة الدورية المطهرة يدرب تمام الادراس ان هذه السمن يوظفها رب النتبارك وتعالى بعمارة الحياة على هذه الارض كما يوظفها لعقاب العاصين والابتلاء الصالحين والاعتبار الناجين واذا لم يأخذها المسجد بهذا المعيار يكون قد توقف عند الحدود النادية لهذه الملاحظات فقط وهو اقم ما يمكن ان يخرج به الانسان من النظر في هذه السنة الكونية اقرأوا الى شئتم قول الحق تبارك وتعالى في سنة النحن بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم للقواعد فقر عليه السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لا يوجد وصف لمن يحدثه الزلزال في المنشآت ادق ولا ابلغ من هذا الوصف قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم للقواعد فقر عليه السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ونقرأ في نفس الصورة قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفى الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجدين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف الرحيم هذه الظواهر التونية التي تلعب دور هام في عمارة الأرض يوظفها ربنا تبارك وتعالى كما ذكرت في عقاب العاصين وفي اتلاء الصالحين وفي اعتبار أبناجين منها نقرأ أيضا قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمنتم من في السماء أن يخفى بكم الأرض فإذا هي تموه أن يخفى بكم الأرض فإذا هي تموه لا يوجد وصف لما يحضر أثناء الزلجان أدق ولا أبلغ من هذا الوصف لأن دائما الهجاة الأرضية يصاحبها خصوب في الأرض ويصاحبها مواران للأرض أي تحرف شديد في اتجاهات مختلفة للأرض نقرأ أيضا أن القرآن الكريم وفق الهجاة الأرضية بالزلجلة كما وصلها بالرجمة كما وصلها بالصيحة لأن بعض هذه الهجاة الأرضية والفورات المكانية يصاحبها انفجارات شديدة للغاية نفس الهجاة الأرضية يسبقها صيحة شديدة صوت مدون شديد لانطلاق الصاقة من جوف الأرض إلى الفضاء فجأة فأنا سأخبر القرآن الكريم في وصف عقاب قوم الصعيد عليه السلام فأخذتهم الرجمة فأصبحوا في دارهم جاثمين ونقرأ قول الحق صوارق تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين ونقرأ وإلى ثبود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إلى أن تقول الآيات فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ونقرأ في صورة العنكبوت قول الحق صبارق تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال يا قوم عبد الله واردوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفتدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكم من خرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل عليهم ولا نسألن المرسلين ونقرأ قول الحق صبارق تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن سببوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدب الذين يريثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون ونعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أنبأ بكثير من الظواهر الأرضية التي تحدث في نهاية الزمن تحدث عندما يشيع الظلم ويشيع الفساد في الأرض فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رواية أبو هريرة على هدو الله لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء عناق الإبل ببصرة وهي مدينة في الشياء طبعا كيف تخرج نار إلا من فوات البراثين وإذا كنت أقول لابد لنا من رفض دقيق لجميع فوهات البراثين في المملكة الجزيرة العربية والإستانية كلها رفض دقيق يرصب أي تغير في الغاجات الصائبة في الأبثرة الصائبة في السعر الحرارة خشف أن تطور هذه البراثين فجأة فتؤدي إلى ضمار شديد وفي حديث عن الآيات التي تكون قبل الساعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات الدخان والدجال والدابة وطلوع شمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وجوج ومعجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرف وخصف بالمغرب وخصف لجزيرة العرب آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها أيها الأحباب الموضوع طويل ولا أريد أن أستغرق فيه أكثر من ذلك لعل هناك كل مجال لإجابة على سؤولاتكم ولكني أكرر مرة أخرى أن كل هذه الظواهر الكونية هي آيات من صنع الله سبحانه وتعالى يسخرها ربنا تبارك وتعالى بعمارة الحياة على هذه الأرض وإن بدت لبعض الناس أنها في غير صالحة كما يوظفها ربنا تبارك وتعالى جند من جند الله يعاقب بها الظالمين يعاقب بها الفاسدين يعاقب بها الذين يسعون في الأرض فسادا ويبتل بها الصالحين ويبعث الناس على نواهم بعد ذلك وتكون عبرة للذين يعتبرون بعد إذا نجوا من مثل هذه الجوان أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع الكريم أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إلى هذه الظواهر التونية بعين الاعتبار فيعلمون أن هذا الكون الذي نحيا فيه الكون المحاصب المخاطر من كل جانب لا يعطمنا فيه من هذه التوارث إلا رحمة الله سبحانه وتعالى ومن هنا كان دعاء المصفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من أحد الأدعية إلى خلق الشريف اللهم لا تكن لأنفسنا ولا لأحد من خلق صرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصدى الله على شهدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم أيها الكوة الأحباب فالله أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أيها الأحباب العلم والإيمان قضية قديمة وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه القضية بودي أن أعرف ماذا نقصد بالعلم وماذا نقصد بالإيمان العلم لغة هو كل ما وصل إلى إدراك الإنسان من المعارف ولكن بطبيعة هذه الحضارة المادية المعاصرة قصرت كلمة العلم في دراسة الأشياء المدركة المحسوسة من أشياء هذا الكون المادة على تباين صورها الطاقة على تعدد هيئاتها الكائنات الحية بمختلف أنواعها والقوانين الإلهية التي تحكم ذلك كله وتدرس هذه القضايا بمنهج يعرف بالمنهج التجريبي يقوم على الملاحظة والاستنتاج أو التجربة والملاحظة والاستنتاج فبالنظر إلى أشياء هذا الكون يتعرق الإنسان عليها وبالتجربة يتعرق على القوانين الكونية التي تحكم أجزاء هذا الكون بعضها مع بعض هذا عند غير المسلمين أما عند المسلمين فالعلم كل لا يتجز وانطلاقا من هذه الفلسفة يقسم العلماء المعاطرون من غير المسلمين المعرفة الإنسانية إلى درسات العلوم البحثة والطبيقية ثم الآداب واللغويات والدرسات الإنسانية ثم ما يعد لهم فوق ذلك في تقسيمات مختلفة متعددة أما نحن المسلمين فنرى قاعدة المعرفة الإنسانية المعرفة الإنسانية هرم متواصل الأطراف متصل اللبنات لا تنفصن أجزاؤه إلى كيانات مستقلة قاعدته العلم لأشياء هذا الكون أو ما يطلق عليه العلوم البحثة وتطبيقات ذلك أو العلوم الكونية وتطبيقات ذلك هي العلوم التطبيقية فالنبات والحيوان والعلوم الأرض والفلث وغير ذلك من الدراسات المباشرة والأرصاب كل هذا من العلوم الكونية ثم استخدام ذلك في القياب الواجب الخلافة على هذا الكوكب تطبيقات ذلك كل في الطب في الهندفة في الزراعة في الطب البطري في الصيدلة هذه هي العلوم التطبيقية للم الكونية التطبيقية وهذه هي قاعدة المعرفة الإنسانية لأن الإنسان ذلك المخلوق المكرم الذي وكل إليه أمر القيام بواجب الاستخلاث في هذه الأرض وهبه الله سبحانه وتعالى من الملكات والحواه ما يمكنه على التعرف على أشياء هذا الكون واستخدام ذلك في عمارة الحياة على هذا الكوكب وليس هذا تقليلا من شأن هذه المعارف ولكنها كما وصفها كثير من المنصفين هي النافذة التي يطل منها الإنسان فيرى عظمة الخالق مباشرة ويأتي فوق الدراسات الكونية وتطبيقاتها فلسفة العلوم والفلسفة عندنا المسلمين ليست فصفة كلامية ولكنها حب الحكمة والعلم والمعرفة إذا نذعت عنهما الحكمة فقد أهم خصائصهما فلا يجد لعاقل أن ينظر في أرجاء هذا الكون فيرى فيه من صور الإبداع وصور الإعجاز وصور الكمال وصور الجمال ما لا يوصله إلى معرفة شيء من صفات خالقه العظيم وهذا ما نعني به فلسفة العلوم لا يكفي أن أقول أن هذا الكون شاشع الأطراف دقيق البناء منتظم الحركة له من القوانين ما تضبط كل جزئية من أجزائه دقة أن كبرت إن لم أستشف من ذلك شيئا من صفات الخالق العظيم الذي أوجد هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره أصبح علمي علما ناقصا ويأتي فوق فلسفة العلوم الدراسات الإنسانية لأن الإنسان مخلوق مكرم يعلمنا ربنا تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم منذل فذلك المخلوق بقوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفطيله فالإنسان مخلوق مكرم وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد أن يكون مكرما فكل ما يتعلق بالإنسان اللغة وآدابها السلوكيات الأخلاق التاريخ الأنشطة العامة التي يقوم بها الإنسان من اقتصاد وإدارة والسياسة غير ذلك ينطوي تحت ما يعرف الدراسات الإنسانية وهي لا تنفصن عما تحتها من معرفة بأشياء هذا الكون وما يمكن أن يستشفى من حكمة من ذلك وتأتي فوق الدراسات الإنسانية الفلسفة على إطلاقها وكما أشرت الفلسفة عند علماء المسلمين بحثا عن الحكمة مستخدمين في ذلك كل ما وهب الله عن طالع الإنسان من حواس ومن قدرات والحكمة تضالة المؤمن أن وجبها فهو أولى الناس بها كما علمنا رسولنا صلوة الله وسلامه عليه والفلسفة في الإسلام ضرب من التفكير الذي يوضف كل المعارف التي تصل إلى الإنسان عن طريق النظر في هذا الكون وفي ذاته للتعرف على خالقه ثم يأتي فوق ذلك الوحي السماوي المنزل وكمته فعلم أنه لا إله إلا الله هذا هرم المعرفة عند المسلمين لا ينفصل ولا ينفصل ولا يتجزأ في كيانات صغيرة ضيقة تحجم الحكمة من هذه المعرفة وهنا يجب أن يكون للمسلم وقفة واضحة المعرفة عند المسلمين كانت دائما وسيلة لتحقيق الرسالة الأولى للمسلم في هذه الحياة عبدا لله يتقرب إليه بالطاعات ومستخلفا في الأرض يقوم بهذه الواجبات على الوجه الأكمل والأمسل أما الإيمان فهو إذا أطلق فإنما يقصد به الإيمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه قضية لا يفهمها غير المسلمين وربما تنخصر عند غير المسلمين في قضية الإيمان بالله بوجود خالق لهذا الكون وبهذا التعريف لا يبدو أنه يمكن أن يكون هناك أي قدر من التضارب بين المعرفة بأشياء هذا الكون وقضية الإيمان بالغيب وعلى رأسها الإيمان بالله ولكن مشأت هذه القضية أساسا عند غير المسلمين فالحضارة الإسلامية التي امتدت عشر قرون أو يزيد والتي استطاع المسلمون خلالها أن يغربلوا وعطيات الحضارات المجاورة كلها أن يدركوا تمام الإدراك معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن حكمة ضالة المؤمن أن وجدها فأولى الناس بها فسعوا وراء هذه الحكمة بمعيار الإسلام غربلوا كل معطيات الحضارات السابقة والمعاصرة ما اتفق مع معيار الإسلام قبلوه وما تضاد مع هذا المعيار الإسلامي رفضوه واستطاعوا أن يحفظوا تراث الإنسانية على مدى أكثر من عشرة قرون وأضافوا إليها إضافات هائلة لم نسمع في تاريخ واحد منهم أن هناك تضاد بين معطيات العلوم والعقيدة ولم نسمع عن إنسان اضطهض لمجرد أنه استحبم عقله وحسه في النظر في أشياء هذا الكون بشيء من الحرية أما عند غير المسلمين وعند المصارى بطفة خاصة كانت الكنيسة مهيمنة على مقدرات الحياة وحاولت الكنيسة أن تعطي لكل أمر من أمور الحياة تفسيرا محددا لا يمكن لإنسان أن يخرج عليه ونحن نعلم أن الثورات قد ضيعت واليهود يعترفون بذلك وما يسمى بالعحد القديم والذي يتخيل للنصارى أنه الثورات لا أفضله على الإطلاق والعهد الجديد إنجيل عيثى عليه السلام قد ضيعت فأنتم تعلمون أن أقدم نسخة من الإنجيل موجودة بين عيد الناس هي باللغة اليونانية القديمة وهي لغة لم يتحدثها سيدنا مهي عليه السلام ولا أي من أتباعه ومجرد نسبة هذه الأنجيل إلى غير الخالق سبحانه على لغير الله يؤكد أن هذا ضرب من الكتابة البشرية التي بدأ بخطها بعد قرن أو يدين من رفع المسيح عليه السلام واختلط فيها شيء من الحق القديم بكثير من الخيالات الإنسانية في وقت لم تكن المعرفة الإنسانية على قدر من النظر وعلى قدر من الاستواء يستطيع أن يحدد إجابات لكثير من القضايا كخلق السماوات والأرض وتفسير لكثير من الظواهر الكونية فحينما أرادت الكنيسة في هذا الوقت المبكر من المعرفة الإنسانية فرض تفسيراتها على الناس وكان الأوروبيون قد تعلموا من المسلمين عبر أسبانيا وعبر إيطاليا وعبر الاحتكاك في الحروب الصليبية تعلموا عن المسلمين المنهج العلمي وحاولوا استخدامه فوجدوا أن هذا المنهج يعطيهم من الإجابات ما يخالف تفسيرات الكنيسة لكثير من الأموم وهنا وقع الصدار قامت الكنيسة بمحاربة العلم وأهله حرقت العلماء وسجنتهم وقتلتهم وفرط عليهم أن لا يعلنوا النتائج أبحاثهم التي استخدموا فيها هذا المنهج العلمي القائم على الاستقرار ومن هنا ظهرت هذه القضية أن هناك تعارضا بين العلم والإيمان وهذه القضية لا وجود لها على الإطلاق في تاريخ المسلمين الذي انتدى عبر أربعة عشر قرنة لماذا إذن مناقشة هذه القضية هل هناك تعارض بين العلم والإيمان هل يمكن أن يكون هناك تعارض حينما ينظر الإنسان في خلق الله أو يقرأ كلام الله لا يمكن لكن يأتي التعارض حينما يكون الكلام محرقا حينما تكون الرسالة السماوية قد بضلت وغيرت وحرتت وأضيف إليها من العمل البشري ما يخرجها عن إطارها الرباني لأن العمل الإنساني بطبيعته يتسم بالنقص وعدم الكمال أما إذا كان الكتاب بيانا من رب العالمين فلا يتخيل عاقل أنه يمكن أن يكون هناك تعارض بين خلق خلقه الله واستقراء لقوامين ذلك الخلق وبيان من الخالق الذي خلق والذي هو أدرى بخلقه ممن سواه لا يمكن على الإطلاق ولكن يأتي التعارض حينما تكون الرسالة السماوية قد خرفت وأدخل عليها من العمل البشري ما أخرجها عن إطارها الرباني فالذي ينسحب على النصرانية المعاصرة أو على اليهودية المعاصرة أو على غير ذلك من الأديان لا يمكن على الإطلاق أن ينسحب على الإسلام ونحن نعلم أن الإسلام العظيم كما يتمثل في رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أنظر الصراط وأذكر التسبيل هو الرسالة السماوية الخاتم التي تكاملت فيها بعثة ما يجيد عن ثلاثمائة رسول ومئة وعشرين ألف نبي الرسالة الخاتمة التي تعهد الله تعالى بحفظها فحفظت إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون ولكن لنفرك هذه القضية مؤقتة وننظر هل يمكن للنظر المجرد في أشياء هذا الكون أن يشير إلى شيء يفاقض مع قضية الإيمان هل يمكن وأقول أيها الأحباب حينما انطلق العلم في أوروبا من عقال ورقة الكنيسة انطلق بموقف معاد لقضية الإيمان بصفة عامة والعلم التجربية كما تعلمون له طبيعة تراكمية بمعنى أنه كلما توفر قدر هائل من الملاحظات كلما كان الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة فكان العلم في هذه المراحل في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع القرن العشرين حقيقة يحضو في مراحله الأولى لم تكن قد توفرت له من الكراءات ومن البيانات ومن المشاهدات ما يجعله يصل إلى مصورات ناضجة وكان العلماء قد خرجوا لتوهم من معركة ضارية مع الكنيسة فأخم العلم في الحضارة الغربية المادية المعاصرة منطلقا معاديا لقضية الإيمان ونحن نعلم أن العالم حينما يكتب في قضية ما يتأثر درى أو لم يدري بالخلفية التي ينطلق منها فإذا كان مؤمنا كانت كتاباته ترى معاني الإيمان فيما ينظر إليه وإذا كان كافرا فإن هذه الخلفية المنحدة تجعله يلوي أعناق الكلمات والاستنتاجات والجمل حتى يصل إلى حقيق رؤيته المنحدة المنكرة الكافرة وبالرغم من ذلك فقد وصل العلم في زماننا إلى مرحلة من النظر تكاملت أعداد هائلة من الكراءات والمشاهدات فوصل العلم إلى قبر من النبج وأصبحت معطياته الآن تؤكد على كثير من الغيبية التي نادى بها الإيمان فمن القضايا القديمة قضية أزلية العالم كان المنكرون يقولون هذا الكون أزلي كان هكذا وستظل إلى مال نهاية وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لافتراض الخلق وافتراض وجود خالق فأتى العلم في مرحلة النظر الحالية ليؤكد على أن الكون الذي نحي فيه له بداية يحاول العلماء تقديرها وكل ما له بداية فلابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية الشمس التي نحيا في نعمة من بسئها ونورها تسكد من كتلتها في كل ثانية أربعة وستة من عشر مليون طن ويرى العلماء في فسحة السماء نجوما تولا ونجوما تموت ويحسب العلماء أن الكون الذي نحيا فيه يتبرد بطريقة مستمرة بانتقال الحرارة من الأجسام الملتهبة الحارة إلى الأجسام الباردة ومن هنا يستنتج العلماء أن هذا الكون الذي نحيا فيه لا يمكن أن يكون كونا أزليا بل لا بد أنه وقد كانت له في يوم من الأيام بداية وما له بداية فلا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية وتؤكد هذه النهاية أننا نرى نجوما تموت ونجوما تولد وأننا نرى شمس تفقد هذا الكم الهائل من كتلتها في كل ثانية أربعة وستة من عشر مليون طن هذا الكون الذي نحيا فيه لو نظر فيه الإنسان بشيء من البصيرة لأدرك بغير عناء أننا نحيا على كرة من الصخ أو شبح كرة من الصخ ذلك الكوكب الذي يسمونه الأرض تزم ستة آلاف مليون 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 طن سابحة في الفضاء تدور حول محولها وحول الشمس ومع الشمس حول محاور أكبر محافة بالمخاطر من كل اتجاه من فوقها ومن تحتها ومن عن يمينها وعن يسارها من مكوناتها ومن خارجها وسأعرض لذلك شيء من التفصيل بعد قليل هذا الكوكب تخيل العلماء في بداية الأمر أنه مركز الكون وأن كل ما حوالي نمط من الزين للحياة على هذه الكرة فإذا به يرون الشمس أكبر وأعلى حرار وأشد ضياء فقالوا إن الشمس هي مركز الكون فإذا بالعلم بعد طوير المقارين أو التليسكوبات يدرك العلماء أن هناك من أمثال الأرض سمانية كواكب أخرى وهذه الكواكب التسح الأرض والسبانية الكواكب الأخرى كل منها يدور حول نفسه ويدور في مدار ثابت حول الشمس وأن المسافة بين الشمس وهذه الكواكب التسح تتراوح بين ثمانية وخمسين مليون كيلومترا وستة آلاف مليون كيلومترا وأن المسافة بيننا وبين الشمس تبلغ مية وخمسين مليون كيلومترا وكل من هذه الأجرام السماوية له طفاته وله سنته وله طبيعة يومه وليل وله طبيعة مكوناته ومحيطاته ومادته ولابد أن له من الصفات ما يغير كل كوكب آخر ومن هذه الكواكب ما له ثوابع كما لأرضنا القمر ومنها ما له أكثر من قمر واحد وهناك بالإضافة إلى هذه الأقمار الكويتبات والمذنبات والشفر والنيازي حشود هائلة تتحرك بانتظام دقيق وفي حركة دائمة لا تتوقف ولا تتخلف تخيل الناس في بادي الأمر أن المجموعة الشمسية في كل الكون فإذا بالعلم يؤكد على أن مجموعتنا الشمسية ما هي إلا ذرة صغيرة في حشد أكبر يعرض اسم المجرة وأن المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية بها مئة ألف مليون نجم كشمسنا مئة ألف مليون نجم كل منها بالقياف له ثوابعه كما أن لشمسنا ثوابع وحينما نخرج عن نطاق المجموعة الشمسية تتوقف المسافات الأرضية لا يستطيع الإنسان أن يستخدم الكيلو متر والميل فلجأ العلماء إلى وحدة قياسية تعرض باسم السنة الضوئية وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية في سنة من سنينا ورقم مهول يبلغ تسعة ونصف مليون مليون كيلو مترا تقريبا وأن أقرب النجوم إلينا خارج مجموعتنا الشمسية الدب القطي يبعد عننا أربعة واثنين من عشرة سنة ضوئية يعني أربعة واثنين من عشرة في دسعة ونصف مليون مليون كيلو مترا وأن من النجوم ما يصل ضوءه إلينا بعد آلات الملايين من السنين الضوئية وتخيل العلماء في بداية الأرض أن المجرة هي كل الكون التي ننتمي إليها هي كل الكون وإذا بالعلم يؤكد أن بالسماء من أمثال مجرتنا بعدد النجوم في مجرتنا مئة ألف مليون مجرة بعضها أكبر من مجرتنا بكثير وبعضها بحجم مجرتنا ذات المئة ألف مليون نجم وبعضها أفغار خليلا في حركة دائبة ويؤكد العلماء أن الجزء المدرك من الكون المنظور يبلغ قطره ستة وثلاثين ألف مليون سنة ضوئية كون بهذا التعقيد بهذا الانضباط بهذه الدقة في الحركة حركات لا يستطيع العقل البشري أن يتصورها لأن كل جرم سماوي لهو حركة حول مداره حول مركزه ولهو حركة حول مركز المركز الأكبر يضر حوله وهكذا تزداد الحركات بالزيادة توسع الكون هذا الكون الأعجب الغير عاقل دقيق البناء دقيق الحركة المنتظم في كل أمر من عموره هل يمكن لذي عقل أن يتخيل أن هذا الكون قد أوجد نفسه بنفسه هل يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا الكون يمكن أن يكون قد وجد محض الصفة إن الناظر في هذا الكون يدرك تمام الإدراك أن كونا هذا شأنه بهذا الاتساع بهذه الدقة بهذا الانضباط لا بد أن يكون له موجر عظيم وهذا الموجر العظيم له من العلم وله من الشكمة وله من القدرة وله من التدبير ما مكنه من إبداع هذا الكون بهذه الصورة المذهلة ومن هنا أيها الأحباب نرى تأكيد القرآن الكريم على المسلمين خاصة وعلى غير المسلمين عامة على النظر في أرجاء هذا الكون بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحاح شديد من رب العالمين على النظر في هذا الكون تأكيدا على أن كل نظرة ببصيرة في هذا الكون لا بد أن تغفد إلى الإنسان بإيمان عميق لأن هذا الكون لا بد له من موجر عظيم وأن هذا الموجر العظيم له من العلم والحكمة والقدرة والتدبيق ما نبكنه من إبداع إلى ذلك الكون ثم إذا نظرنا في هذا الكون وجبنا كما أشرت أنه لا يمكن أن يكون أزليا من لا بد له في الأصل بداية يقدرها العلماء لعشرة آلاف مليون سنة مضت هذه البداية تقوم عليها شواهد كثيرة قد لا يستسع المجال لعرضها ويتراءى في جنبات هذا الكون ما يؤكد على أنه لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية ومن أبرض هذه الشواهد موت النجوم وميلاد نجوم جديدة وانتقال الحرارة من الأجسام ذات الحرارة العالية مثل النجوم إلى الأجسام ذات الحرارة الباردة وإثبات العلماء أن الكون يتضرب منذ لحظة تكونه إلى الآن هذا الكون القديم عشرة آلاف مليون سنة الدقيق البناء المحكم الحركة الشاشع الاتفاع لا بد أن خالقه مغايع له تماما لا يمكن لرب العالمين أن يكون كشيء من خلقه فهو تعالى لا يحده الزمان ولا يحده المكان لأنه هو خالق المكان ومبدع الزمان كان قبل أن يكون المكان وسيكون بعد أن يزول المكان وكان قبل بدء الزمان وسيكون بعد انتهاء الزمان فليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك فالله مغاير لذلك كما علمنا رسولنا صلوة الله وسلامه عليه هذا الثون الذي نحيا فيه بهذه العجالة التي أشرت إليها دائم الاتفاع بمعنى أن المجرات تتباعد عن بعضها بطريقة مستمرة وبسرعات هائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 240 ألف كيلو متن في الثانية وحينما تتسع المسافات بين هذه المجرات لا بد أن تتخلق المادة لتملأ هذه المسافات وإلا انهار عقد هذا الكون من أين تأتي هذه المادة لتملأ هذه المسافات وهي قضية تحير العلم والعلماء وتؤكد على ضرورة الخلق بل على حدوث الخلق تحت ناظره العلماء في هذه الأيام هذا الكون محتاج في كل لحظة من لحظات وجوده إلى رحمة الخالق العظيم ورعايته ويتفي لنا أن نشير إلى موقفنا نحن على هذه الأرض ذكرت منذ قليل أن هذا الكوكب شبح الكرة محاط بالمخاطر من كل اتجاه فالتفجيرات النووية في فسحة الفضاء الكوني أكثر من أي تفجيرات نووية على فسحة الأرض بملايين المرات ولو دخل إلى نطاق الأرض شيء من ذلك لهلك الحرفة والنسل لكن من رحمة الله أنه جعل الأرض غلافا هوائيا وهذا الغلاف هوائي لا يكاد يدرك بعد ألف كيلو متر ويستمر بعد ذلك وهذا الغلاف هوائي يعمل كحماية من التفاعلات النووية الخارجة في الفضاء الكوني فتحدث هذه التفاعلات النووية نوعا من التأين في الطبقات الخارجة للغلاف الهوائي فتعمل كمرآة تصد عن الأرض هذه الجسيمات الكونية التي تنطلق بسرعات هائلة أكثر بالكثير من أي تفجير نووي استهل الإسان أن يصل إليه وهذه الطبقات المتأينة في الأجزاء العليا من الغلاف الغزي هي مرآة تعكس عن الأرض من المخاطر ما يمكن أن يبيض الحياة على فطحها إنسانا وحيوانا ونباتا بقدر العلماء أن هذه الطبقة المتأينة وهي على هيئة حزامين هلالية الشكل يزداد صنقهما عند خط الستواء ويرقان كثيرا عند القبضين وحينما يرقان تتراء وهج هذه التي فعلت نوية في ظاهرة صارت بالوهج القبضي ينير ظلمة الليل الحالك ويبدو أن هذا كان يتم في الماضي قبل تكون هذه الطبقة المتأينة ولذلك نقرأ حقان الكريم قولة حق تبرق تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على السنين والحساب كان الليل في الماضي متوهجا مضيئا ضاء أشد من إضاءة النهار ويبقى فضلا من ذلك هذا الوهج القبضي ليشير إلى ذلك الخطر المحدق بالأرض من كل اتجاه والذي لو حدثت صغرة في هذه الصدقة المتأينة لفترة لحظات قليلة لكانت كمية الأشعة الكونية داخل الأرض أكبر مما يحتاج إليه لإبادة الحياة على خطحها إنسانا وحيوانا ونبادا هذا الغلاف الغازي به نسبة ضئيلة من بخار الماء تصد عنا الأشعة فوق بنفسجين وهي من الأخطار الحارقة التي تصل إلينا من فضاء الكونين من الشمس ولولا هذه النسبة ضئيلة من بخار الماء لكانت كمية الأشعة فوق بنفسجين كافية لإحراق كل حي على خطح الأرض هذا الغلاف الغازي يتحرك فيه الماء من البحار والمخيطات على هيئة بخار ويتكفف ينزل على هيئة أمطار يجري على خطح الأرض يريد من أملاحها ما يقبل الإذابة ويتحرك إلى المحيطات والبحار من جديد وتبقى هذه الملوحة ضابطا يحفظ مياه الأرض من التعافل ولو تكن هذه الأملاح لأشن ماء البحار والمحيطات من زمن طويل ويثبت العلم أن مياه البحار والمحيطات كانت في القديم مياها عذبة وأن الملوحة التي تتراء فيها الآن إنما جاءت من صخور الأرض هذا الغلاف الغازي له تركيب غاية في الدقة لو زادت نسبة الأكسجين قليلا لكان أقل وحج يحرق الأرض لو قلت نسبة الأكسجين قليلا لما أنكل لإنسان ذكي لمخلوق ذكي كالإنسان أن يتواجب على فضح الأرض لو زادت نسبة النيفروجين قليلا لما أنكن للحياة أن تستقيل لو زادت ثالي قصير كرمون قليلا لما أنكن للحياة أن تستقيل أمور منضبطة غاية في المضباط ثم نترك هذا الغلاف الغازي ونأتي إلى قشفة الأرض هذا المكان الذي يحيى عليه الإنسان وتتصارع مطانع الإنسان فوقه هذه القشرة التي تكسوها الحقول الخضراء والمياه الزرقاء الباردة تتفجر من تحتها نيران تصل درجات الحرارة فيها إلى أرقام خيالية تصخر الصخد ولعلنا نرى شيئا من ذلك في انفجار البراكين انظار من رب العالمين أن هذه الأرض ليست مستقرة وأن الإنسان فوقها محتاج في كل لحظة من لحظات الوجود إلى رحمة خالقه ومن هنا كان دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكن لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك هذه القشرة التي يتروح صخوها بين ثلاثين واربعين كيلو مترا تنطهر الصخور من تحتها وتتفاعل أنشطة نووية شديدة تظهر هذه الصخور وترفع درجات الحرارة وتؤدي إلى نوافج إشعاع من أخطر ما يكون على الإنسان هذه القشرة ليست ثابتة متحركة بطريقة مستنرة ويثبتها رب العالمين بالجبال تتحرك فوق الصخور المصاهرة تحتها ولولا هذه الجبال لكانت حركة هذه القشرة أسرع من أن تمكن الإنسان أن يصف طريقة أو يضرع شجرة أو يمني عشا يمني كوخا فلولا رحمة الله فجعل الجبال مرسيات لحركة هذه القشرة لما أنتن لنا أن نحيا على فضح هذا الكوكب هذه الأرض عليها كمية من النياه محسوبة بدقة بالغة وأن ماء الأرض كله من الأرض وهذه حقيقة لم يتوصل إليها العلم إلا مؤخرا وقرأوا إذا شئتم قول الحق ترارق وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها يؤكد العلم الآن على أن كل ماء الأرض وكل الغلاف الغازي للأرض أصبه من مادة الأرض هذا الماء أنزل بقدر يتجمع جزء منه على الطبين على هيئة جليل ويختزن جزء منه في صخور القشرة الأرضية وتمتلئ البحار والمحطاط بجزء آخر ويجري على سطح يابسة عنهارا وبحيرات لو قدر لهذا الجليل المتجمد عند الطبين أن ينصهر ولا يحتاج ذلك إلا لدرجات قليلة من الحرارة أربع إلى خمس درجات نائوية لأغرقت هذه النياه كل صور الحضارة المعاصرة وأغلبها على السواح أربع درجات تربة في سيبيريا وفي ألاسكا وفي جريمنا تربة متجمدة إلى عمق يصل إلى أربعة كيلومترات لو ظهر ذلك الجليل أن أغرق هذه الحضارة المعاصرة بالكامل هل يمكن لعاكل أن يتخيل بعد هذه الرحلة السريعة في الأرض وفقا أن يتخيل أن هذه الأمور يمكن أن تكون بعفوية بل أنها بيد مقدر قادر حكيم عليه يجريها بقدر وبحكمة البالغ وأننا في كل لحظة من لحظات وجودنا فوق هذه الكرة السابحة في الفضاء محتاجون إلى رحمة ذلك الخالق العظيم اللهم لا تكن لأقصنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك كان من أحد أدعية رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف هذه الأرض تتكون من الصخور وتتكون الصخور من المعادم وتتكون المعادم من العناصر والمركبات وعناصر الأرض ساقت المئة بقليل فتباين هذه العناصر في صفاتها وفي خصائصها وضعها العلماء في جدول يعرف جدول الدوري للعناصر فتضاعف هذه الصفات بطريقة غاية في الدق وينظر العلماء في الكون فيروا أن المادة الغالبة على الكون المنظور هي العنصر الأول في هذا الجدول غاز الإدروجين هذا الغاز يشكل أكثر من 74% من مادة الكون المنظور ثم 24% من النسبة الباقية يشكلها الغاز الثاني الهيليوم والهيليوم يتكون في داخل الشمس تحت ناظرين باتحاد ضرات الإدروجين مع بعضها البعض عملية تفاعل نووي بعكس الانفجار النووي ثم الاندماج النووي تندمج ذرات الإدروجين مع بعضها لتكون ذرة من ذرات الهيليوم وكلمة الهيليوم يعني غاز الشمس لأن العلماء رأوه أول ما رأوه في الشمس وعملية الاندماج النووي هذه بالإضافة إلى هذه النسبة أن الإدروجين والهيليوم يكونان معا 98% أو أكثر من 98% من مادة تكون المنظور بينما تكون العناصر أخرى كلها مجتمعا أقل من 2% الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلتين إلى أسف فيصل العلماء من ذلك إلى تصور عجيب أن عناصر الأرض كلها كان الغاز الإدروجين هذا الغاز البسيط صاحب الظر البسيطة أقصد عناصر الأرض بناء هو أصل مادة هذا الكون المنظور وأن من هذا الغاز تكونت كل هذه العناصر المتباينة في خساتها وفي خصائصها وفي مميزاتها الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلتين كل هذا كله غاز الإدروجين وينظر العلماء هنا يقف موقف صاحب البصيرة كثير من علماء أصحاب البصيرة يقولون هذه الوحدة في بناء العناصر التي تكون مادة الكون المنظور إن دلت على شيء فإنما تدل على وحدة الخالق العظيم ثم يرى العلماء أن هذه العناصر تبنى من الجزيئات وتبنى الجزيئات من الضرات وأن الضر عبارة عن كتلة في الوسط تعرف باسم النواة عليها شحنة مجبة وجسامات ضئيلة للغاية تضور في مضارات حولها كل منها يضور في مضار حول نفسه كما تضور الكواكب ويضور في مضار حول النواة كما تضور الكواكب حول الشمس وهذه الضرات قد لا ترى إلا بأكبر المجاهل تقاف أبعادها بالأجزاء واحد على ألف مليون مئة مليمتر من يمكن أن يتخيل أن المادة في بنائها في أدق لبناتها وهي الظرة وفي أكبر وحداتها وهي المجرة تبنى على نفس النظام إلا إذا كان لها بان عظيم ذو علم وحكمة وقدرة لا يمكن هل يتخيل عاقل أن يتكون هذا الكون فجأة من رحض الصدفة فيكون بنائه في أدق وحداته ويضر وفي أكبر وحداته وهي المجرة على نفس النظام ما أظن عاقلا يمكن أن يسلم بشيء من ذلك ثم يأتي العلم ليؤكد لنا على أن المادة والطاقة شيء سواء كل مادة الأرض مادة الكون المنظور انحلت إلى ذات الإدراجين وكل صور الطاقة الأخرى الضوء والحرارة والكهرباء والمناطية والجاذبية كل هذا يتحل إلى صورة واحدة من الطاقة وتأتي النظرية المثبية لنساوي بين المادة والطاقة قل أنهما شيء سواء فينفرط عقد هذا الكون العظيم إلى حقيقة واحدة إن دلت على شيء فإنما تدل على وحدة الخالق العظيم ثم يأتي العلماء ويساوون بين المكان والزمان ويقولون انتهى الكون تساوت المادة والطاقة فآصل المكان والزمان واتهى هذا الكون إلى سر يشير إلى وحدانية الخالق العظيم ثم يأتي ناظر آخر إلى الأحياء فوق هذا الكون فيرى إذا نظر الإنسان في نفسه هذا البناء المعقد المكوم من آلاف ملايين ملايين الخلايا بدأ بخليتين ضئيلتين لا يكادان يريان بأكبر النجاح هاتفان الخليتين تنقسمان انتساما عجيبا يؤدي في النهاية إلى هذا البناء العظيم المكون من مئات آلاف لملايين الخلايا وبناء الخلية واحد ويشبه بناء الضر نواف الوسط تتحكم في الخلية وجسيمات سائلة تدور حولها وطبيعة كهربية مميزة بناء لبنة تبنى منها أجساد الكائنات الحية كلها وإن دلت على شيء أيضا فإنما تدل على وحدة الباني سبحانه وتعالى هذه اللبنة تتخفص في أجهزة والأجهزة في أمسجة والأمسجة في أعضاء والأعضاء في أجهزة لتقوم في عمل منتظم تقوم باحتياجات ذلك المخلوق وهو الإنسان الذاكرة والعقل جهاز الدوري جهاز العضل جهاز الهضم جهاز الإخراجي جهاز التكاثري من الذي علم هذه الخلية وحيدة أن تبني ذلك البناء العظيم إن لم يكن فيها من الأسرار وفيها من الخكمة وفيها من القدرة ما يشهد بخالقها ما يشهد على عظمة خالقها هذه الخلية التي تتشابه في بنائها في النبات كما تتشبه في الحيوان وفي الإنسان هي وحدة بناء الحياة هذه الخلية نعرف تركيبها مئة بالمئة سطاع العلماء أن يأتوا بهذه الخلية ويحللوها فيصلوا إلى بنائها مئة بالمئة وحاولت أشور الشيوعية منذ أيامها الأولى إيجاد الخلية الحية ففشلت في ذلك فشلا ذريعا لم يستطيعوا أن يجدوا أي نمط من الحياة على الإطلاق أقصى ما استطاعوا أن يصلوا إليه تخليق الجينات والجين بطبيعته ليس مادة حية ولكنها مادة ميتة تنشط إذا وضعت في داخل الخلية الحية فيستطيع العلماء الآن أن يقولوا بمنتهى الصدق أن الحياة في الخلية الحية سرا لا يستطيع العلم التجريبي أن يصل إلى فهم شيء منه نحن نعلم تركيب الخلية الحية مئة بالمئة وأتي بهذا التركيب ووضع تحت ظروف مختلفة من الضغط والحرارة في محاولة لإيجاد الحياة أي نوط من الحياة أي صورة من الحياة مهما كانت ضئيلة ففشلت هذه التجارب على إطلاقها بالكامل وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الحياة سر لا تتطيح هذه الآلة الواهية التي يسمونها العقل البشرية أن يصل إلى شيء من ذلك ليس هذا فقط بل أن العلم التجريبي كلما اتسعت دائرته كلما أكد على أن هذا الكون به من الغيوب ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه دفعة واحدة واتساع دائرة المعرفة الإنسانية بطريقة مستمرة مع الزمن الكشوف التي تتوالى عاما بعد عام وسنة بعد سنة تدل على أن هذا الكون مليء بالغيب والتسليم بالغيب قضية يؤكدها العلم التجريبي الآن بلا أدنى شك يؤكد النظر في هذا الكون على حقيقة الآخرة نحن نرى كل ما في الكون يمر في دورة من النشوء والنمو الشباب والكهولة والشيخوخة ثم للنفار كل ما في هذا الكون المادة والطاقة والأحيال الجبال والنجوم والأقمار والكواكب نعلم أن كل ما في هذا الكون له دورة يدور فيها وينتهي بالفناء وإن كان ذلك كذلك واستقراءا من سلوك الإنسان نفسه في هذه الحياة لا بد أن يكون هناك حياة أخرى لأن كثيرا من القضايا لا تتم في هذه الحياة كثير من المظالم لا يقتص لها كثير من السلوكيات الخاطئة لا يقتص منها في هذه الحياة وإذا أدرك الإنسان أن هذا الكون الدقيق البناء المحكم الحركة المنتظم في كل جزئية بجزئياته لا بد أن له خالقا عظيما ومن صفات هذا الخالق الذي خلق هذا الكون بالحق من صفاته أنه عادل وليس من العدل أن يثلت في هذه الحياة ممن أجرمه في حقوق أنفسهم وفي حقوق الآخرين أناس كثيرون ثم لا يحسبون على ذلك فالنظر في هذا الكون يؤكد على حقيقة الآخرة بل على حتميتها ويؤكد على إمكانية الحساب فنحن نعلم الآن أن كل حركة يتحركها الإنسان وكل كلمة يتكلمها وكل طاقة تصدر عنها حتى الطاقة التفكيرية الذئنية هي صورة من صور الطاقة الذي سجل في هذا الفضاء الجوي وتبقى ولا تضيع وأنه في الإمكان استردادها واسترجاعها ومعرفتها ولعلكم سمعتم أو قرأتم أن الأمريكان في حربهم في فيتنام لقوا عنة شديدة من البيتكونغ وهي بلاد أحراش وغابات كان البيتكونغ يخزنون الأسلحة في الغابات حتى إذا أضم الليل خرتوا وتسللوا إلى هذه الغابات وأفضوا جنود الأمريكان بديرانهم ثم يدسون أسلحتهم ويعودون إلى أكواخهم وقراهم فشكل الأمريكان ذلك إلى البنتكون القيادة العسكرية الأمريكية فاستشاروا العلماء فصنعوا لهم كاميرا آلة تصوير تستخدم الأشعة فوق الحمراء وكانوا يستخدمون هذه الآلة يدخلون إلى الغابات بعد انتهاء المعركة بنصف ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة ويصورون بطريقة عشوائية وتظهر أشباح فعلى في صور هذه الكاميرات أو الآن التصوير يستطيعون أن يستبينوا منها يدخل يعودون إلى القرى ويمسكوا هؤلاء الناس وأقولهم كنتم في الغابة بالأمش وضربتم على القوات الأمريكية بالسلاح يقول ما كنا في الغابة يقول هذه صورة كان في الغابة وهذه صورة لشبحه الطاقة الحرارية التي صدرت من جسده وبقيت محفورة في المكان إلى نصف ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة ويقول أحد المؤلفين المسلمين إذا كان بطاقة الإنسان أن يسترجع هذه الصور بعد نصف ساعة إلى ثلاثة ساعة وربما تطورت هذه الآلة مستقبلا فيصبح في مخدور الإنسان أن يسترد ذلك بعد عدة أيام أو عدة أسابيع أو عدة شهور فهل يكون مستعصيا على رب العالمين أن يأتي للمخلوق في يوم القيامة يوم العرض الأكبر بفيلم كامل يعرض قصة حياته في تفصيل شديد من لحظة ميلاده إلى عرض لحظة وفاته اقرأ كتابك كفى بنشتك اليوم عليك حسين هذه العلوم هذه العلوم وهي مفاتيش للمعرفة الحقيقية في تكاملها وفي موضوعيتها تؤكب على حقيقة الرسالة على إمكان الرسالة فالعلم الآن يرى أن هناك من المخلوقات البشرية من الإنسان ومن الحيوانيين من الحيوانات من يستطيع أن يتصل بمثيله عبر مساحات أرضية شاسعة دون واسطة مادية ملبوسة فردين من الناس تصلهما آلاف الكيلومترات يتصلان ببعضهم البعض ويتلقيان معلومات صحيحة بدون تليفون وبدون تيليكس وبدون فاكس مين وحاولوا العناء يفسروا ذلك كيف يمكن أن يتم ذلك فقالوا هناك نظرية تقول هناك موجات ذهنية موجات للمخ تنطلق إلى مسافات كبيرة لا تحكمها قوانين المادة المعروفة فإذا كان بمقدور الإنسان أن يتصل هذا المخلوق الضعيف أن يتصل بإنسان آخر عبر آلاف الكيلومترات بدون واصفة مادية ملموسة فليعجز رب العالمين أن يختار من خلقه نخبة مصطفاة من البشر يخاطبهم وتصل بهم ويوحي إليهم ويعلمهم من علمه الذي لا ينتهي حتى يعلمه هذا الخلق ويصبح ظاهرة للتشراك هذه صورة من صور التأكيد العملي على إمكانية الوحيد وعلى إمكانية التصال للخالق العظيم بمن يختار من الرسل فوق هذه الأرض هذه العجالة أيها الأحباب تؤكد بما لا يرقى إليه شك أن العلم في مجه وسيلة هائلة في التعرف على الخالق العظيم لأنه ينظر في الخلق ينظر في إبداع صنعة ذلك الخالق العظيم فإذا دخل الإنسان نضمار العلم متسلحا بالأمانات العلمية متسلحا بأخلاق العلماء قاصدا الحقيقة المجردة غير متأثر بخلفية إلحادية معينة فإن هذه هي النافذة التي ينظر منها الإنسان مباشرة سيتعرف على خالق العظيم من خلال التعرف على بديع الصماء لا أريد أن أصيل عليكم أكثر من ذلك ولكنني أؤكد أن العلم في مرحلة نزج هذه ساتحة لقبول الناس للإسلام وأذكر وأذكر أن أحد العلماء المسلمين في هذا العصر سيد محمد سريد وجدي عليه رحمة الله وكان من كبار الفلاسفة المسلمين كتب كتابا رائعا عنوانه المستقبل لهذا الدين يقول فيه معي المسطف لكن لعوني أرسجد فأقول فيه كلمتين يقول فيه يتحيل كثير من الناس أن السير في المنهج العلمي يهدم الأديان وإن ذلك لا يهدم إلا الأديان الباطلة لأن العلم سيرفض كل دين موروث ويرفض كل دين لا تقوم عليه الحجة ولا يدعمه البرهان لأن هذا هو منهج العلم التجريبي لا يقبل الضم ولا يقبل القضايا التي لا تدعمها الحجة ولا يقوم عليها البرهان وهذا منهج إسلامي أيضا يقول فإذا اتجه العلماء هذا الانتجاه الموضوعي في النظر إلى أشياء هذا الكون وتركوا الأديان جانبا ونظروا إلى الكون الموضوعية فإنهم يكونوا يصلون إلى حقيقة الإسلام من حيث يظنون أنهم يهدمونه مع ما يهدمون من غيره من الأديان الكون إبداع الله وخلق الله والنظر في هذا الكون إن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الدشرية لا هي تلك المعاني الرائعة التي تنفعل في ذات الإنسان حينما يقف وتأملا في هذا الكون إن الإنسان يدرك بحسه المحدود وقدراته المحدودة أنه أمام ظلام دامس ولكنه يستطيع أن يستشت من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال وكمالا ما بعده كمال وإعجازا ما بعده إعجاز ويقول إن هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عن الخلائق ويزين إن إنسانا يحيا في هذه الدنيا دون أن يقف هذا الموقف ولو مر هو حي ميت من هنا أيها الأحباب كان إلحاح القرآن الكريم على المسلمين خاصة وعلى غير المسلمين عامة على أن يستخدموا عقولهم وحواسهم وأقصارهم وأسماعهم في النظر في هذا الكون ومكرنا ربنا أن هذه الحواس ليست للإحمال بل أننا مسؤولون عنها من السمع والبطرة والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا ويؤكد القرآن ذلك في آيات كثيرة كما ذكرت ومن أعظمها وإجلاها هذه الآيات التي قرأها الأخ القارئ في بداية هذه المحاضرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولم الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا السلام الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أن بعض بعنوان المحاضرة تخطير لي ولم أخفر فتعتقابي أن العلوم وإن كانت تقفر الآن على قضايا الظرافات الكونية وما يتعلق بها من خوانين ومظاهر إلا أن تلمة العلم لغة يقصد بها كل ما علمت الإنسان كل ما وقل إلى إدراك الإنسان من المعارف وليس هناك علوم مادية وعلوم غير مادية ولكن أقسم المعارف البشرية في حرم ترتضت فيه كل هذه المعارف قمته لرافات العقيدة لأنها بيان من الله الذي خلق والذي هو أضرى بما خلق ولذلك فإن دراسات العقيدة تأتي في قمة المعارف الإنسانية ويأتي دون ذلك ما يعرف بدراسات الفلسفة وإن كانت كلمة الفلسفة قد أسيئ استخدامها في هذه الآولة حينما انطلقت بأيدي أناس لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون ببع ولا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون بحساب ولكن الفلسفة في أساسها هي حب الحكمة والحكمة كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى ناتبها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالفلسفة في حقيقة هاته في ذلك التدبر والتفكر في أمور الإنسان وعلومه وأفكاره ومنطلقاته المختلفة وما يربطه بخالقه وهي من هذا المطلق حكمة ودراساتها حب الحكمة والمسلمون أولى الناس بهذه الحكمة ثم يأتي بعد ذلك دراسات الإنسانية الدراسات الإنسانية تلك الدراسات التي تتعلقوا بالإنسان من قريب أو بعيد إبداعه كتاباته آداءه نظراته تحميلاته علاقاته الاجتماعية أموره الاقتصادية أموره السياسية عاداته الاجتماعية كل ما يتعلق بالإنسان وما يطلق عليه الآن الدراسات الإنسانية يأتي في المرطبة التابعة بعد دراسات العقيدة ودراسات الفتاة وذلك لأن الإنسان مخلوق مكرم كما وصفه الحق تبارك ودعال بقوله ولقد فرمنا بني آداء فكل ما يتعلق بذلك المخلوق المكرم يجب أن يكون مكرما أيضا ويأتي دون ذلك ما يطلق عليه فلسفة العلوم وهي الاستنتاجات السلية التي يستخلطها الإنسان من النظر في أشياء هذا الكون ويأتي دون ذلك دراسات الكون أو دراسات الكونية أو ما يطلق عليه الآن دراسات العلوم لأننا مطالبون أن ننظر في الكون وفي أشياء لاعتبارين رئيسيين أننا بنظرنا في الكون نستخلص سنن الله التي تحكم أشياء هذا الكون فنتبكى من عمارة الحياة والقيام بواجبات الاستخلاص على خير وجه هذه سبل القيام بواجبات خلافة في الأرض ثم إننا بالنظر في أشياء هذا الكون نرى تعبيرا عن عظمة ذلك الخارق العظيم يستطيع الإنسان أن يتعرق على شيء النصفات خالقه إذا تأمل في هذا الكون ولذلك أقول أن دراسات الكون هي القاعدة العريضة لذلك المثلث أو لذلك الحرم الذي يجمع المعارف الإنسانية وهذه المعارف لا تنفصل لا بد أن تكون كلها مفصلة وإن عجب الإنسان أن يلم بأطرافها جميعها لكن لا بد أن تكون معارفه في خلال ذلك المثلث تربط القاعدة بالرأس تربط العقيدة بدراسة الكون وأشياءه ومكوناته الإنسان وما حوله من أغنقات الكائنات المادية الكائنات النبذية والأيونية الأشياء المادية الضواهب التي تحكم كل ذلك هذا ما هو جماع المعارف الإنسانية الذي يظهر عليه سنة عامة العلوم الإنسانية أقول أيها الأحباب اتفعت دائرة المعارف كثيرا وعلى الرغم من اتتاعها لا بد أن تتلاقى هذه المستويات المختلفة من المعارف لا يمكن للإنسان أن يحيى في هذه الدنيا دون أن يدرك شيئا من معرفته بهذا الكون وأشياءه ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة كاملة إذا اقتصرت على الجانب المادية فقط أقول دائما لأحباب الأنسانكم لا يكفي أن ندرك أن هذا الكون عظيم ولكننا إذا لم نتنزل من عظمة ذلك الكون شيئا عن عظمة خالقه أصبحت معلوماتنا جزئية للغاية معلومات ناقصة غير كاملة فلا بد لنا إذا استقرأنا أشياء هذا الكون أن نستندج منها شيئا من معرفتنا مما يدل على قصة ذلك الخارق العظيم ومن هنا كان ذلك الإنحاح الشديد في آيات القرآن الكريم على المسلمين خاصة وعلى المؤمنين خاصة وعلى الناس عامة أن ينظروا في هذا الكون ويستقرؤوا آيات الله فيه والآيات القرآنية في ذلك أكثر من أن تخصر يعني يحطي علماء التفسير أكثر من ألف آية فريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون السماوات والأرض والجبال والسخور والأنعام والدواب والسحاب والماء والمطر والرعد والبرد كل هذه من أشياء هذا الكون يتحدث عنها القرآن الكريم بإفاضة شديدة ويعتبرها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى التي لو نظر فيها الإنسان بعين الاعتبار لأدرك تماما الإدراك أن هناك ربا خالقا عظيما له من العلم وله من القدرة وله من الحكمة وله من الهيمنة على هذا السوم ما جعل هذا السوم عبر آلات الملايين من السنين يستمر في وجوده هكذا تحت رعاية ربه في هذا الخلق العظيم وهذا الإبداع العظيم وهذا الاستساع المظلم وهذه الحركة الضائبة وهذا التعقيد الذي لا يقضي العقل الإنساني أن يدرك ضرح منه هذا ما هو ما يعرض بسن العلوم أو المعارف أو المعارف الكونية أو الدراسات الطبيعية كما يحول البعض أن يسميه وهذه المعارف أيها الأحباد التي أراد الأخي الكريم الذي يسمى مجوان المحاضرة أن يسميها بالعلوم المادية أقول لو ضرنا بالمعارف الكونية في إطار المادة فقط لكان هذا أفضل ما في هذه المادة الاعتبارات التي يراها الإنسان إذا نظر في كون بعين الاعتبار الاستنتاجات التي يمكن أن يخرج منها إذا نظر في هذا الكون بعين الحقيقة بعين اليقين بعين الدقة بعين الحكمة هي فوق هذه الأشياء الكثير ولذلك نقول إذا سمى غير المسلمين هذه الدراسات دراسات مادية فيجب علينا نحن المسلمين أن لا نسميها كذلك وإنما نسميها الدراسات الكونية أو نسميها المعارف الإنسانية بصفة نعم وهذه المعارف أيها الأحباب اطلقت عليها معارف مادية لأنها انطلقت في القرنين الماضيين من أيدي أناس لا يؤمنون بالله نحن نعلم أن الحضارات القديمة كلها انطلقت في أساسها من رسالة سماوية حتى لو حرفت هذه الحضارات بعد ذلك وانتكثت عن مسارها الربانيين إلا أننا كمسلمين نؤمن تماما إيمان أن الأطلق المعرفة الإنسانية هو ذلك الكم من العلم الوهدي الذي واهبه الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام بقول الحق صلى الله عليه وسلم وعلم آدم الأسماء كله ويرى كثير من المفسرين في هذه الآية أن آدم عليه السلام لم يعلم فقط أسماء الأشياء وإنما تعلمه الحق صلى الله عليه وسلم فضائع الأشياء حتى تكون عونا له على القيام بواجبات الخلافة في الأرض حتى تكون عونا له في عيشه على هذا الكون فأصل المعرفة الإنسانية هي ذلك العلم الوهدي الذي لقصه الحق صلى الله عليه وسلم وعلم آدم الأسماء كله ثم هناك جانب هامي تريث للإنسان وهو جانب العلم الكثبي أن ينظر في جانبات هذا الكون ويستخلص من ظواهر الكون الظواهر الكونية ومن سنن الله الذي تقوم في أشياء هذا الكون ما يعينه على فهم ذلك الكون وعلى القيام بواجبات الخلافة فيه وبطرات ذلك تجمعة المعارف الإنسانية يعني مصادر المعارف الإنسانية مصدران الوحي السماوي المنزل والعلم المختصد بالنظر في أشياء هذا الكون ومراف الإنسانية في هذين البجالين على إطلاقهما ولكن يعني صارت مصار البشرية في خطوات يعني بدأت بهذا العلم الوهدي وبنت عليه من تجاريها ثم انتكفت حتى كانت هناك الحاجة إلى نبي جديد مرسل من قبل الخالق سبحانه وتعالى ليعيد الناس مرة أخرى إلى طريق الله وظل هذا الحال البشرية يعني يعيشون بالوحي السماوي لفترة فتسعد البشرية وتهنى وتعمل الأرض ويعمها العدل وعمها الرخاء ثم ينطقق الإنسان عن مصاري الرسالة الغربانية فيشقى ويحكي من حوله ويظل يعيش بهذا الشقاء حتى يصل الأمر إلى إنحاح لرسالة سماوية جديدة فيمنم محق سبحانه على البشرية برسول جديد من نفس المصدر بنفس الرسالة وإن تباين التفاصيل التشبيعات من عصر إلى عصر ومن أمه إلى أمه ومن جيل إلى جيل يقوم بالقرآن الكريم التوراة في سورة المائدة لقوله الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلامه ويفكرها المفسرون بأن كل نبي ضعث بالإسلام وإن تباينك تفاصيل الرسالة من عصر إلى عصر ومن أمة إلى أمه من جيل إلى جيل تفاصيل التشريعات أن الرسالة في سوريا واحدة الإيمان بالله وملائكته وكلفه وعصره وليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والتسميم لأن هناك بعث وهناك حساب وهو أن حساب مستخلف في الأرض لفترة زمنية معينة يقضيها في القيام بواجبات الخلافة وفي عبادة الله وأنه سيحاسب بعد ذلك عن عمره فيما أحناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من حين فهو فيما أنفقه وعن علمه فيما أفاد به هذه رسالة الحياة ولكن في الآونة الأخيرة انتقى اللواء المعرفة من أيد المسلمين بعد أن حملوها وحدهم عشرة قرون أو يدي تعلمون أنه بعد معتاد المصطفى صلى الله عليه وسلم عاشت البشرية لا يحمل لواءا للمعرفة فيها إلا المسلمون يولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من القرن السادس الميلادي سادس مئة سبعين ميلادية وبعد السنوات الأولى العشرة الأولى من القرن السادس الميلادي وعاش المسلمون من قرن السادس إلى قرن السادس عشر هم وحدهم حملوا لواء المعرفة الإنسانية واستشعاراً لمعنى الأقوة الإنسانية وللإيمان الصحيح لأن المعرفة ميراق البشرية لم يرى المسلمون عيباً في أخذ نتاج الحضراء السابق لأن الإنسانية كما يعلمنا نصفاً في النظر يتمن أسرة واحد كلكم لآدم وآدمه من شراء فلم يرى المسلمون غضاضة على الإطلاق في أن يأخذوا حضارة الإغريق وحضارة الفراعنة وحضارة الهن وحضارة الرومان كل ما توفف لليهم من حضارات أخذوا ذلك ولكن غربلوه بمعيار الإيمان بمعيار الإسلام الصحيح بمعيار الرسالة المحمدية آخر الرسالات السماوية وهي الرسالة الوحيدة التي تعهض الله تعالى بحضها فحفظه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه فكانوا إذا أخذوا عن هذه الخضرات غربلوا ذلك بمعيار الإسلام إذا كان هناك أمر من الأمور يخالف الإيمان بالله والإيمان بالغير والإيمان بالقلب والإيمان بالبعض والإيمان بالكتاب نبدوا ذلك وراء ظهورهم لأن حيمانهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان فوق إيمانهم بنداج هذه الخضرات الإنسانية وحملوا ذلك اللواء لعشرة سرون أو يدين حتى كان عصر النهضة في أوروبا الذي يسمونه عصر النهضة وما هو حقيقة الضمان ولكن يسمونه عصر النهضة لأن في دورة من دورات الزمن فخلف المسلمون وبركوا رواء العلم فحمله هؤلاء الناس وبنوا ما بنوه أيضا على أساس من عطاء الأمة الإسلامية من تراث هذه الأمة أوروبا والعالم الغربي بأكمله بشرقه وغربي قام حين قام بهذه النهضة الصناعية والنهضة العلمية والنهضة الفقرية التي معايشها على أساس من حقيلة الأمة الإسلامية ولقد كانت كبريات الجامعات في أوروبا حتى سنوات قليلة تصر على أن دارس الصد ودارس العلوم ودارس الهندسة لابد أن يتعلموا اللغة العربية حتى يتبثنوا من قراءة هذا الطلاف الإسلامي الذي تترغل المسلمون بلغة العربية ثم قامت هذه النهضة في أوروبا وحينما قامت كانت الكنيفة مهيمنة هيمنة كاملة على مقدرات الناس ومقدرات الحياة الكنيفة تملك كل شيء تملك الجامعات والمدارس والمزارع تهيمن على الأمراء والحكام هيمنة كاملة وأنتم كما تعلمون أن الكنيفة النفرانية في أوروبا لم تنطلق من رسالة السيد المسيح عليه السلام لأن المسيح عليه السلام وعلى نبينا عبدالر الصلاة والسلام إشاء بالإسلام كما تقروا لنا آيات كثيرة أنه كان مسلما عيسى عليه السلام كان مسلما وابوث عليه السلام كان مسلما ولكن من احرافات التي نشأت عن ضن بأنهم يتبعون سيد المسيح كان منها هذه التنية المعاقبة الآن بمدلها ونحلها وإشكالها وهيئاتها وهي أكثر من نئات الملل والنحن في ظل الكريفة المرضانية ونسل شيء مع اليهود انفرطوا الى ايئات كثيرة متناحرة عديدة ولكن يتخيلون انهم يتبعون كطا موسى عليه السلام وهو على غير كطا موسى عليه السلام لان موسى عليه السلام كان مسلم نقول هذه الكريفة التي حملت شيئا ينسب خطأا الى السيد المسيح عليه السلام نقل شفاها باللسان والانجين الموجود حاليا كما تعلمون لم ينشر الا بعد رفع السيد المسيح عليه السلام باكثر من 100 سنة وانه كتبه اليونانيون واليونان كانت كما تعلمون ارض فكر وطني فكر مبني على الخيالات وعلى الضرون وعلى الاوهام وعلى الافاطير فدخل الفكر رسالة السيد المتيش كما نقلت عليه السلام كما نقلت الجنانين داخلها كثير من هذا الفكر الوطني وهذه الافاطير القرافية فخرجت عن اطارها الرباني ومن هنا كانت الدعاوى الضاطلة بالألوهية السيد المسيح عليه السلام وبالتسليف وبالألوهية مريم عليها رحمه الله كان هذا الهراء الهراء الشديد وان كان بقي فيها شيء من بقية الحق ان هناك خالقا للتوق وان هذا الخالق خالق الفون بعلمه وحجمته هذا موجود وانه بعد هذه الحياة هناك موث بعد الموث البعث وبعض البعث الحساب هذه الآثار الصحيحة موجودة لأنها سواق بشرية عبر الرسالات السنوية المختلفة ولكن حينما كتبت الأناجير وكتب التوراء أو كتب العهد القديم والعهد الجنس ما تخيلون بأقلام غير مختبية بهدي الرسالات السنوية وأنتم تعلمون أن أمور العقيدة إذا دخلها العمل البشري أسدها لأن العمل البشري بطريعة لأنه عمل ناقص غير كاب غير سليم نئة بالله حينما دخلها العمل البشري أسدها وأتاجها عن إطارها ربنا فأصمحت هذه الكتب خليط فيها بعض بقايا الحق الذي نزل مع الرسالات السنوية القديمة وفيها كثير من الضم وكثير من الأساطير التي وضعها البشر ووضعها المال وكما تعلمون أنه في مصارة ربنيقية الذي يعقد قبل رعفة المصطفى صلى الله عليه وسلم بضعي أثنى السنين فجمع للمصارة أكثر من ثلاثة آلاف نسخة من الأنجير نسخة متعارف نسخة أناجير مختلفة تماما أحرقت جميعها وأصلت إلا هذه الأناجير الأربعة الموجودة حاليا وكان بالك في ظل في إمبراطور وثني إمبراطور روماني وثني دخل المصراني عليك الأراضي لابدت عواطف الناس لم يفهم رسالة السنين المزيح عليه السلام ومن هنا جاء الحنجين وجاءت الطورة العهد القديم والعهد الجديد كما يسمونه هما جاءت مليئتان بأخطاء وأساطير وأوهان من صنع البشر فأخرجت هما عن إصارهما الرباني فحينما بدأ الغرض يتيق إلى قيمة العلم وإلى المنهج التجريبي في العلوم المنهج الذي لا يؤمن بأسطورة ولا يؤمن بالخرافة ولا بد أن يؤسس استنتجاته على أسف شواهد قابلة للإستقرار والإعادة وبراهين قابلة للإستقرار والإعادة هذا المنهج العلمي هو في حقيقته قرآني المنهج العلم الحالي لأن تجريبي قرآني منهج لأن هكذا يطلبنا القرآن الكريم أن لا نؤسس استنتجاتنا إلا على أساس براهين واضحة وحجج مقبولة وشواهد قابلة للإستقرار والإعادة وإلا استنتجاتنا باطلة وغير صحيحة فحيما ردع الغربيون يبركون قيمة هذا المنهج ويطبقونه في حياتهم ويجدون أن هذا المنهج يحقق نجاحات كبرى في هذه الدنيا فتقدم الطب وتقدمت الصناع وتقدمت الهندفة وتقدمت المعارف واتسعت مدارك الإنسان وجدوا أنه لقى تضاما بين ما يستنتجون وما تعلمه الكريم وكان من نتيجة هذا التضام حرب مستعرة بين رجال الكريم من جهة وبين العلماء من جهة الأخرى حرق العلماء وتجنوا واتهدوا وقتلوا وقد لا يتسع المجال لعرض ذلك كله فكلكم لا بد أن تتوقع له فرق من ذلك ما حدث لجليليو ومدرسة المختلفة من العلماء في عفره لأنهم كانوا يفكرون بشيء من أجفرية وكانوا لا يقيدون أنفسهم باستنتاجات الموجودة في العهد القديم أو في العهد الجديد والعهد القديم كما تعلمون فيه ففر اسم كتاب الأصول يتحدث عن خلق الكون وعن خلق الأشياء وعن الضوامر التونية ولكن لم تكن المدارس البشرية في هذا الوقت بقدر أن النابس يستطيع أن يستوعب ذلك فأتت هذه الاستنتاجات جزئية يعني بداية للغاية غير ناضجة سابجة يعني والعلم كما تعلمون تتفهى دائرته مع الزمن فحينما ننظر لهذا الكلام الآن بمعيار ما وصل لأينا من المعارس نجد كلام صحيف فارج لا يتفتق مع معطيات العلوم ولا معطلاء حباب الإنسان في هذه العاوية ولذلك حينما انتصرت العلوم التجريبية وبدأ الناس يؤمنون بالمنهج العلمي على أنه أسلوب جيد في شفاء المرير وفي ابتكار أجهزة تعين الإنسان على تياد واجباته في هذه الحياة وفي وضع شروع وتفتيرات لأذور لم يكن الإنسان يعرفها من قبل تقرى الناس بالكريسة وآمنوا بالعلم التفريب ثم انطلق العلم التجريب بعد ذلك من منطلقات مادية صرفة وربما كان هذا هو السبب في اختيار الأحي الكريم من عنوان العلوم المادية لأنها عند غير المسلمين حقيقة العلوم مادية هم يطررون تماما بإصرار على أن لا تخرج العلوم عن إصرارها المادي البحث جاءني مرة دعوة من أحدى المجلات العلمية لأكتب لكم مقابة وقالوا لي أننا نشترك على المقالات التي تنشر في هذه المجلة أن لا تتخطى حدود الإصار المادية أن لا تنشر لك إلى شيء من التنجاجات الفلسفية أو الروحية أو المعنوية أن لا تتخطى العمليات الرياضية البحثة والمادية المحسوسة فقط وهذا هو مطاق المعارف للغربيين الآن وكان أشرت أن هذا هو أخط مستوى يمكن أن يدور فيه العقل البشر يعني حينما أنظر في هذا الجوم وأبرد أنه كونا عظيما لا يكفي هذا إذا لم يصلني ذلك إلى أسئلة كثيرة هل يمكن لهذا الكون أن يكون قد أوجدت خطه بنفسه أو وجدت معظه خطفة فأستمتج أنه لا يمكن لهذا الكون غير العقل أن يكون قد أوجدت نفسه بنفسه أو أنه قد وجدت معظه خطفة لأنه فيه من التنظيم وفيه من التعقيد وفيه من الإحكام وفيه من الدقة ما يتنافى مع خطفة تماماً إذا لم يصل التنتاج إلى ذلك أصبحت مداركي ومعلوماتي من النظر في هذه 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 الدولية ناقفة خاضرة محدودة غير كاملة وغير وافية على الإطلاق ودعوني أتصار أتصار دعوني أن أتصار قليلاً كيف كتبت العلوم في الغرب يعني بدأوا يكتبون حينما انتصروا على الكنيسة واضحروا الغلبة للعلوم التجريرية بدأوا يكتبون العلوم من إطار المادي الفطر لا يؤمن بما هو فوق المادة المادة ولا يوجد لا يؤمنون بغير ولا بما فوق المادة ولا يخرجون عن إطار تبسير المادي للأشياء فعثرهم ذلك في معتقدات مادية وثنية كأنهم عبدوا هذه المادة فقط وكانوا أحياناً يغابطون عن فطر فيعني الإصرار مثلاً على أن هذا الكون أجل كان منذ الأجل وتظل إلى الأبد ولم تكن له بداية ولن تكون له نهاية لينفو بذلك قضية الخلق الإصرار على أن الكون مادة فقط ليس فيه شيئاً فوق المادة الإصرار على أن إذا كان هناك قوانين كونية أو طبيعية كما يسمونها تسير أشياء هذا الكون فما هو الداعي للتكتير بما هو فوق الطبيعة لا يوجد الداعي لأن فكر ما هو فوق الطبيعة الاقتراض لأن الحياة تدرجت نظرية ضرور وما تلاها من نظريات الحياة تلقت لمحض الصفة ومدرجت هكذا لمحض الصفة حتى وقف لما وصلنا إليه والإبتعاء أحيانا لأن هذا حقيقة علمية وهي ليس بحقائق علمية وغير ذلك كثير وأنا أضرب لإخواني وأحبابي من أرسالكم نموذج قصيص للغاية عندنا قانون اسم قانون بقاء المادة والطاق يضرب في المدارس والجامعات في مخلص المستويات المادة لا تثنى ولا تصحفنا العدم وكذلك الطاق طيب إذا كانت لا تثنى ولا تصحفنا العدم يعني لم يكن هناك خلص ولن تكون هناك آخرى ولن يكن هناك فنائل هذا الجوم وهذه أمور تتناسى مع أصول إسلامية صحيحة ويبقى الجالد من كتابات هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين إلى كتب المسلمين لأننا حينما فقنا في مطلع هذا القرن من بعض الخطوط الخلافة وشعر المسلمين أن هذا من الأمة الواحدة بدأت تتمزع إلى ثيانات طغيرة ضعيفة هيما عليها أعداء الله وعاداء الإسلام في غالبية يعني لم يترك إلا أجزاء قليلة من منها هذه الأرض الطيبة لم تفتن أما باقي دول العالم الإسلامي تقاسمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا كثير مجر تمرت العالم الإسلامي وحاولت أن تطرب على ذلك العالم الإسلامي تطوراتها المادية التي لا تتعبى إطار الماد فغيرت التعليم مضم الشق التشرية العادات الاجتماعية القوانين الإقتصادية والتجارية كل خيرت تمر هذه الأمم تماما من أصول إسلامية صحيحة ومن تقاليد إسلامية صحيحة إلى مضم وضعية مغيرة تماما لأصول العقينة الإسلامية وتعاليمنا الربانية التي لا تزال بين أيدينا الحمد لله أن القرآن الكريم وأن السنة النبوية المطهرة محفوظار بحفظ من الله ولذلك إذا كانت من أمم السابقة قد ضيعت أصولها السماوية وقد ضيعت كتبها السماوية فانحرفت لا أعود لنا للمحرام لأن بأيماننا نران ذكر وسنة كما يقول شوقي بأيمانهم نران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات ولكن أنا حينما في ظل هذا الاحتلال وأتيت بهذه الكتب وترجمت إلى اللغات العربية واللغات المحلية في ذلك الإسلامية الأخرى وجدنا نفسنا من ساق وراء تعبيرات كثيرة مغاجرة لأصول إسلامية أساسية الإيمان بالخلق الإيمان بالبعض الإيمان بالآخرة أصول أساسية فلذلك انتجرت هذه الأمور في العالم الإسلامي وأدت إلى كثير من البلبلة الفكرية التي حار فيه الشباب في الآونة الماضية يعني ربما بعضكم يدرك أو لا يدرك أن الأمة الإسلامية خلال القرن الماضي تخططت بين تجاهات مادية كثيرة الاشتراكية والشيوعية والديمقراطية والرحملية أمور كثيرة جدا وبين أيديها شرع الله ولم تحاول أن تستبي بهذا النور الرباني على الأطلاق فوصلنا إلى ما طلنا إليه من ضياء نحن الآن يعني نمثل ربع سكان الأرض ألف مليون نسمة لدينا إمكانات ربانية هائلة إمكانات بشرية هائلة مساحات أرضية هائلة بحال فكاد تكون مغلقة على المسلمين ولكن برغم من ذلك نحن في أطراف الأرض ولفنا قوة مؤثرة على الإطلاق لأننا فقدنا هذا الرباط الرباني فقدنا هذه القيادة الربانية التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها وجعلنا بها أمة الله دعونا نستعرض هذه المقولات وكيف يمكن أن تعالف كيف يمكن أن نعيد طيالة هذه المعارف من منطلق العقيبة الإسلامية دون أن نؤثر على حجم هذه المطاياف على الإطلاق منذ بقاء سنوات 12 سنة تقريبا دعيت إلى مطمر في الرياض تم بعنوان مطمر القضامن الإسلامي في مجال العلوم والتيفنولوجي وطول مني أن أتحدث عن موضوع الثروات المعدنية في العالم الإسلامي ولم يشرح فضري لذلك وبعد أن أكتب فضري لأن أكتب في قضية إعادة طياغة العلوم من منطلق العقيبة الإسلامية فقدت كيف يمكن أن نعيد طياغة كل هذه المعارف انطلاقا من إيماننا بالله الإيمان بالله وملائفه فيه وكتبه ورسوه وليوم آخر دون أن نقلل شيئا على الإطلاق من حجم ما بأيدينا من صراف عيني ضحن نحن أولى الناس بحملة قولنا الغريب من الشيء ما تحدث في هذا الموضوع في ذلك المؤتمر وكانت الغالبية الغالبة من الحضور من المسلمين الطيبين الحريطين الغيرين على الإسلام إلا أنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا ما أقول حقيقة فهل ماذا تريد؟ أن نريد أن تكتب لما تبياء جديدة وفي بياء جديدة ورياضات أبدا أنا أقول كل ما في هذه العلوم من نور نحن أولى الناس بي كل ما في هذه العلوم من شكمة نحن أولى الناس بي كما علمنا رسول الله بي أخبر الحكمة ضامة المؤمن أن وجبها فهو أولى الناس بي أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فأستمعون أحسن وأعلم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السؤال حول قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة كيف نفسر وصول ذي القرنين عليه السلام إلى مغرب الشمس وما مغرب الشمس المقصود في هذه الآية الكريمة؟ يعني بدأت بأحرار الكريمة يعني رحلت هذه الآية في رأني كثير يعني لن أفضل عجب من التفسير للطلاع فعيلة ما يعني سليلي في تفن هذه الآية والعرض أفضل على بخير الزابة من المتطيع في السرعة كثيرا أدف ولكن في تقديري أن هناك من المجازل بل تفضح الأرض أكثر من ما نعلم يعني المجهود لدى من الأرض أكثر من ما نعلم ويأتي المشير أن أغراء الأغراء الزيتين خسرة العريقة يبلغ الله هل تنشر ألف مترا يعني ماذا نعلم ماذا نعلم لا تفضل بكالة لحد كما تفضل ما حضيتم حضر المخضرات كما تفضل على مطلة بيمون وهي المنطقة يعني ضاع فيها أكثر من خمسين كثرة الله أكثر من عملاء وأكثر من عشرين طائرة يمسروا كثيرا كثيرا ويما يمسروا الأطباط الطائرة ما يدخلني كثيرا كثيرا أفضل يعني لا أجل الطور بالحرين مليئ بالأخرى ألا بي لا أطيع أن تفضل بكالة لفكرها لا هذه الآية من تفضل يعني لا أكثر لأسا أكثر في أحيان حبيثا لم أجد أنك المسير ما يريمني في المسير من الآية مع المسر سيكشفوا بعضا بشأن سؤال آخر هل تعتقد صديرة الدكتور بالنظرية القائلة أن ثمة حياة توجد على كواكد أخرى في هذه المجرة التي نحية فيها أو في المجرات الأخرى وكيف يمكن الحصول على نتيجة لهذا السؤال من القرآن الكريم وضعي يعني لن تتفضل كل تجارب هذه المجرية في مقاطع المعاق الشهدين أن تبدو حجوز حياة من النوع المبيني ونعلم ولكن الجدد ذات الغلية لأنه يقيق بمدارك يدور ربما سيكشونوا على نطرة الخلف مو لا يمال material وفي الشهيال رائحة عند العقبات في المجل خصلوا من المجل فحينها من أسبوع ألبع في المجلة خصلوا على حينا خلورة الأمن مجل مليئة للتبديلات حينما وضعوا للطلورة بدأت ماشق البديلات وحياة منهم ألبع في 3.5 لحظنا نعام في مجلة حرارة تزدرك دعوية بحية كل باتية بيت رقمت خلال أصبع ألاك بيت يعني أنه يمكن أن تزدرك أراضي فلق المرأة بكثير مئة وعشرية باتية بيت ومنطق هائل ومنطق كثير يخلي ألاك ألاك بيت فلابد أن هناك لكل ديلة ولكل وقت أضمتني الحياة ثلاثة معاة ولاك لاك مستضر أن تتجب عيالنا نحن يعني الجماعة وصل من قمر جاب وصاد القمر وبإمكانهم حقا نبني ضع الخيارات ضمن منهم تلكمي بكثيري ضع الجرافير ويلد تنخوشة ويقف بذلك بشأن حياة تقنى لي تشيرك لأن هناك حياة ممهنة للحياة التي تجهلتنا وأنه يتقرق أياس السنة الكريم وأنه يتقرق أياس المسلم وأنه يتقرق أليس وأنها تتكلم أكثر وأنها تتكلم أمام وأنها تتكلم أمام فقل فيه مطلق سماو أقصد حق لها بطقق ما فيه أبعض أفراح ولو فيها أولا قاسموا أولاك بمساجم معه ربك لنعلمتم ما أعلم لنضحتم قليلا ونبكعتم كثيرا فقطعت الشيخة مطيلة بحرم فيعلي بثماث مليئة بحرم لابده فقط بصورة بسرعة يقول تعالى واجعلنا الإيدا لما سار آياتين ومنحونا آيات ربين واجعلنا آيات المنهار والفرح كينا قلت هذا العين الحديث يحضرني في الان أثناء المعضى حيث والله طالت أن آيات المنهار وهي القمر والقمر يقول معكبا بجازة يعني جزءا يضيح بمشكة شعر الشب عن المنهار والقمر فقال آيات مزيدة معكبا وهي القمر وهي قمر واضح الشب ولكن إيه في هذه أية تفسير أن أتبت معي ولماذا أتبت بقول يعني البناء الثالث عند الأرض نقض بصفرة فنيكب هذا الإطار الضعي الثالث يقول لهم يعني الأخذ خفضته يطوين كي يتكون وفتد يقول أن الله محمد عبدالله والقاوة أن يقول أن شيء كنت راقون خلقه هذا القرق بالتبرد حتى تطيع هذه الآلة الوذية التي تصمتها محمد بشري أن تفهم أن تبتعي أخير وقاوة أن تكون شيء جاد لكن لم تكن هذا الترتيب الزمن المطيئ 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 نفضع لسدفة بشيئة على الإطمار فهي نحن إلهية أيضا فحينما بدأ التبقيق الانتهاد الثالث أيضا الزمن المطيئ يعني أن تكون تحدث خلق عاصمة الأرض متجد في تقوية متجد تبقيق تبقيق فالتبقيق التي تتبقى في الزمن المطيئ لا تتجد في الزمن المطيئ ويقع سيئة للأخير أن تتثابق أن الزمن المتأين هذا يكون موليون فحين كان موليون كان في ضوح البيت فقدم هلين التبقيق الكمية فنحن واجهن وإنه وإنه تكون بلأ فالتبقيق وده في وهج القطي حيث طبق الأعين حدي الحجام التقلب فرقة شديدة نرى هذا وهج القطي في ضوحة البيت واحد شديد للغاية كان هنا معه علوق محم شكرا وإنه من جنوب في تقديم وكذلك قبل التكوية الطبق المتأيين وقد احتجت لملايين لكي تتوّر كانت الدستائمات التوّرية المتسالعة تضغط إلى مطاقه إلى مجال فتؤدي إلى وهد الشديد في البيت كمع أن هناك واحد الشكل بالنهار فيقول الاختبار على مطلّاً عليهم وجعلنا كينا من مهار آياتين فنحول آية البيت وجعلنا آيات المهار للسرة ونحو آية البيت هي بتكوّر هذا النطاق المصور جمع الأعاق وهو حدّر مبّعنا الأشعة التوّرية الذي كانت موافّد في قطعة البيت تبع الأرض المهار بعد العاشرة سؤال آخر حول قوله تعالى اضطربت الساعة وانشق القمر كيف حدث هذا الانشفاق؟ وما أسبابه؟ وما نتائجه؟ يعني لا تزالي معجزاً لا تزالي العلم أن يتقول فيها شيئاً يعني لا تزالي أن يتقول فيها شيئاً أما بطعاً علاقة بشكل القمر وشكل الشمس كل شيء تبعاً يعني لا تزالي معجزاً لا تزالي معجزاً وإذا كانت يتفاق أن يقوم بشكل الرئيس فهذه هي محجزاً يعني لا تزالي معجزاً سؤال حول أحد الأخبار التي نشرت في جريدة سعودية أن الأرض خرجت في بعض الأحيان عن مسارها الطبيعي وخرج منها ماء كثير وأن هذا حدث في قديم الأزل فما رأي فضيلتكم في هذا؟ من الثالث أن صور الكشرة وصور الكشرة تخفل كميات حادلة من البيان وعذب الإنسان كيف يمكن لعذب أخراء قاحلة يصدق فيه المطار الماضي الضوء تقول للمطار الماضي وصور الكشرة يكون فيه هذا قدر خائل محدود البيان ولكن لو افتركنا أن المنافس بشكل جبير عمليون كما هو الآن عدد فترات طويلة فقد مرد شكل جبير سبعة ضوءات مطيرة مطراً شديداً من أجلين تستمع للطلب إلى أعطف الرسول المطار يتحلل هذا كذالي ضرورات الانتفاف وعند هذه الثقرات المطيرة كانت مصاحلة للعطف الجليل حينما كان يدف الجليل الكرة العطيرة الكرة الشمالية متجنة الكرة الشمالية تحول هذا الحداد التحراوي للي ينفد بالمريكات إلى مصابة مطر عزيز وتعرق في العطف الجليل في العطف المطير في العطف المطير في العطف المطير تكون هذه الخزانات المائية المريكة بالمياه العطف وهي رحمه الله كبيرة خالدة يعني ده بلو 6 مليون مليون مقعبة متقالة مقابرة في دخول بشكل جديد وعند القنصات هذا المطر موجودة إلينا في الرواع الخام وعند القنصات وحيوات طفية مقبولة على طفل المشارع طامي الغريب أني نظرني في الشقوق كتاب من معهد العلمي موجودة 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 يطرد أنها في أحد عاكم الفضاء نضعه لدع الصر ينطيب أن يتفرق صربة على فطح الأرض إلى عمق 10 إلى 15 متر فنحن رؤون بمقاطرة الوقت الثاني رقم مكراً لنصر يمتد من قطرة إلى محيرة قطرها 10 كم ويستمر المعنى هذه المحيرة إلى أن يستمر من قطر المدكة القيمة ليصبح ديامه في القريق العارب وهذا مهر يوجد طول أكثر 120 كم وأن هذا النهر كان على نفاته وعلى نفاته كان محيراً حضارة لم تشهده البشرية من قبل وأن المستطاع أن يخوض تحت المعنى قطع الخارج ما لنا ترى أن القرى قطعاً الكريم يرى مدات العباد الذين يلقى في قطعها في الملاد بأخلافها وطفورها شاتفة ويقول التقرير هو يتطلبه يقول أنه لا يتسجع تجارة خارجين يدوش على البلود ونصميشي قطاع البليد على ذلك المعنى من الغريب أن هناك 200 كبرافيين وعلى أكثر من الغريب بقى يوص كان حديداً للمكتبة الإسكندرية في النص الأخير من قطع البلاد المسيح عليه السلام أضعنا هاتف المديد ورمى فالك الماء ورسمات الكمامة كما رمى مركة الخضار ورمى أي مقرد وردنا على معروف السبري الكبير لدي بايدة زار هذه المنطقة وراثم هاتف الماء فحينما طلع عزي الله حديث المتأخرون قال الأبيب قال ولي قراغ كيف يمكن أن تكتب من عشد ملاق في أربط أصول المسيحات أن يكون فيها أمار ومسيرات قال يقراغ عن بينا نجعل المحيط فشاهد كمير حبيب أن يحكي بالك الرابان الذي ينفطيح فراثم فرمى أسر وردان أبو للعروف عشرة يقوم بالك بلقة البالد ومن العجيب أنك إلي يكون في وصيء ذلك الماء وفي تلك المدينة أن هذه المدينة كانت على قدر من الحراء وعلى قدر من الانتهاء وعلى قدر من مفرق الأغذاء لم يداميها في ذلك حضارة أخرى في مفرعة الله ورقائل بين هذه القول وهذا السؤال يكلم يرى مدات العجاج التي لم يخضر من ذلك الأقلاء هو طهر الإقضاء يقول يقول نكت معه لم يكن يداميها شيء في ادهاء الروحي خضاراً ومن الغربين المؤذيون كانوا يعادون ومن الغربين ومن الغربين ومن الغربين كانت على قتل ومن الغربين وحراب المسلمين وحينما تجد السؤال تركنوه لا يعبئك وحينما تحدمه بذلك الكتاب العديد كان الكتاب الثمان الوحيد المحفوظ في نعيد الماء من أكل اللغة يناد لديك خلينا نبقى ثانيا وحقا 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 وإن نحن ذبب إكرا والنها من نوع من دونه لا يترجمون ليحقوا أطعموا عليه وإنما ترجمون ليتقونوا ويتفونوا ويتفونوا ويجبوا تقومون وفاقل إن أشرب المناطق أو إنجبائة التي تطمع منها عقاب البالي الغدر الثابقة فيشارك الحكيم الصبيب أنهم يشهدون من خطهم أن هذه الحضارة الثادرة التي لديها حضارة على وجه حضارة تطبيبها على كفاة الربريكية تمرتها في الانهارين والعباطين 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 لأمور الله أحد الأسئلة عن نماذج لمحاضرات مع بعض الخساوسة وأقناعهم بأعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أنا جاءت على سؤال دائم مرات في السنة ضعيني جاءت على عدة مرات قال على حضار السنة بكمان من السؤال الثالث يعني نقول إذا ما حدث سولاده أنه ربما عندما تسرت في الضغط في البيانات المعنى كده مارا تشبه أمريك يعني إذا ما حدث سوءاً 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 تحت على طرف الشهر إذا ما حدث يعني بإيجادة أول هدف طبع الشباب المنساجة المثيرة لكيف يعني الاستعراض على الله فينا قدوم أنا أعوى في البالك إنما هي يعني اقتضار هنا من المسجنين للدعوة إلى الله يعني فنحن نقللون عن ذلك الدين وعن الشيء في الغرب وعن الحمد في الغربنا كما خلقونا فالله ليسنا بمعلمنا أننا تردقونا في هذه العوالم الضارف وقلت في الثاني كلكم الغرب وقلت في الغرب وبالحق هذه الغربة أن نحن لدينا عندنا بالموت لاتنا أمه الغربة كما يلدقى اليهود ولاتنا أمه يعني مصفدة أكثر الكتابة لكما يعني على المقارنة فعني يقول قلوبة لأننا أخار حقاً نحمله من الناس بحط وبموزة لا كما يقع المعدات المحطير ولا كما يقع السابق فأنا بأسر إلى أبريكا كنت لذلك تقرر عندي وأنا في جانب في كويت في عام سبعة وقعين نسيب الله تقطع سبعة وقعين ذاكي الأبريكا وفي الغربة لديك مرق على تسميك لهؤسيتك وليه منك كفة طيبة تتهدد هذه وقع كما يوجد بحق المقارنة بحق المقارنة داكي الأبريكا كنت يرى الله وطقى لديه المخلق وقال النفس واثلابي بين جارب الله وإغلاقمه وإغلاقه وأن الشخص الذي كان محروراً المتحدث عن الإثلاق فقال في أبريكا ولا يوجد أحدهم الأخطر بأسرور فيعارضنا تقضي قد لا يجوز أن يقول عملنا بهذا الهجانب مقتنع في أعطي الله من الفتنين ثلاث مهات فيأتي واحد من الشاعر الذي يبقى تعرف ألم عن الإسلام فهذا عمل الجامعة بيدي فحينما أصبت بيدي تصل به أحد القصص وهو دكتور جورج براس وقالت ثابة من الأجاني وقال على أجاني سابق الأجاني قارن في جامعة كاليفورنيا وقال لي إذا يكون وضع بيدي تاني في بيدي لا مشتب عالمين على الشرارة نمو الشرارة خلافة ويكفي أن تأتي لترد على أسلم قرر لمسلمين ويأخذ ألم عن الإسلام و trophة المحد点 وcال��를 Bellana جاء اللون قد فصل على الشرارة تركنا ثم مستمت وقد حصلت على مكان الكثير من جواز والمإسم يحط كنا فقد ن Live فقال لي 때문 المسلم وأقامов وإلى المكان أصبح مستمت لأنها المحطة هو المؤتسة للمضوع ومعضوظ المصريح ليس بأمين ومعضوظ المصريح ليس بأمين يعني لا يستوري الشعب ومعضوظم بكال ليس بأمين عندنا مخصصون فاذرة كثيراً الدنياً مختلفة لكن المعروض المصريح ليس بأمين ومعضوظم ليس بأمين ويس بأمين إنه على برمكة التعديثة أصدق سنتحذر بتحديد من الثمن بمعارك أن اليوم يتحدث أول ثم هو كان تحذر أموطانية ثم أتحدث مع الإسلام وحن يتصدر على ذلك لأنه لذلك 8 وقت حتى أصدر الكلب المكتوب ولكن محمد طبعين يتصدر ثلاثة وثلاثة وثلاثة فنرى عليه وأدخل من في الراكت في اليوم ثلاثة النظار فبدأ أنت بالحديث فهذا الثلاثين حقيقة لدي شيء مكتوب قال ربحك أتكلم تلتكاعة فبدأ يجنوا أغنيت قياسة وإشياء أنا فرحك أتماعك قياسة وثلاثة وقياسة 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 يعني يعني الذين حضروا في المكتوبين قالوا لك فنحك أتماعك في مراتب المرات وقد فضح أصدر على ذلك وقد فضحوا أن أتماعك وقد فضحوا أن أتماعك مختلق آية وقد فضحوا أن أتماعك فقدverb المقرنة وقلقوا أن أتماعك فهذا هو كان أشغى و قد يلتك و رأسك أتماعك أنت فيه من المطارين على الجهة المكتوبة فيه بفوضي من القرى فاضطلوا أن يطلوا على النظر وانظروا إلى الأحرار الإسلام والله إذا الإله إذا نستمه لن انطقع جورجي فروس وهو مستيد قراثا ومستاذ يوبيبات المقارنة ويعزي بقراث جورجي ابن قطر عني أحضار أكثر من ثلاث مقارنة ولم يكن فيها حزن فيه ثم انطقل السبيل بقر الشرط ومعنى حفاظ مرثب وأسرد لذلك الضم خلق على المطار المكتوب والعزي لا تتفيد فمن ظل الخضائر التي نخصها كنت أتحدث عن جزء القرآن الثالي مبارك في الحرومية ثابت حقيقة قد لا يمكنه بها وعلى بعد الثوراء معين يجيب أن يكون جالك فقال هرب شرطائك هذه ميزة لم نستعرنا أن نتخلق من طوامين اليوم الرباء محاضب علينا نحن تحللنا منه فيجب أننا في التقاطق نطبعنا على هذا من قبل الطاقة العالم لم يكن أعيد علينا هذا ميزة كبيرة أيضا أخذ نقطة أن الإسلام دين مفتوص دين لا يكون على تفاضل بين الناس كما يتعلق أن نشعر الله المصدر وظهر الشباء ووليان فقال الصحيش ده شيء يقول أن نحن جبنا أننا مغارفين على التقاطق وجبنا أن نتخلق منك الصحيش ربنا أخبر تفضل فوجد القرآن بالتعييش على القرآن كان لدينا عرضي كبيرة وكي أن نطبعنا أصحاب بديناه كثيرا أصحاب مفتاحي مفتاحي ويسن أصحاب كان المصدر سنة فعادر أن نطبع فأضرهم هو أن يقوم بكثير قال قال يا ربنا ربنا أصحاب لماذا يبقى هذا ماذا فعلت ؟ 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 فالله اخوان انتمت الحديث في العباد وكان لدى ان نحن كافر مالشايا وانت كافر مالتبات حضريننا عقليين والله لم يمكنوني ان اصل الانقاع الذي كان فيه الشارع فجمع عناك الضيور عن الاسمان وطبع الانقاع اليوم صحر الآلات الاسمان من تبتعه مع الانقاع الكردين والدح على مقاعدين يتقلون هذا المسيح يؤمن بان المسيح لله قريض بالنحك وانه يترم المسيح ويكذبه وانه يشهد المسيح يأترون الابرس والاشفة القارضة ولحد الموثب بالله وهناك فصول كاملة فصول كاملة وانه ينصر الانقاع الكريم والروهير تقلل للارض التقلل عليه المنزل ويقلل كل جيسى عليه السلام ووضعوا في نفس المساول مع احمل فور الله عليه وقرام عليه لأنه يتحدث الأحد في الوصل لأنه كانت تعمية ثانية ضد الاسلام وحينما قدنا المسيح كان قوة الانقاع فاستمرنا لبعض المطفل في البدء ووضعنا للا إيجالك لنه في أجيزك هذه الخطرة لم يوجد سؤال ولا حسب الأعبار ولا يوجد هذه الأعبار أخذت لك ولكن لما نجد هذه الأعبار يأخذني حتى نعيد الخطر الماضي لكن ليس بسعى كل إنتباع في الحديث الخطر الماضي يا الله أخذك كنت في البيانة جامعة كبيرة في عام العلم فوجدت عناك مقتمع عن الترفات الحديثة الترفات الغرورية الحديثة وما للإبثنات الترفات الغرورية على إعجاب الهاتف اللغة يعني هذا الحديث طبعا العين وراحة ومثبت إلى الغرور حديثة مجرد الفرسال ومتعد أدى الألش سنشفا لكن ليس بحق عين من المحاضات التي تلتقى رجل الذي حدد عام ترتبط معنا وقال الكلام الغروري يسمتيه بإداة ومستدفج على التجدي وهناك ماذا متخدمة ومستدفجные مجرد الأول ومستدفع ومكما centزل ومثبت عن المبينة ومستدفج شديد. فأخذت عنك نفسي بعد الخضر. يعني جعلت ايه؟ فلمت عليك. كنت بمدى اتراك في الاسياء. وعليك القالب. قال ايك انا بسك. منذ مدى تابو بأسر بقربة قصة. كيف احسنني؟ قاطبت اخبر طلب الفراث عن ادب المدلس. فاذا ايه اجد تجربة كلمات العربية في ادب مدلس لغة المدلسية. فقلت على ادب المدلسية. وبعد ان اتعلمت وقالي العليم في تركيز ورعبية لما اخطأت خرقان. فقلات الخرقان شأسلت حدوث الخمسين المحن. وعندما درجته. نحبه هو النجد. انه ما اخراج لنجده عن طرق الخيام. وفضل هذا رجل معي ان نجد هنا قبض الشهداد. هنا تنوى الطريق. عنه تنوى. لقد عادت الجمع القالي الكريم راوع من احسن الطرق المعاقبة. تيدي يدي. لقد اخشي عن عادي المدلس. قبل احسن هذا الترجم. فنحن الضريضة تضييره من الضرقان. مسترات للصراءات الضريلة. ايان اخرى في ذلك لي. فهذا كانت ذلك. فكانت بي مقابر في الطرق المسلمين. وقلت تضييره من الضرق المسلمين. فقدت لك. يعني عندما اتيت درجة من مقابر فهم مقابر شوية طلب منه. يتشجعني بشيء واحد يشيء. فقال فقال فنحن نجد. هو احسن من الجمع المقابر. قلت احوالنا ينطبق من الصمر فبع منه بمقابر. واحدة ينطبق من زرق. فجاءني الى الله يعلمكم الله. والله يحبه. رجل يبناك على الطقل من المقابر. فجاءت عن الى الدرس. ووقت في طقل طلب مسترين ويقول. أيها المسلمين. لقد هلتم طويلة. ونقاعكم كفيرة. فعلى الضرق المقدمة. وقتركم الآن في وقت لا تستطيعون عنه. أنت الله دعونا تأكد حيار الله العديد. ولا قطير ولا فضيل. ولا سياسين. ولا سياسين. ولا بيضي صورة نفسه لون الدين. ولأنهم تستطيعون أن تجعلوا جلد الوصف ليجل الصراحة المقابر بالسلام. اعطوا لها بعيد شارك. يقتنون تهم هذا الدين فهد المقيقة. ويقتنون تطبيقه على كرش تطبيق المكيل. ويقتنون عضاقه على مكتور العقص وعلى تحديد الأمريكاتين. وعلى مثلان حقه ومارا. لو نحيض هذا الشروع الكريم. الذي منعجبه. ومنعجبها الخطوات التسطنيمية ونفطهية. بمعرفة الإسلام. معروف أكثر من غاية لم تحصل منها. ومغاية الخارج للعالم. هنا عام الماضي. جاء لي أحد إخوة العلولين بمهنس بيكانيكي في كبار وقال على عدد الدين. جاء لديك المحن السابق وقال على رجل عندوا أحد أهداف وعادو لديه. فاقرار السابق عند الإدراف أكثر على رجل ذلك. يا أياه إذا كان على رجل ذلك. كنتم له أن شيء قوي بالأدى عندك أن يتكراجين سلا فقط وقدروا على رجل ذلك. فلا فقط حتى وقدروا على رجل السابق. وقدروا شعrat حتى تعركت القلبي 5 سنوال أقصعد وسيما. وأنا الآن يب 스�جل ملك اشتركوا في القناة 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 حتى نستطيع التواصل مع سيادتكم في الجانب الالمية وجددهم على خيار لا، نستطيع ان تقوم بتقوم بشعر سواء في اليوم يعني شدة سواء في اليوم وي بمكبت لك طول صحب بسرعة معروفة بسبب لأكدف المثل في اليوم ولي من حوار التوين هذه الصرعة هي مثل تذخن السبوة الماليينا سواء كانت بقريق او بعيد شديد الحراوات ويهاو أو صديد الحراوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة